الفصل صفر من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعداد هذا التسجيل خاص بليبريفوكس جميع تسجيلات ليبريفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع ليبريفوكس.org قام بالتسجيل خالد فؤاد طبائع الاستبداد ومصارع الاستعداد لعبد الرحمن الكواكبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الكون على نظام محكم متين والصلاة والسلام على أنبيائه العظام هدات الأمم إلى الحق المبين لا سيما منهم على النبي العربي الذي أرسله رحمة للعالمين ليرقى بهم معاشا ومعاذا على سلم الحكمة إلى عليين أقول وأنا مسلم عربي مضطر للإكتثام شأن الضعيف الصادع بالأمر المعلن رأيه تحت سماء الشرق الراج اكتفاء المطالعين بالقول عن من قال وتعرف الحق في ذاته لا بالرجال إنني في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة وألف هجرية هجرت دياري سرحا في الشرق فزرت مصر واتخذت هذه مركزا أرجع إليه مغتنما عهد الحرية فيها على عهد عزيزها حضرة سميعا من نبي العباس الثاني الناشر لواء الأمن على أكناف ملكه فوجدت أفكار صورات القوم في مصر كما هي في سائر الشرق خائضة عباب البحث في المسألة الكبرى أعني المسألة الإجتماعية في الشرق عموما وفي المسلمين خصوصا إنما هم كسائر الباحثين كل يذهب مذهبا في سبب الإنحطاط وفيما هو الدواء وحيث إني قد تمحص عندي أن أصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي ودواءه دفعه بالشورى الدستورية وقد استقر فكري على ذلك كما أن لكل نباء مستقر بعد بحث ثلاثين عاما بحثا أظنه كاد يشمل كل ما يخطر على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الأولى أنه ظفر بأصل الداء أو بأهم أصوله ولكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم يظفر بشيء أو أن ذلك فرع لأصل أو هو نتيجة لا وسيلة فالقائل مثلا إن أصل الداء التهون في الدين لا يلبث أن يقف حائرا عندما يسأل نفسه لماذا تهون الناس في الدين والقائل إن الداء اختلاف الآراء يقف مبهوتا عند تعليل سبب الاختلاف فإن قال سببه الجهد يشكل عليه وجود الاختلاف بين العلماء بصورة أقوى وأشد وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبدأ لها فيرجع إلى القول هذا ما يريده الله بخلقه غير مكترث بمنازعة عقله ودينه له بأن الله حكيم عادل رحيم وإني إراحة لفكر المطالعين أعدد له المباحث التي طالما أتعبت نفسي في تحليلها وخاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقها وبذلك يعلمون أني ما وافقت على الرأي القائل بأن أصل الداء هو الاستبداد السياسي إلا بعد عناء طويل يرجح أني قد أصدت الغرض وأرجو الله أن يجعل حسن نيتي شفيع سيئات وها هي المباحث في زيارتي هذه لمصر نشرت في أشهر برائدها بعض مقالات سياسية تحت عنوانات الاستبداد ما هو الاستبداد وما تأثيره على الدين على العلم على التربية على الأخلاق على المجد على المال إلى غير ذلك ثم في زيارتي مصر ثانية أجبت تكليف بعض الشبيبة فوسعت تلك المباحث خصوصاً في الإجتماعيات كالتربية والأخلاق وأضفت إليها طرائق التخلص من الاستبداد ونشرت ذلك في كتاب سميته طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وجعلته هدية مني للناشئة العربية المباركة الأبية المعقودة آمال الأمة بيمن نواصيهم ولا غروة فلا شباب إلا بالشباب ثم في زيارتي هذه وهي الثالثة وجدت الكتاب قد نفد في برهة قليلة فأحببت أن أعيد النظر فيه وأزيده زيداً مما درسته فلضطته أو مقتبسته وطبقته وقد صرفت في هذا السبيل عمراً عزيزاً وعناءاً غير قليل وأنا لا أقصد في مباحثتي ظالماً بعينه ولا حكومة أو أمة مخصصة إنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل وتشخيص مصارع الاستعباد وما يقضيه وينضيه على ذويه ولي هناك قصد آخر وهو التنبيه لمورد الداء الدفين عسى أن يعرف الذين قضوا نحبهم أنهم هم المتسببون لما حل بهم فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار إنما يعتبون على الجهل وفقد الهمم والتواكل وعسى الذين فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات وقد تخيرت في الإنشاء أسلوب الاقتضاب وهو الأسلوب السهل المفيد الذي يختاره كتاب سائر اللغات اتعادا عن قيود التعقيد وسلاسل التأصيل والتفريع هذا وإني أخالف أولئك المؤلفين فلا أتمنى العفو عن الزلل إنما أقول هذا جهدي وللناقد الفاضل أن يأتي قومه بخير منه فما أنا إلا فاتح باب صغير من أسوار الاستبداد عسى الزمان يوسعه والله ولي المهتدين سنة عشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة اثنان وتسعمائة وألف من الميلاد نهاية الفصل صفر قام بالتسجيل خالد فؤاد الفصل الأول من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد هذا التسجيل خاص بLibriVox جميع تسجيلات LibriVox في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زروا الموقع LibriVox.org قامت بالتسجيل سلمة ياسر طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكلي الفصل الأول مقدمة لا خفاء أن السياسة علم واسع جدا يتفرع إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة شتى وقل ما يوجد إنسان يحيط بهذا العلم كما أنه قل ما يوجد إنسان لا يحتك فيه وقد جاء في كل الأمم المترقية علماء سياسيون تكلموا في فنون السياسة ومباحثها استطراضا في مدونات الأديان أو الحقوق أو التاريخ أو الأخلاق أو الأدب ولا تعرف الأقدمين كتب مخصوصة في السياسة لغير مؤسس الجمهوريات في الرومان واليونان وإنما لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية ككليلة ودمنا ورسائل جريكوريس ومحررات سياسية دينية كنهج البلاغة وكتاب الخراج وأما في القرون المتوسطة فلا تؤثر أبحاث مفصلة في هذا الفن لغير علماء الإسلام فهم ألفوا فيه ممزوجا بالأخلاق كالرازي والطوسي والغزالي والعلاتي وهي طريقة الفرسي وممزوجا بالأدب كالمعري والمتنبي وهي طريقة العربي وممزوجا بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة وهي طريقة المغاربة أما المتأخرون من أهل أوروبا وثم أمريكا فقد توسعوا في هذا العلم وألفوا فيه كثيرا وأتبعوه تفصيلا حتى إنهم أفردوا بعض مباحثه في التأليف بمجلدات ضخمة وقد ميزوا مباحثه إلى سياسة عمومية وسياسة خارجية وسياسة إدارية وسياسة اقتصادية وسياسة حقوقية إلى آخره وقسموا كلا منها إلى أبواب شتى وأصول وفروة وأما المتأخرون من الشرقيين فقد وجد من الترك كثيرون ألفوا في أكثر مباحثه تآليف مستقلة وممزوجة مثل أحمد جودا باشا وكمال بيك وسليمان باشا وحسن فهم باشا والمؤلفون من العرب قليلون ومقلون والذين يستحقون الذكر منهم فيما نعلم رفاعة بيك وخير الدين باشا التونسي وأحمد فارس وسليم البستاني والمبعوث المدني ولكن يظهر لنا الآن أن المحررين السياسيين من العرب قد كثروا بدليل ما يظهر من منشوراتهم في الجرائد والمجلات في مواضيع كثيرة ولهذا لاحى لهذا العاجز أن أذكر حضراتهم على لسان بعض الجرائد العربية بموضوع هو أهم المباحث السياسية وقل من طرق بابه منهم إلى الآن فأدعوهم إلى ميدان المسابقة في خير خدمة ينيرون بها أفكار إخوانهم الشرقيين وينبهونهم لا سيما العرب منهم لما هم عنه غافلون فيفيدونهم بالبحث والتعليل وضرب الأمثال والتحليل ما هو داء الشرق وما دواؤه ولما كان تعريف علم السياسة بأنه هو إدارة الشؤون المشتركة بمقتدى الحكمة يكون بالطبع أول مباحث السياسية وأهمها بحث الاستبداد أي تصرف في الشؤون المشتركة بمقتدى الهوى وإني أرى أن المتكلم في الاستبداد عليه أن يلاحظ تعريف وتشخيص ما هو الاستبداد؟ ما سببه؟ ما أعراضه؟ ما سيره؟ ما إنذاره؟ ما دواؤه؟ وكل موضوع من ذلك يتحمل تفصيلات كثيرة وينطوي على مباحث شتى من أماتها؟ ما هي طبائع الاستبداد؟ لماذا يكون المستبد شديد الخوف؟ لماذا يتولى الجبن على رعية المستبد؟ ما تأثير الاستبداد على الدين؟ على العلم، على المجد، على المال، على الأخلاق، على الترقي، على التربية، على العمران؟ من هم أعوان المستبد؟ هل يتحمل الاستبداد؟ كيف يكون التخلص من الاستبداد؟ بماذا ينبغي استبداد الاستبداد؟ قبل الخوض في هذه المسائل، يمكننا أن نشير إلى النتائج التي تستقر عندها أفكار الباحثين في هذا الموضوع وهي نتائج متحدة المدلول مختلفة التعبير على حسب اختلاف المشارب والأنظار في الباحثين وهي يقول المادي الداء القوة والدواء المقاومة ويقول السياسي الداء استعباد البرية والدواء استرداد الحرية ويقول الحكيم الداء القدرة على الاعتساف والدواء الاقتدار على الاستنصاف ويقول الحقوقي الداء تغلب السلطة على الشريعة والدواء تغليب الشريعة على السلطة ويقول الرباني أداء مشاركة الله في الجبروت والدواء توحيد الله حقا وهذه أقوال أهل النظر وأما أهل العزائم فيقول الأبي أداء مد الرقاب للسلاسل والدواء الشموخ عن الذل ويقول المتين أداء وجود الرؤساء بلا زمام والدواء ربطهم بالقيود الثقال ويقول الحر أداء التعالي على الناس باطلا والدواء تزليل المتكبرين ويقول المفادي أداء حب الحياة والدواء حب الموت نهاية الفصل الأول الفصل الثاني من طباعة الاستبداد ومصارى الاستعباد هذا التسجيل خاص بالليبروفوكس جميع تسجيلات ليبروفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع ليبروفوكس دوت أورغ قاموا بالتسجيل عمر الدهان الاستبداد لغة هو غرور المرء برأيه والأنفع عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وفيه الحقوق المشتركة ويرادوا بالاستبداد عند إطلاقها استبداد الحكومات خاصة لأنها مظاحر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياة وأما تحكم النفس على العقل وتحكم الأب والأستاذ والزوج ورؤساء وبعض الأديان وبعض الشركات وبعض الطبقات فيوصفوا بالاستبداد مجازاً أو مع الإضافة الاستبداد في استلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبع وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى الاستلاحي فيستعملون في مقام كلمة استبداد كلمات استعباد واعتساف وتسلط وتحكم وفي مقابلتها كلمات مساواة وحس مشترك وتكافؤ وسلطة عامة ويستعملون في مقام صفة مستبد كلمات جبار وطاغية وحاكم بأمره وحاكم مطلق وفي مقابلة حكومة مستبدة كلمات عادلة ومسؤولة ومقيدة ودستورية ويستعملون في مقام وصف الرعية المستبد عليهم كلمات أسرى ومستصغرين وبؤساء ومستنبتين حامش واحد الاستنبات أو التنبت من استلاحات الفرنج يريدون به الحياة الشبيهة بحياة النبات وفي مقابلتها أحرار وأباء وأحياء وعزاء هذا التعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات وأما تعريفه بالوصف فهو أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة تلعنان فعلا أو حكما التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين وتفزير سآلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على الشريع أو على أمثلة تقليدية أو على إرادة الأمة وهذه حالة الحكومة المطلقة أو هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تمنق بنفوزها إبطال قوة القيدة بما تحوى وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها بالمقيدة أو الجمهورية وشكال الحكومة المستبدة كثيرة ليس هذا البحث محل تفصيلها ويكفي حناء الإشارة إلى أن صفة الاستبداد كما تشبن حكومة الحاكم الفرد المطلقة الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيد المنتخب متى كان غير مسؤول وتشمل الحكومة الجمع ولو منتخبا لأن الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد وإنما قد يعضلوا الاختلاف نوعا وقد يكون عند الاتفاق أضر من استبداد الفيض ويشمل أيضا الحكومة الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسئولية فيكون المنفذون مسؤولين لدي المشرين وهؤلاء المسؤولين لدي الأمة تلك الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله وتعرف أن تراقب وأن تتقاضى الحساب وأشد مراتب الاستبداد التي يتعوز بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على سلطة دينية ولنا أن نقول كلما قل وصف من هذه الأوصف خف الاستبداد إلى أن ينتحي بالحاكم المنتخب الموقت المسئول فعلا وكذلك يخف الاستبداد وطبعا كلما قل عدد نفوس الرعية وقل الارتباط بالأملاك الثابتة وقل التفاوت في الثروة وكلما ترق الشعب في المعارف إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه كما جرى في صدر الإسلام فيما نقم على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما وكما جرى في عحد هذه الجمهورية الحاضرة حامش إثنين المقصود هو حكومة فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وأول العشرين والمسائل هي قضاية استطاع إصحابها بالسبب الحرية السائدة على فرنسا إصارة الرأي العام ورفع الظلم عنهم وتحقيق العدالة نحاية حامش إثنين في فرنسا في مسائل النياشين وياناما ودريبوس ومن الأمور المقررة طبيعيا وتاريخيا أنه ما من حكومة عدلة تؤمن المسئولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إخفالها إلا وتسارع إلى تلبس بصفة الاستبداد وبعد أن تتمكن فيه لا تتركوا وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين جهالة الأمة والجنود المنظمة وهما أكبر مصائب الأمة وأهم معائب الإنسانية وقد تخلصت الأمم المتمدنة نوعا من الجهالة ولكن بليت بالشدة الجندية الجبرية العمومية تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة وألصق عارا بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد حتى ربما يصح أن يقال إن مخترع هذه الجندية إذا كان هو الشيطان فقد انتقم من آدم وأولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم نعم إذا ما دامت هذه الجندية التي مضى عليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيضا تنحك وتجلد الأمة وتجعلها تسقط دفعة واحدة ومن يدري كم يتعجب رجال الاستقبال من طرق العلوم في هذا العصر ترقية مرقونا بإجتاد هذه المصيبة التي لا تترك محلا لاستغراب إطاعة المصريين للفرعنة في بناء الأحرامات سخرة لأن تلك لا تتجاوز التعب وضيع الأوقات فتفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشراسة والطاع والعمياء والاتكال وتميت النشاط وفكرة الاستقلال وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم استبداد الحكومات القائد لتلك القوة من جهها واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهها أخرى ولنرجع لأصل البحث فأقول لا يعحد في تاريخ الحكومات المدنية استمرار حكومة مسؤولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف وما شاز من ذلك سوى الحكومة الهادرة في إنجلترا والسبب يقظت الإنجليز الذين لا يذكرهم انتصار ولا يخملهم انكسار فلا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوك وهم حتى إن الوزارة هي التي تنتخب للملك خدمه وحشمه فضلا عن الزوجة والصحر وملوك الإنجليز الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عاد التاج لو تسنى الآن لأحدهم الاستبداد الغنافة حالا ولكن حيحات أن يظفر بغرة من قومه يستلم فيها زمام الجيش أما الحكومة البدوية التي تتألف رعيتها كلها أو أكثرها من عشائر يقتنون البداية يسحل عليهم الرحيل والتفرق متى مست حكومتهم حريتهم الشخصية وسامتهم ضيمة ولم يقوا على الانتصاف فهذه الحكومات كلما اندفعت إلى الاستبداد وأقرب مثال لذلك أهل جزيرة العرب فإنهم لا يكادون يعرفون الاستبداد من قبل عحد ملوك تبع وحمير وغسان إلى الآن إلى فترات قليلة وأصل الحكمة في أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد هو أن نشأة البدوي نشأة استقلالية بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد في معيشته على نفسه فقط خلافا لقاعدة الإنسان المدني الطبع تلقى القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع المتأخرين القائلين بأن الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسرابا في كخوف ومسارح مخصوصة وما الآن فقد صار من الحيوان الذي متى انتهت حضانته عليه أن يعيش مستقلا بذاته غير متعلق بأقاربه وقومه كل الارتباط ولا مرتبط ببيته وبلده كل التعلق كما هي معيشة أكثر الإنجليز والأمريكان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شريك في شركة اختيارية خلافا للأمم التي تتبع حكوماتها حتى فيما تدين النظر في أحوال الأمم يرى أن الأسراء يعيشون متلاسقين متراكمين يتحفز بعضهم ببعض من سطوة الاستبداد كالغنم تلتفت على بعضها إذا زرعها الزئب أما العشائر والأمم الحرة المالك أفرادها استقلال ناجز فيعيشون متفرقين وقد تكلم بعض الحكماء لاسيما المتأخرون منهم في وصف الاستبداد ودوائه بجمل بليخة بديعة تصور في الأسهال شقاء الإنسان كأنها تقول له هذا عدوك أنظر ما تصنع ومن هذه الجمل قولهم المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم بحواه ولا بشريعتهم ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتدعي لمطالباته المستبد عدو الحق عدو الحرية وقاتل هما والحق أبو الشر الحرية أمهم والعوام الصبية أيتام نيام لا يعلمون شيئا والعلماء هم إخواتهم الراشدون إن أيقظهم حبوا وإن دعوهم لبوا وإلا فيتصل نموهم بالموت المستبد يتجاوز الحد ما لم يرى حاجسا من حديد فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما يقدم على الظلم كما يقال الاستعداد للحرب يمنع الحرب المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإلجاء للخير فعلى الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر فتلجئ حاكمها للخير الرغم طبعه وقد يكفي للإلجاء مجرد الطلب إذا علم الحاكم أن وراء القول فعلا ومن المعلوم أن مجرد الاستعداد للفعل فعلا يكفي شر الاستبداد المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم ضرا وطاعا وكالكلاب تزبلا وتملقا وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت وإن دربت شرست وعليها أن تكون كالصقور لا تلعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله خلافا للكلاب التي لا فرق عندها أطعمت أو خرمت حتى من العظام نعم على الرعية أن تعرف مقامها هل خلقت خادمة لحاكمها تطيعه إن عدل أو جار وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف أم هي جاءت به ليخدمها لا يستخدمها والرعية العقلة تقيد وحش الاستبداد بزمام تستميته دون بقائم في يدها لتأمن من بطشه فإن شمخ حزت به الزمام وإن صال ربطته من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجحل على العين واستبداد النفس على العقل ويسمى الاستبداد المرأة على نفسه وذلك أن الله جلت نعمه وخلق الإنسان حرا قائده هو العقل ففكر وأبى إلا أن يكون عبدا قائده الجه خلقه وسقر له أما وأبا بأوده إلى أن يبلغ أشدة ثم جعل له الأرض أما والعمل أبا فكفر وما رضي إلا أن تكون أمته أمه وحاكمه أبا خلق له إدراكا ليحتدي إلى معاشه ويتقي محلكه وعينين ليبصر ورجلين ليسعى ويدين ليعمل ولسانا ليكون ترجمانا عن ضميره فكفر وما أحب إلى أن يكون كالأبلع الأعمى المقاعد، الأشل، الكذوب ينتظر في كل شيء من غيره وكلما يطابق لسانه جنانه خلقه منفردا غير متصل بغيره ليملك اختياره في حركاته وسكونه فكفر وما أستطاب إلا الارتباط في أرض محدودة سماح الوطن وتشابك بالناس ما أستطاع اشتباك تظالم لا اشتباك تعاون خلقه ليشكره على جعله عنصرا حيا بعد أن كان ترابا ويلجأ إليه عند الفزع تثبيتا للجنان وليستند عليه عند العزم لفعا للتردد وليصق بمكافأته أو مجازته على الأعمال فكفر وأبى وشكره وخلط في دين الفطر الصحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره خلقه يطلب منفعته جاعلا رائدة الوجدان فكفر مستحل منفع بأي وجه كان فلا يتعفف عن محظور صغير إلا توصلا لمحرم كبير خلقه وبذل له مواد الحياة من نور ونسيم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزائن الطبيعة بمقادير ناطقة بلسان الحال بأن واحد الحياة حكيم خبير جعل مواد الحياة أكثر لزوما في ذاته أكثر وجودا وابتزالا فكفر الإنسان نعمة الله وأبى أن يعتمد كفالة رزقه فوكله ربه إلى نفسه وابتلاه بظلم نفسه وظلم جنسه وحكذا كان الإنسان ظلما كفورا الاستبداد يد الله القوية الخفية يصفع بحرقاب الآبقين من جنة عبوديتهم إلى جحنم عبوديت المستبدين الذين يشاركون الله في عظمته ويعاندون جهارا وقد غرد فيه الخبر الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه كما جاء في أثر آخر من أعانى ظالما على ظلمه صلطه الله عليه ولا شك في أن إعانة الظالم تبتدأ من مجرد الإقامة في أرضه الاستبداد هو نار غضب الله في الدنيا والجحيم نار غضبه في الآخرة وقد خلق الله النار أكوى المطحرات فيطحر بها في الدنيا دنس من خلقهم أحرارا وبسط لهم الأرض واسعا وبسل فيها رزقهم فكفروا بنعمته وردخوا الاستعباد والتظالم الاستبداد أعظم بلاء يتجعل الله بها الانتقام من عباده الخاملين ولا يعرفه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنف نعم الاستبداد أعظم بلاء لأنه وباء دائم بالفتن وجدب مستمر بتعطيل الأعمال وحريق متواصل بالسلب والغصب وسيل جارف للعبران مخوف يقتع القلوب وظلام يعمل أبصار وألم لا يفطر وصائم لا يرحم وقصة سوء لا تنتهي وإذا سأل سائلا لماذا يبتلي الله عباده بالمستبدين فأبلغ جواب مسكت هو إن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا فلا يولى المستبد إلا على المستبدين ولو نظر السائل نظرة الحكيم المضق لو وجد كل فرض من أسراء الاستبداد مستبدا في نفسه لو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم حتى وربه الذي خلقه تابعين لرأيه وأمره فالمستبدون يتولاهم مستبد والأحرار يتولاهم الأحرار وهذا صريح معنى كما تكونوا يولى عليكم ما أليق بالأسير في أرض أن يتحول عنها إلى حيث يملك حريته فإن الكلب الطليق خير حياة من الأسد المربوط نهاية الفصل الثاني الفصل الثالث من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد هذا التسجيل خاص بلبريفوكس جميع تسجيلات للبريفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع لبريفوكس دوت أورغ قام بتسجيل زينب في مدينة دباي لإمارات العربية المتحدة طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي الفصل الثالث الاستبداد والدين تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد فهما إخوان أبوهما التغلب وأمهما الرئاسة أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتدليل الإنسان والمشاكلة بينهما إنهما حاكمان أحدهما في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر إلى مغزى أساطير الأولين والقسم التاريخي من التورا والرسائل المضافة إلى الإنجيل ومخطئون في حق الأقسام التعليمية الأخلاقية فيهما كما هم مخطئون إذا نظروا إلى أن القرآن جاء مؤيدا للاستبداد السياسي وليس من العذر شيء أن يقولوا نحن لا ندرك دقائق القرآن نظرا لخفائها علينا في طي بلاغته ووراء العلم أسباب نزول آياته وإنما نبني نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مستبديهم بالدين يقول هؤلاء المحررون أن التعاليمة الدينية ومنها الكتب السماوية تدع البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنهاها قوة تتهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقط كما عند البوذية واليهودية أو في الحياة وبعد الممات كما عند النصارى والإسلام تهديدا ترتعد منه الفرائص فتخور القوى وتنذهل منه العقول فتستسلم الخبل والخمول ثم تفتح هذه التعالم أبوابا للنجاة من تلك المخاوف نجاة وراءها نعيم مقيم ولكن على تلك الأبواب حجاب من البراهمة والكنه والقسوس وأمثالهم الذين لا يؤذنون للناس بالدخول ما لم يعظموهم مع التذلل وصغار ويرزقوهم باسم نذر أو ثمن غفران حتى أن أولئك الحجاب في بعض الأديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الأرواح بربها ما لم يأخذوا عنها مكوس المرور إلى القبور وفدية الخلاص من مطهر الأعراف هؤلاء المهيمنون على الأديان كم يرهبون الناس من غضب الله وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم ثم يرشدونهم إلى أن لا خلاص ولا مناص لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الذين لهم دالة بالسطوة على الله فيحمونهم من غضبه ويقولون أن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من هذا القبيل فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي ويذللونهم بالقهر والقوة وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين لأجلهم يتمتعون بهم كأنهم نوع من الأنعام التي يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويركبون ظهورها وبها يتفاخرون ويرون أن هذا التشاكل في بناء ونتائج الاستبدادين الديني والسياسي جعلهما في مثل فرنسا خارج باريس مشتركين في العمل كأنهما يدان متعاونتان وجعلهما في مثل روسيا مشتبكين في الوظيفة كأنهما اللوح والقلم يسجلان الشقاء على الأمم ويقررون أن هذا التشاكل بين القوتين ينجر بعوامل بشر وهم السواد الأعظم إلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الإله المعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهر فيختلطان في مضايق أذهانهم من حيث التشابه في استحقاق مزيد التعظيم والرفع عن السؤال وعدم المؤاخذة على الأفعال بناء عليه لا يرأي يورون لأنفسهم حقا في مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمته ودنائتهم وبعبارة أخرى يجد العوام معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات وهم ليس من شأنهم أن يفرقوا مثلا بين الفعال المطلق والحاكم بأمره وبين لا يسأل عن ما يفعل وغير مسؤول وبين المنعم وولي النعم وبين جل شأنه وجليل الشأن وبناء عليه يعظمون الجبابر تعظيمهم لله ويزيدون تعظيمهم على التعظيم لأنه حليم كريم ولأن عذابه آجل غائب وأما انتقام الجبار فعاجل حاضر والعوام كما يقال عقولهم في عيونهم يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد حتى يصح أن يقال فيهم لو لا رجاءهم بالله وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما وصلوا ولا صاموا ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والأولاد على قراءة القرآن ولا رجحوا اليمين بالأولياء المقربين كما يعتقدون على اليمين بالله وهذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الإلهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية حتى يقال أنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله ولا أقل من أن يتخذ بطانا من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله وأقل ما يعنون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضا فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحها فيخلط جول الاستبداد ليبيض ويفرخ وهذه سياسة الإنجليز في المستعمرات لا يؤيدها شيء مثل انقسام الأهالي على أنفسهم وإفناءهم بأسهم بينهم بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب ويعللون أن قيام المستبدين من أمثال أبناء داود وقسطنطين في نشر الدين بين رعاياهم وانتصار مثل فليب الثاني الإسباني وهنري الثامن الإنجليزي للدين حتى بتشكيل مجالس الإنجليزيسيون وهي محاكم لمعاقبة المتهمين بالزندقة ومخالفة بعض أحكام الدين وفيها أنواع العذاب محاكم التفتيش وقيام الحاكم الفاطمي والسلاطين الأعاجم في الإسلام بالانتصار لغلاته الصوفية وبناءهم لهم التكاية لم يكن إلا بقصد الاستعانة بممسوخ الدين وببعض أهله المغفلين على ظلم المساكين وأعظم ما يلائم مصلحة المستبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامه بإذعان بدون بحث أو جدال فيودون تأليف الأمة على تلقي أوامرهم بمثل ذلك ولهذا القصد عينه كثيرا ما يحاولون بناء أوامرهم أو تفريعها على شيء من قواعد الدين ويحكمون بأن بين الاستبدادين السياسي والديني مقارنة لا تنفك متى وجد أحدهما في أمة جرى الآخر إليه أو متى زال رفيقه وإن صلح أي ضعف أحدهما صلح أي ضعف الثاني ويقولون إن شواهد ذلك كثيرة جدا لا يخلو منها زمان ولا مكان ويبرهنون على أن الدين أقوى تأثيرا من السياسة إصلاحا وإفسادا ويمثلون بالسكسون أي الإنجليز والهولنديين والأمريكان والألمان الذين قبلوا البروتستنتية فأثرت تحرير الديني في الإصلاح السياسي والأخلاق أكثر من تأثير الحرية المطلقة السياسية في جمهور اللاتين أي الفرنسينيين والطوليان والإسبانيول والبرتغال وقد أجمع الكتاب السياسيون المدققون بالاستناد على التاريخ والاستقراء على أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تنطع فيه الدين أي تشدد فيه إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاه وعقباه والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين يمشيان متكاتفين ويعتبرون أن إصلاح الدين هو أسهل وأقوى وأقرب طريق للإصلاح السياسي وربما كان أول من سلك هذا المسلك أن يستخدم الدين في الإصلاح السياسي هم حكماء اليونان حيث تحيلوا على ملوكهم المستبدين في حملهم على قبول الاشتراك في السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك في الإلوهية أخذوها عن الآشوريين ومزجوها بأساطير بصورة تخصيص العدالة بإله والحرب بإله والأمطار بإله إلى غير ذلك من التوزيع وجعلوا الإله الآله حق النظار عليهم وحق الترجيح عند وقوع الاختلاف بينهم ثم بعد تمكن هذه العقيدة في الأذهان لما ألبست من جلالة المظاهر وسحر البيان سهل على أولئك الحكماء دفعهم الناس إلى مطالبة جبابرتهم بالنزول من مقام الانفراد وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة السماء فانصاع ملوكهم إلى ذلك مكرهين وهذه هي الوسيلة العظمى التي مكنت اليونان أخيرا من إقامة جمهوريات أثناء وأسبارتا وكذلك فعل الرومان وهذا الأصل لم يزل المثال القديم لأصول توزيع الإدارة في الحكومات الملكية والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد إنما هذه الوسيلة أي التشريك فضل عن كونها باطلة في ذاتها نتج عنها أخيرا رد فعل أضر كثيرا وذلك إنها فتحت لمشعوذين من سائر طبقات الناس بابا واسعا لدعوة شيء من خصائص الإلوهية كالصفات القدسية والتصرفات الروحية وكان قبل ذلك لا يتهجم على مثلها غير أفراد من الجبابرة كنمرود إبراهيم وفرعون موسى ثم صار يدعيها البرهمي والبارودي والصوفي ولملاءمة هذه المفسدة لطباع البشر من وجوه كثيرة ليس بحثنا هذا محلها انتشرت وعمت وجندت جيشا عرم رمى يخدم المستبدين وقد جاءت التوراة بالنشاط فخلصتهم من خمول الاتكال بعد أن بلغ فيهم أن يكلفوا الله ونبيه يقاتلان عنهم وجاءتهم بالنظام بعد فوضى الأحلام ورفعت عقيدة التشريك مستبدلة مثلا أسماء الآلهة المتعددة بالملائكة ولكن لم يرضي ملوك آل كوهين بالتوحيد فأفسدوه ثم جاء الإنجيل بسلسبيل الدعا والحلم فصادف أفئدة محروقة بنار القساوة والاستبداد وكان أيضا مؤيدا لناموس التوحيد ولكن لم يقوى دعاة الأولون على تفهيم تلك الأقوام المنحطة الذين بادروا لقبول النصرانية قبل الأمم المترقية إن الأبوة والبنوة صفتان مجازيتان يعبر بهما عن معنى لا يقبله العقل إلا تسليما كمسألت القدر التي ورثت الإسلامية تفلسف فيها عن أديان الهنود وأهام اليونان ولهذا تلقت الأمم الأبوة والبنوة بمعنى توالد حقيقي لأنه أقرب إلى مداركهم البسيطة التي يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات ولأنهم كانوا قد ألفوا الاعتقاد في بعض جبابرتهم الأولين إنهم أبناء الله فكبر عليهم أن يعتقدوا في عيسى عليه السلام صفة هي دون مقام أولئك الملوك ثم لما انتشرت النصرانية ودخلها أقوام مختلفون تلبست ثوبا غير ثوبها كما هو شأن سائر الأديان التي سلفتها فتوسعت برسائل بولس ونحوها فامتزجت بأزياء وشعائر وثنية للرومان والمصريين مضافة على شعائر الإسرائيليين وأشياء من الأساطير وغيرها وأشياء من مظاهر الملوك ونحوها وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال كهنوت إلى درجة اعتقاد النياب عن الله والعصم عن الخطأ وقوة التشريع ونحو ذلك مما رفضه أخيرا لبروتستان أي الراجعون فيه الأحكام لأصل الإنجيل ثم جاء الإسلام مهذبا لليهودية والنصرانية مؤسسا على الحكمة والعزم هادما للتشريك بالكلية ومحكمة لقواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديمقراطية والأرستقراطية فأسس التوحيد ونزع كل سلطة دينية أو تغلبية تتحكم في النفوس أو في الأجسام ووضع شريعة حكمه إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان وأوجد مدينة فطرية سامية وأظهر للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين التي لم يسمح الزمان بمثال لها بين البشر حتى ولم يخفهم فيه بين المسلمين أنفسهم خلف إلا بعض شواذ كعمر بن عبد العزيز والمهتدي العباسي ونور الدين الشهيد فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى ومغزى القرآن النازل بلغتهم وعملوا به واتخذوه إماما فأنشأوا حكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشضفها وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة لكل منهم وظيفة شخصية ووظيفة عائلية ووظيفة قومية على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي لم يخلفه فيه غير أبي بكر وعمر ثم أخذ بالتناقص وصارت الأمة تطلبه تبكيه من عهد عثمان إلى الآن وسيدون بكاءها إلى يوم الدين إذا لم ننتبه لاستعواضه بطراز سياسي شوري ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم الغرب تلك الأمم التي لربما صح أن نقول قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفاده المسلمون وهذا القرآن الكريم مشحوم بتعاليم إماتة الاستبداد وإحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ من عرب تبع تخاطب أشراف قومها بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون صدق الله العظيم فهذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ أي أشراف الرعية وأن لا يقطعوا أمرا إلا برأيهم وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقط وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقيرا وتقبح شأن الملوك المستبدين ومن هذا الباب أيضا ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون صدق الله العظيم إقال الأشراف بعضهم لبعض ماذا رأيكم قالوا خطابا لفرعون وهو قرارهم بسم الله الرحمن الرحيم أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم صدق الله العظيم الساحر هو الداهي المقتدر على التمويه والخداع ثم وصف مذاكرتهم بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتنازعوا أمرهم أي رأيهم بسم الله الرحمن الرحيم بينهم وأسروا النجوة صدق الله العويم أي أفضت مذكراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجري الآن في مجالس الشورى العمومية بناء على ما تقدم لا مجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد مع تأسيزها على مئات من أمثال هذه البينات التي من قوله تعالى وشعورهم في الأمر أي في الشأن ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي أصحاب الرأي والشأن منكم وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين وهم الأشراف في اصطلاح السياسيين ومما يؤيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى وما أمر فرعون أي ما شأنه وحديث أميري من الملائكة جبريل أي مشاوري وليس بالأمر الغريب ضياع معنى أولي الأمر على كثير من الأفهام بتغضيل علماء الاستبداد الذين يحرفون الكلام عن مواضعه وقد أغفلوا معنى قيد منكم أي المؤمنين منعا لتطرق أفكار المسلمين إلى التفكر بأن الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل الله ثم التدرج إلى معنى آية إن الله يأمر بالعدل أي التساوي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي التساوي ثم ينتقل إلى معنى آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم يستنتج عدم وجوب طاعة الظالمين وإن قال بوجوبها بعض الفقهاء المماثلين دفعا للفتنة التي تحصد أمثالهم حصدا الأغرب من هذا جسارتهم على تضليل الإفهام في معنى أمر في آية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تزميرا فإنهم لم يبالوا أن ينسبوا إلى الله الأمر بالفسق تعالى الله عن ذلك علوم كبير والحقيقة في معنى أمرنا هنا إنه بمعنى أمرنا أو أمرنا بكسر الميم أو تجديدها أي جعلنا أمرائها مترفيها ففسقوا فيها أي ظلموا أهلها فحق عليهم العذاب أي نزل بهم العذاب والأغرب من هذا وذاك إنهم جعلوا للفظة العدل معنى حرفيا وهو الحكم بمقتضى ما قاله الفقهاء حتى أصبحت لفظة العدل لا تدل على غير هذا المعنى مع إن العدل لغة التسوية فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم وهذا هو المراد في آية إن الله يأمر بالعدل وكذلك القصاص في آية ولكم في القصاص حياة المتواردة مطلقا لا المعاقبة بالمثل فقط على ما يتبادر إلى أذهان الأسراء الذين لا يعفون للتساوي موقعا في الدين غير الوقوف بين يدي القضاة وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم فذكروا حتى من يأكل ماشيا في الأسواق ولكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفسقوا الأمراء الظالمين فيردوا شهادتهم ولعل الفقهاء يعذرون بسكوتهم هنا مع تشنيعهم على الظالمين في مواقع أخرى ولكن ما أعذرهم في تحويل معنى الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى أن هذا الفرض هو فرض كفاية لا فرض عين والمراد منه سيطرت أفراض المسلمين بعضهم على بعض لا إقامة فئة تسيطر على حكامهم كما اهددت إلى ذلك الأمم الموفقة للخير فخصصت منها جماعات باسم مجالس نواب وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية السياسية والمالية والتشريعية فتخلصوا بذلك من شآمة الاستبداد أليست هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على الأفراد؟ ومن يدري من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسئولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلموا وعدوا كل معارضة لهم بغيا يبيح دعماء المعارضين اللهم أن المستبدين والشركائهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت فلا حول ولا قوة إلا بك كذلك ما عذر أولئك الصوفية الذين جعلتهم الإنعامات على زواياتهم أن يقولوا لا يكون الأمير الأعظم إلا وليا من أولياء الله ولا يأتي أمرا إلا بإلهام من الله وإنه يتصرف في الأمور ظاهرا ويتصرف فيها قطب الغوث باطنا ألا سبحان الله ما أحلمه؟ نعم، لو لا حلم الله لخصف الأرض بالعرب حيث أرسل لهم رسولا من أنفسهم أسس لهم أفضل حكومة أسست في الناس جعل قاعدتها قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أي كل منكم سلطانا عام ومسؤول عن الأمة وهذه الجملة التي هي أسمى وأبلغ ما قاله مشرع سياسي من الأولين والآخرين فجاء من المنافقين من حرف المعنى عن ظاهره وعموميته إلى أن المسلم راع على عائلته ومسؤول عنها فقط كما حرفوا معنى الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى ولاية الشهادة دون الولاية العامة وهكذا غيروا مفهوم اللغة وبدلوا الدين وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال وعزة الحرية بل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم تحكم أمة نفسها بنفسها دون سلطانا قاهر وكأن المسلمين لم يسمعوا بقول النبي عليه السلام الناس سواسية كأسنانا مشت لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى وهذا الحديث من أصح الأحاديث لمطابقته للحكمة ومجيئه مفسرا للآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإن الله جل شأنه ساوى بين عباده مؤمنين وكافرين في المكرمة بقوله ثم جعل الأفضلية في الكرامة للمتقين فقط ومعنى التقوى لغة ليس كثرة العبادة كما صار ذلك حقيقة عرفية غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير عند الله أي في الآخرة دون الدنيا بل التقوى لغة هي الاتقاء أي الابتعاد عن رضائل الأعمال احترازا من عقوبة الله فقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم ققوله إن أفضل الناس أكثرهم ابتعادا عن الآثام وسوء عواقبها وقد ظهر ما تقدم أن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سيطرة وتحكم بأمرها بالعدل والمساواة والقصة والإخاء بحظها على الإحسان والتحابب وقد جعلت أصول حكومتها الشورى الأرستقراطية أي شورى أهل الحل والعقد في الأمة بعقولهم لا بسيوفهم وجعل أصول إدارة الأمة التشريع الديمقراطي أي الاشتراك حسب ما يأتي فيما بعد وقد مضى عهد النبي عليه السلام وأحد الخلفاء الراشدين على هذه الأصول بأتم وأكمل صورها ومن المعلوم أنه لا يوجد في الإسلامية نفوذ ديني مطلقا في غير مسائل إقامة شعائر الدين ومنها القواعد العامة التشريعية التي لا تبلغ ماءة قاعدة وحكم كلها من أجل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعد ولكن وأسفه على هذا الدين الحر الحكيم السهل السمح أظهر فيه آثار الرقي وعلى غيره من سوابقه الدين الذي رفع الأسر والأغلال وأباد الميزة والاستبداد الدين الذي ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن وتفنوها في قبور الهوان الدين الذي فقد الأنصار والأبرار والحكماء الأخيار فسط عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة الشيعا وجعلوه آلهة لأهوائهم السياسية فضيعوا مزاياه وحيروا أهله بالتفريع والتوسيع والتشديد والتشويش وإدخال ما ليس منه فيه كما فعل قبلهم أصحاب الأديان السائرة حتى جعلوه ديناً حرجاً يتوهن من ناس فيه أن كل ما دونه المتفنون بين دفتي كتاب ينسب لإسم إسلامه من الدين وبمقتضاها أن لا يقوى على القيام بواجباته وآدابه ومزايداته إلا من لا علاقة له بالحياة الدنيا بل أصبحت بمقتضاها حياة الإنسان الطويل العمر العاطل عن كل عمل لا تفي بتعلم ما هي الإسلامية عجداً عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشعبة التي أطال أهلها فيها الجدال والمناظرة وما افترقوا إلا وكل منهم في موقفه الأول يظهر أنه ألزم خصمه الحجة وأسكته بالبرهان والحقيقة أن كل منهم قد سكت تعباً وكلالاً من المشاغبة وبهذا التشجد الذي أدخله على الدين منافس والمجوس انفتح على الأمة باب التلوم على النفس واعتقاد التقصير المطلق وإن لا نجاة ولا مخرج ولا إمكان لمحاسبة النفس فضلاً عن محاسبة الحكام المنوط بهم قيام العدل والنظام وهذا الإهمال المراقبة هو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أوسع لأمراء الإسلام مجال الاستبداد وتجاوز الحدود وبهذا وذاك ظهر حكم حديث لتأمرنا بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم فيسومونكم سواء العذاب وإذا تتبعنا سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع الأمة نجد أنهما مع كونهما مفطورين خير فطرة ونائلين التربية النبوية لم تترك الأمة معهما المراقبة والمحاسبة ولن تطعهما طاعة عمياء وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسه وأخذه المسلمون عن غيرهم وليس هو من دينهم بالنظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول فقال اقتبسوا من النصرانية مقام البابوية باسم الغوثية وضاهوا في الأوصاف والأعداد أوصاف أعداد البطارقة والكردينالية والشهداء والأساقفة وحاكوا مظاهر القديسين وعجائبهم والدعاة المبشرين وصبرهم والرهبنات ورؤسائها وحالة الأديرة وبادريتها والرهبنات رسومها والحمية وتوقيتها وقلدوا رجال الكهنوت والبراهم في مراتبهم وتميزهم في ألبستهم وشعورهم ولبس المسابح في الرقاب وقلدوا الوثنيين الرومانيين في الرقص على أنغام الناي والتغالي في التطيب الموتى والاحتفال الزائد في الجنائس وتسريح الذبائح معها وتكليلها وتكليل القبور بالزهور وشاكلوا مراسم الكنائس وزينتها والبيع احتفالاتها وترنحات ووزنها والترنمات وأصولها وإقامة الكنائس على القبور وشد الرحال لزيارتها والإسراج عليها والخضوع لديها وتعليق الآمال بسكانها وأخذوا التبرك بالآثار كالقدح والحرب والدستار من احترام الذخيرة وقدسية العكاز وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر الصالحين من إمرارها على الصدر لإشارة الصليب منتزعوا الحقيقة من السر ووحدة الوجود من الحلول والخلافة من الرسم والسقية من تناول القربان والمولد من الميلاد وحفلته من الأعياد ورفع الأعلام من حمل الصلبان وتعليق ألواح الأسماء المصدرة بالنداء على جدران من تعليق الصور والتماثيل والاستفاضة والمراقبة من التوجه بالقلوب انحناء أمام الأصنام ومنعوا الاستهداء من النصوص الكتابي والسنة كحضر الكاثوليك التفاهم من الإنجيل وامتناء أحبار اليهود عن إقامة الدليل من التوراة في الأحكام وجاءوا من المجوسية باستطلاع الغيب من الفلك بخشية أوضاع الكواكب وباتخاذ أشكالها شعاراً للملك وباحترام النار ومواقدها وقلدوا البوذيين حرفاً بحرف الطريق والرياضة وتعذيب الجسم بالنار والسلاح واللعب بالحيات والعقارب وشرب السموم ودق الطبول والصنوج وجعل رواتب من الأدعية والأناشيد والأحساب واعتقاد تأثير العزائم ونداء الأسماء وحمل التمائم إلى غير ذلك مما هو مشاهد في بوذيي الهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا وقد قيل أنه نقله إلى الإسلامية أمثال جون وست والسلطان علي منيلا والبغدادي وحاشية فلان الشيخ وفلان الفارسي على أن إسناد ذلك إلى أشخاص معينين يحتاج إلى تثبيت ولفقوا من الأساطير والإسرائيليات أنواع من القربات وعلوماً سموها لدنيات وكذلك يقال عن متدعي النصارى من أن أكثر ما اعتبرهم متأخرون منهم من الشعائر الدينية حتى مشكلة التثليث لا أصل له فيماه ورد عن نفس المسيح عليه السلام إنما هو مزايدات وترتيبات قليلها متدع وكثيرها متبع وكتشف العلماء الآثاريون من استفائح الحفرية الهندية والآشورية ومن الصحف التي وجدت في نواويس المصريين الأقدمين على ما آخذ أكثرها وكذلك وجدوا لمزيدات التلمود وبدع الأحبار أصولاً في الأساطير والآثار والألواح الآشورية وترقوا في التطبيق والتدقيق إلى أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى أصول عامة الأديان في الشرق الأدنى مقتبسة من الوضعيات المنسوبة لنحل الشرق الأقصى وقد كشفت الآثار أن الاستبداد أخفى تاريخ الأديان وجعل أخبار منشأها في ظلام مطبق حتى أن أعداء الأديان المتأخرين أمكنهم أن ينكروا أساساً وجود موسى وعيسى عليهما السلام كما شوش الاستبداد في المسلمين تاريخ آل البيت عليهم الرضوان الأمر الذي تولد عنه ظهور الفرق التي تشيعت لهم كالإمامية والإسماعيلية والزيدية والحاكمية وغيرهم والخلاصة أن البدع التي شوشت الإيمان وشوهت الأديان تكاد كلها تتسلل بعضها من بعض وتتولت جميعها من غرض واحد هو المراد ألا وهو الاستعباد والناظر المدقق في تاريخ الإسلام يجد المستبدين من الخلفاء والملوك الأولين وبعض العلماء الأعاجم وبعض مقلديهم من العرب المتأخرين أقوالاً افتروها على الله ورسوله تضليلاً للأمة عن سبيل الحكمة يريدون بها إطفاء نور العلم وإطفاء نور الله ولكن أبو الله إلا أن يتم نوره فحفظ المسلمين كتابه الكريم الذي هو شمس العلوم وكنز الحكم من أن تمسه يد التحريف وهي إحدى معجزاته لأنه قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فما مسه المنافقون إلا بالتأويل وهذا أيضاً من معجزاته لأن أخبر عن ذلك في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإني أمثل المطالعين ما فعله الاستبداد في الإسلام بما حجر على العلماء الحكماء من أن يفسروا قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن تفسيراً مدققاً لأنهم كانوا يخافون مخالفة رأي بعض الغفل السالفين أو بعض المنافقين المقربين المعاصرين فيكفرون فيقتلون وهذه مسألة إعجاز القرآن وهي أهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يفوها حقها من البحث واقتصروا على ما قاله فيها بعض السلف قولاً مجملاً من أنها قصور الطاقة عن الإتيان بمثله في فصاحته وبلاغته وأنه أخبر عن أن الروم بعد غلبهم سيغلبون مع أنه لفتح العلماء ميدان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق عنان التخريف لأهل التأويل والحكم لا أظهر في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز ولا أره فيه كل يوم من آية تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن إعجازه بصدق قوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولجعل الأمة تؤمن بإعجازه عن برهان وعيان لا مجرد تسليم وإذعان ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشف فيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا والمدقق في القرآن يجد أكثرها ورد به التصريح أو التلميح في القرآن منذ 13 قرن وما بقيت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن شاهد بأن كلام رب لا يعلم الغيب سواه ومع ذلك أنهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الأثير وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة والقرآن يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إلى أن يقول وكل في فلك يسبحون وحققوا أن الأرض منفتقة في النظام الشمسي والقرآن يقول إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وحققوا أن القمر منشق من الأرض والقرآن يقول أفلا روون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر وحققوا أن طبقات الأرض سبح والقرآن يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم وحققوا أنه لو لا الجبال لاقتطد ثقل نوعي أن تميد الأرض أي ترتج في دورتها والقرآن يقول وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وكشفوا أن السر التركيب الكيميائي بل والمعنوي هو تخالف نسبة المقادير ضبطها والقرآن يقول كل شيء عنده بمقدار وكشفوا أن الجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي وحققوا أن العالم العبوي ومنه الإنسان ترقى من الجماد والقرآن يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقرآن يقول خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ويقول فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ويقول اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ويقول ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وكشفوا طريقة إمساك الظل أي التصوير الشمسي والقرآن يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وكشفوا تسير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء والقرآن يقول بعد ذكره الدواب والجواري بالريح وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وكشفوا وجود المكروب وتأثيره والجدري وغيره من الأمراض والقرآن يقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي متتابعة مجتمعة ترميهم بحجارة من سجيل أي من طيم المستنقعات اليابس إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتضي أن كثيرا من آياته سينكشف سرها في المستقبل في وقتها المرهون تجديدا لإعجازه وبإخباره عما في الغيب ما دام الزمان وما كرت جديدان فلابد أن يأتي يوم يكشف العلم فيه أن الجمادات أيضا تنمو باللقاح كما تشير ذلك آية ومن كل شيء خلقنا زوجين نهاية الفصل الثالث قام بالتسجيل زينب من دبعي الفصل الرابع من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد هذا التسجيل خاص بليبريفوكس جميع تسجيلات لبريفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع لبريفوكس.org طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي الفصل الرابع الاستبداد والعلم ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالواصي الخائن القوي يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى مدام ضعافا قاسرين فكما أنه ليس من صالح الواصي أن يبلغ الأيتام رجدهم كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم ولا يخفى على المستبد مهما كان غبيا أن الاستعباد والاعتساف إلا ما دامت الرعية حمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه عماء فلو كان المستبد طيرا لكان خفاشا يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل ولو كان وحشا لكان ابن آوة يتلقف دواجن الحواضر في غشاء الليل ولكنه هو الإنسان يصيد عالمه جاهلة العلم قبسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافا مبصرا واللادا للحرارة والقوة وجعل العلم مثله والضاحا للخير فضاحا للشر يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة النور تبديد الظلام والمتأمل في حالة كل رئيس ومرؤوس يرى كل سلطة الرئاسة تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم المرؤوس وزيادته المستبد لا يخشى علوم اللغة تلك العلوم التي بعضها يقوم اللسان وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان نعم لا يخاف علم اللغة إذا لم يكن وراء اللسان حكمة حماس تعقد الألوية أو سحر بيان يحل عقد الجيوش لأنه يعرف أن الزمان ضنين بأن تلد الأمهات كثيرا من أمثال الكيميت وحسان أو مونتسكيو وشيلر وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد المختصة ما بين الإنسان وربه لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة وإنما يتلهى بها المتهوسون للعمل حتى إذا ضع فيها عمرهم وامتلأتها أدمغتهم وأخذ منها الغرور ما أخذ فصاروا لا يرون علما غير علمهم فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خمر على أنه إذا نبغ منهم البعض ونال حرما بين العوام لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامه في تأييد أمره ومجارات هواه في مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيم ويصد أفواههم بلقيمات من فتاة مائدة الاستبدال وكذلك لا يخاف من العلوم الصناعية محضا لأن أهلها يكونون مسالمين صغار النفوس صغار الهمم يشتريهم المستبد بقليل من المال والإعزاز ولا يخاف من الماديين لأن أكثرهم مبتلون بإيصار النفس ولا من الرياضيين لأن غالبهم قصار النظر ترتعت فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع والسياسة المدنية والتاريخ المفصل والخطابة الأدبية ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول وتعرف الإنسان ما هي حقوقه وكم هو مغبون فيها وكيف الطلب وكيف النوال وكيف الحفظ وأخوف ما يخاف المستبد من أصحاب هذه العلوم المندفعين منهم لتعليم الناس بالخطابة أو الكتابة وهم المعبر عنهم في القرآن بالصالحين والمصلحين في نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض يرسها عبادي الصالحون وفي قوله وما كنا لنهلك القرى وأهلها مصلحون صدق الله العظيم وإن كان علماء الاستبدال يفسرون مادة الصلاح والإصلاح بكسرة التعبد كما حركوا معنى مادة الفساد والإفساد من تخريب نظام الله إلى التشويش على المستبدين والخلاصة أن المستبد يخاف من هؤلاء العلماء العاملين الراشدين المرشدين لا من العلماء المنافقين أو الذين حفر رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنما مكتبات مقفلة كما يبغض المستبد العلم لنتائجه يبغضه أيضا لذاته لأن للعلم سلطانا أقوى من كل سلطان فلا بد للمستبد من أن يستحقر نفسه كلما وقعت عينيه على من هو أرقى منه علما ولذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم عاقل يفوق عليه فكرا فإذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار الغبي المتصاغر المتملق وعلى هذه القاعدة بنى ابن خلدون قوله فاز المتملقون وهذه طبيعة كل المتكبرين بل في غالب الناس وعليها مبنى سنائهم على كل من يكون مسكينا خاملا لا يرجى لخير ولا لشر وينتج مما تقدم أن بين الاستبداد والعلم حربا دائما وطراضا مستمرة يسعى العلماء في تنوير العقول ويجتهد المستبد في إطفاء نورها والطرفان يتجاذبان العوام ومن هم العوام؟ هم أولئك الذين إذا جاهلوا خافوا وإذا خافوا استسلموا كما أنهم هم الذين متى علموا قالوا ومتى قالوا فعلوا العوام هم قوة المستبد وقوته بهم عليهم يصول ويطول يأسرهم فيتهللون لشوكته ويخصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه حياتهم ويهينهم فيثنون على رفعته ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون بسياسته وإذا أصرف في أموالهم يقولون كريم وإذا قتل منهم ولم يمثل يعتبرونه رحيمة ويسوقهم إلى خطر الموت فيطيعونه حذر التوبيخ وإن نقم عليه منهم بعض الأباء قاتلهم كأنهم بغاء والحاصل أن العوام يزبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف وأصبح الناس لا ينقاضون طبعاً لغير منافعه كما قيل العقل لا يقدم غير نفسه وعند ذلك لابد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال وكم أجبرت الأمم بترقيها المستبد اللئيم على الترقي معها والانقلاب رغم طبعه إلى وكيل أمين يهاب الحساب ورئيس عادل يخشى الانتقام وأب حليم يتلذس بالتحابب وحينئذ تنال الأمة حياة رضية هنية حياة رخاء ونماء حياة عز وسعادة ويكون حظ الرئيس من ذلك رأس الحزوز بعد أن كان في دور لاستبداد أشقى العباد لأنه كان على الدوام ملحوظاً بالبغضاء محاطاً بالأخطار غير أمين على رياسته بل وعلى حياته طرفة عين ولأنه لا يرى قط أمامه من يسترشده فيما يجهل لأن الواقف بين يديه مهما كان عقلاً متيناً لا بد أن يهابه فيضطرب باله فيتشوش فكره ويختل رأيه لا يهتدي إلى الصواب وإن اهتدى فلا يكسر على التصريح به قبل استطلاع رأي المستبد فإن رأاه متصلباً فيما يراه فلا يسعه إلا تأييده رجداً كان أو غياً وكل مستشار غيره يدعي أنه غير غياب فهو كاذب والقول الحق أن الصدق لا يدخل قصور الملوك بناء عليه لا يستفيد المستبد قط من رأي غيره بل يعيش في ضلال وتردد وعذاب وخوف وكفى بذلك انتقاماً منه على استعباده الناس وقد خلقهم ربهم أحراراً إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه لأن خوفه ينشأ عن علمه بما يستحقه منهم وخوفهم ناشئ عن جهل وخوفه عن عجز حقيقي فيه وخوفهم عن وهم التخازل فقط وخوفه على فقد حياته وسلطانه وخوفهم على لقيمات من النبات وعلى وطن يألفون غيره في أيام وخوفه على كل شيء تحت سماء ملكه وخوفهم على حياة عيسى فقط كلما زاد المستبد ظلماً واعتسافاً زاد خوفه من رعيته وحتى من حاشيته وحتى من هواجسه وخيالاته وأكثر ما تختم حياة المستبد بالجنون التام قلت التام لأن المستبد لا يخلو من الحمق قط لنفوره من البحث عن الحقائق وإذا صادف وجود مستبد غير أحمق فيسارعه الموت قهراً إذا لم يسارعه الجنون أو العتاه وقلت إنه يخاف من حاشيته لأن أكثر ما يبطش بالمستبدين حواشيهم لأن هؤلاء هم أشقى خلق الله حياة يرتكبون كل جريمة وفظيع لحساب المستبد الذي يجعلهم يمسون ويصبحون مغبولين مصروعين يجهدون الفكر في استطلاع ما يريد منهم فعله بدون أن يطلب أو يصرح فكم ينقم عليهم ويهينهم لمجرد أنهم لا يعلمون الغيب ومن ذا الذي يعلم الغيب الأنبياء والأولياء وما هؤلاء إلا أشقياء استغفرك اللهم لا يعلم غيبك نبي ولا ولي ولا يدعي ذلك إلا دجال ولا يظن صدقه إلا المغفل فإنك اللهم قلت وقولك الحق فلا يظهر على غيبه أحدا وأفضل أنبيائك يقول لو علمت الخير لا استكسرت منه من قواعد المؤرخين المدققين أن أحدهم إذا أراد الموازنة بين مستبدين كنيرون وتيمور مثلا يكتفي أن يوازن درجة ما كان عليه من التحذر والتحفظ وإذا أراد المفاضلة بين عادلين كأنه شروان وعمر الفاروق يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميهما لما كانت أكثر الديانات مؤسسة على مبدأي الخير والشر كالنور والظلام والشمس والزحل والعقل والشيطان رأت بعض الأمم الغابرة أن أضر شيء على الإنسان هو الجهل وأضر آثار الجهل هو الخوف فعملت هيكلا مخصصا للخوف يعبد اتقاءا لشره قال أحد المحررين السياسيين إني أرى قصر المستبد في كل زمان هو هيكل الخوف عينه فالملك الجبار هو المعبود وأعوانه هم الكهنة ومكتبته هي المسبح المقدس والأقلام هي السكاكين وعبارات التعظيم هي الصلوات والناس هم الأسرى الذين يقدمون قرابين الخوف وهو أهم من نواميس الطبيعية في الإنسان والإنسان يقرب من الكمال في نسبة ابتعاده عن الخوف ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو نفيه غير العلم بحقيقة المخيف منه لينكشف للإنسان أن لا محل فيه للخوف منه وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأن المستبد دمرء عاجز مثلهم زال خوفهم منه وتقاضوه حقوقهم ويقول أهل النظر إن خير ما يستدل به على درجة استبداد الحكومات هو تغاليها في شنقان الملوك وفخمة القصور وعظمة الحفلات ومراسيم التشقيفات وعلائم الأبهة ونحو ذلك من التمويهات التي يسترهب بها الملوك رعاياهم عوضا عن العقل والمفادا وهذه التمويهات يلجأ إليها المستبد كما يلجأ قليل العز للتكبر وقليل العلم للتصوف وقليل الصدق لليمين وقليل المال لزينة اللباس ويقولون أنه كذلك يستدل على عراقة الأمة في الاستعباد أو الحرية باستنتق لغتها هل هي قليلة ألفاظ التعظيم كالعربية مثلا أم هي غنية في عبارات الخضوع كالفارسية وكتلك اللغة التي ليس فيها بين المتخاطبين أنا وأنت بل سيدي وعبدكم والخلاصة أن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها في إطفاء نور العلم وحصر الرعية في حالك الجهل والعلماء الحكماء الذين ينبتون أحيانا في مضايق صخور الاستبداد يسعون جهدهم في تنوير أفكار الناس والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم وينكلون بهم فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره وهذا سبب أن كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وأكثر العلماء الأعلام والأدباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء إن الإسلامية أول دين حض على العلم وأول من أجلها الله وامتن بها على الإنسان هي أنه علمه بالقلم علمه به ما لم يعلم وقد فهم السلف الأول من مغزى هذا الأمر وهذا الامتنان وجوب تعلم القراءة والكتابة على كل مسلم وبذلك عمت القراءة والكتابة في المسلمين أو كادت تعوم وبذلك صار العلم في الأمة حرا مباحا للكل لا يختص به رجال الدين أو الأشراف كما كان في الأمم السابق وبذلك انتشر العلم في سائر الأمم أغزا عن المسلمين ولكن قاتل الله الاستبداد الذي استهان بالعلم حتى جعله كالسلعة يعطى ويمنح للأميين ولا يجرؤ أحد على الاعتراض أجل قاتل الله الاستبداد الذي رجع بالأمة إلى الأمية فالتقى آخرها بأولها ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المدققون إن أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة وأن يعرف النفس وعزها والشرف عزمته والحقوق وكيف تحفظ والظلم وكيف يرفع والإنسانية وما هي وظائفها والرحمة وما هي لذاتها أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم هواء ترتجف من صولة العلم كأن العلم نار وأجسامهم من بارود المستبدون يخافون من العلم حتى من علم الناس معنى كلمة لا إله إلا الله ولماذا كانت أفضل الزكر ولماذا بني عليها الإسلام بني الإسلام بل وكافة الأديان على لا إله إلا الله ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقا سوى الصانع الأعظم ومعنى العبادة الخضوع ومنها لفظة العبد فيكون معنى لا إله إلا الله لا يستحق الخضوع شيء غير الله وما أفضل تكرار هذا المعنى على الزاكرة آناء الليل وأطراف النهار تحذرا من الوقوع في ورطة شيء من الخضوع لغير الله وحده فهل والحالة هذه يناسب غرض المستبدين أن يعلم عبيدهم أن لا سيادة ولا عبودية في الإسلام ولا ولاية فيه ولا خضوع إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض كلا لا يلائن ذلك غرضهم ربما عدوا كلمة لا إله إلا الله شتما له ولهذا كان المستبدون ولا زالوا من أنصار الشرك وأعداء العلم إن العلم لا يناسب صغار المستبدين أيضا كخدمة الأديان المتكبرين وكالآباء الجهلاء والأزواج الحمقاء وكورؤساء كل الجمعيات الضعيفة والحاصل أنه منتشر نور العلم في أمة قط إلا وتكسرت فيها قيود الأسر وساء مصير المستبدين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين نهايات الفصل الرابع الفصل الخامس من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد هذا التسجيل خاص بلبريفوكس جميع تسجيلات لبريفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو المشاركة زوروا الموقع librivox.org قام بالتسجيل خالد فؤاد طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي الفصل الخامس الاستبداد والمجد من الحكم البالغة للمتأخرين قولهم الاستبداد أصل لكل فساد ومبنى ذلك أن الباحث المدقق في أحوال البشر وطبائع الاجتماع كشف أن للاستبداد أثرا سيئا في كل واد وقد سبق أن الاستبداد يضغط على العقل فيفسده ويلعب بالدين فيفسده ويحارب العلم فيفسده وإني الآن أبحث في أنه كيف يغالب الاستبداد المجد فيفسده ويقيم مقامه التمجد المجد هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب وهو مطلب طبيعي شريف لكل إنسان لا يترفع عنه نبي أو زاهد ولا ينحط عنه دني أو خامل للمجد لذة روحية تقارب لذة العبادة عند الفانين في الله وتعادل لذة العلم عند الحكماء وترب على لذة امتلاك الأرض مع قمرها عند الأمراء وتزيد على لذة مفاجأة الإثراء عند الفقراء ولذا يزاحم المجد في النفوس منزلة الحياة وقد أشكل على بعض الباحثين أي الحرصين أقوى حرص الحياة أم حرص المجد والحقيقة التي عول عليها المتأخرون وميزوا بها تخليط ابن خلدون هي التفضيل وذلك أن المجد مفضل على الحياة عند الملوك والقواد وظيفة وعند النجباء والأحرار حمية وحب الحياة ممتاز على المجد عند الإسراء والأذلاء طبيعة وعند الجبناء والنساء ضرورة وعلى هذه القاعدة يكون أئمة آل البيت عليهم السلام معذورين في إلقائهم بأنفسهم في تلك المهالك لأنهم لما كانوا نجباء أحرارا فحميتهم جعلتهم يفضلون الموت كراما على حياة ذل مثل حياة ابن خلدون الذي خطأ أمجاد البشر في إقدامهم على الخطر إذا هدد مجدهم ذاهلا على أن بعض أنواع الحيوان ومنها البلبل وجدت فيها طبيعة اختيار الانتحار أحيانا تخلصا من قيود الذل وأن أكثر سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة تأبى الغذاء حتى تموت وأن الحرة تموت ولا تأكل بعرضها والماجدة تموت ولا تأكل بثدييها المجد لا ينال إلا بنوع من البذل في سبيل الجماعة وبتعبير الشرقيين في سبيل الله أو سبيل الدين وبتعبير الغربيين في سبيل المدنية أو سبيل الإنسانية والمولى تعالى المستحق التعظيم لذاته ما طالب عبيده بتمجيده إلا وقرن الطلب بذكر نعمائه عليهم وهذا البذل إما بذل مال للنفع العام ويسمى مجد الكرم وهو أضعف المجد أو بذل العلم النافع المفيد للجماعة ويسمى مجد الفضيلة أو بذل النفس بالتعرض للمشاق والأختار في سبيل نصرة الحق وحفظ النظام ويسمى مجد النبالة وهذا أعلى المجد وهو المراد عند الإطلاق وهو المجد الذي تتوق إليه النفوس الكبيرة وتحن إليه أعناق النبلاء وكم له من عشاقة لذلهم في حبه المصاعب والمخاطرات وأكثرهم يكون من مواليد بيوت نادرة حمتها الصدف من عيون الظالمين المذلين أو يكون من نجباء بيوت من قطعت فيها سلسلة المجاهدين ومن قطعت عجائزها عن بكائهم ومن أنثلة المجد قولهم خلق الله للمجد رجالا يستعذبون الموت في سبيله ولا سبيل إليه إلا بعظيم الهمة والإقدام والثبات تلك الخصال الثلاث التي بها تقدر قيم الرجال وهذا نيرون الظالم سأل أغربين الشاعر وهو تحت النطع من أشقى الناس فأجابه معرضا به من إذا بكر الناس الاستبداد كان مثالا له في الخيال وكانت رابان العادل إذا قلد سيفا لقائد يقول له هذا سيف الأمة أرجو أن لا أتعدى القانون فلا يكون له نصيب في عنقه وخرج قيس من مجلس الوليد مغضبا يقول أتريد أن تكون جبارا والله إن نعال الصعاليك لا أطول من سيفك وقيل لأحد الأباه ما فائدة سعيك غير جلب الشقاء على نفسك فقال ما أحلى الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين وقال آخر علي أن أفي بوظيفتي وما علي ضمان القضاء وقيل لأحد النبلاء لماذا لا تبني لك دارا فقال ما أصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر وهذه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي مرأة عجوز تودع ابنها بقولها إن كنت على الحق فاذهب وقاتل الحجاج حتى تموت وهذا مكماهون رئيس جمهورية فرنسا استبد في أمر واحد فدخل عليه صديقه غمتا وهو يقول الأمر للأمة لا إليك فاعتدل أو اعتزل وإلا فأنت المخذول المهان الميت والحاصل أن المجد هو المجد محبب للنفوس لا تفتأ تسعى وراءه وترقى مراقيه وهو ميسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب استعداده وهمته وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظلم على حسب الإمكان يقابل المجد من حيث مبناه التمجد وما هو التمجد وماذا يكون التمجد التمجد لوض هائل المعنى ولهذا أراني أتعثر بالكلام وأتلعثم في الخطاب ولا سيما من حيث أخشى مساس إحساس بعض المطالعين إن لم يكن من جهة أنفسهم فمن جهة أجدادهم الأولين فأناشدهم الوجدان والحق المهان أن يتجردوا دقيقتين من النفس وهواها ثم هم مثلي ومثل سائر الجانين على الإنسانية لا يعدمون تأويل وإنني أعلل النفس بقبولهم تهويني هذا فأنطلق وأقول التمجد خاص بالإدارات المستبدة وهو القرب من المستبد بالفعل كالأعوان والعمال أو بالقوة كالمنقبين بنحو دوق وبارون والمخاطبين بنحو رب العزة ورب الصولة أو الموسومين بالنياشين أو المطوقين بالحمائل وبتعريف آخر التمجد هو أن ينال المرء جذوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية وبوصف أجلى هو أن يتقلد الرجل سيفا من قبل الجبار يبرحن به على أنه جلاد في دولة الاستبداد أو يعلق على صدره وساما مشعرا بما وراءه من الوجدان المستبيح للعدوان أو يتزين بسيور مزركشة تنبئ بأنه صار مخنثا أقرب إلى النساء منه إلى الرجال وبعبارة أوضح وأخصر هو أن يصير الإنسان مستبدا صغيرا في كنف المستبد الأعظم قلت إن التمجد خاص بالإدارات الاستبدادية وذلك لأن الحكومة الحرة التي تمثل عواطف الأمة تأبى كل الإباء إخلال التساوي بين الأفراد إلا لفضل حقيقي فلا ترفع قدر أحد منها إلا رفعا صوريا أثناء قيامه في خدمتها أي الخدمة العمومية وذلك تشويقا له على التفاني في الخدمة كما أنها لا تميز أحدا منها بوسام أو تشرفه بلقب إلا ما كان علميا أو ذكرى لخدمة مهمة وفقه الله إليها وبمثل هذا يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات في القلوب لا في الحقوق وهذا لقب الأردية مثلا عند الإنكليزية هو من بقايا عهد الاستبداد ومع ذلك لا يناله عندهم غالبا إلا من يخدم أمته خدمة عظيمة ويكون من حيث أخلاقه وثروته أهلا لأن يخدمها خدمات مهمة غيرها ومن المقرر أن لاعتبار للورد في نظر الأمة إلا إذا كان مؤسسا لا وارثا أو كانت الأمة تقرأ في جبهته سطرا محررا بقلم الوطنية وبمداد الشهامة ممضيا بدمه يقسم فيه بشرفه أنه ضمين بثروته وحياته ناموس الأمة أي قانونها الأساسي حفيظ على روحها أي حريتها التمجد لا يكاد يوجد له أثر في الأمم القديمة إلا في دعوة الألوهية وما بمعناها من نفع الناس بالأنفاس أو في دعوة النجابة بالنسب التي يهول بها الأصلاء نسل الملوك والأمراء وإنما نشأ التمجد بالألقاب والشارات في القرون الوسطى وراج سوقه في القرون الأخيرة ثم قامت فتاة الحرية تتغنى بالمساواة وتغسل أدرانه على حسب قوتها وطاقتها ولم تبلغ غايتها إلى الآن في غير أمريكا المتمجدون يريدون أن يخدعوا العامة وما يخدعون غير نسائهم التي يتفحفحن بين عجائز الحي بأنهم كبار العقول كبار النفوس أحرار في شؤونهم لا يزاح لهم نقاب ولا تصفع منهم رقاب فيحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات التي تقع عليهم من قبل المستبد بل تحوجهم للحرص على كتمها بل على إظهار عكسها بل على مقاومة من يدعي خلافها بل على تغليظ أفكار الناس في حق المستبد وإبعادهم عن اعتقاد أن من شأنه الظلم وهكذا يكون المتمجدون أعداء للعدل أنصارا للجور لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمة وهذا ما يقصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكن بواسطتهم من أن يغرر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها فيسوقها مثلا لحرب اقتضاها محد التجبر والعدوان على الجيران فيوهمها أنه يريد نصرة الدين أو يسرف بالملايين من أموال الأمة في ملاذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأبهة المملكة أو يستخدم الأمة في التنكيل بأعداء ظلمه باسم أنهم أعداء لها أو يتصرف في حقوق المملكة والأمة كما يشاءه هواه باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة والخلاصة أن المستبد يتخذ المتمجدين سماسرة لتغرير الأمة باسم خدمة الدين أو حب الوطن أو توسيع المملكة أو تحصيل منافع عامة أو مسؤولة الدولة أو الدفاع عن الاستقلال والحقيقة أن كل هذه الدواعي الفخيمة العنوان في الأسماع والأذهان ما هي إلا تخيل وإيهام يقصد بها رجال الحكومة تهييج الأمة وتضليلها حتى إنه لا يستثنى منها الدفاع عن الاستقلال لأنهم الفرق على أمة مأسورة لزيد أن يأسرها عمر وما مثلها إلا الدابة التي لا يرحمها راكب مطمئن مالكا كان أو غاصبا المستبد لا يستغني عن أن يستمجد بعض أفراد من ضعاف القلوب الذين هم كبقر الجنة لا ينطحون ولا يرمحون يتخذهم كأموذج البائع الغشاش على أنه لا يستعملهم في شيء من مهامه فيكونون لديه كمصحف في خمارة أو سبحة في يد زنديق وربما لا يستخدم أحيانا بعضهم في بعض الشؤون تغليظا لأذهان العامة في أنه لا يتعمد استخدام الأراضي والأسافل فقط ولهذا يقال دولة الاستبدال دولة بله وأوغاد المستبد يجرب أحيانا في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيضا اغترارا منه بأنه يقوى على تليين طيناتهم وتشكيلهم بالشكل الذي يريد فيكون له أعوانا خبثاء ينفعونه بدهائهم ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويأس من إفسادهم يتبادر إبعادهم أو ينكل بهم ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذي يعبده من دون الله أو الخبيث الخائم الذي يرضيه ويغضب الله وهنا أنبه فكر المطالعين إلى أن هذه الفئة من العقلاء الأمناء بالجملة الذين يذوقون عسيلة مجد الحكومة وينشطون لخدمة الأمة ونيل مجد النبالة ثم يضرب على يدهم لمجرد أن بين أضلعهم قبسة من الإيمان وفي أعينهم بارقة من الإنسانية هي الفئة التي تتكهرب بعداوة الاستبداد وينادي أفرادها بالإصلاح وهذا الإنقلاب قد أعي المستبدين لأنهم لا يستغنون عن التجربة ولا يأمنون هذه المغبة ومن هنا ابتدأت في الأمة نغمة التمجد بالأصالة والأنساب والمستبدون المحنكون يطيلون أمد التجربة بالمناصب الصغيرة فيستعملون قاعدة الترقي مع التراخي ويسمون ذلك برعاية قاعدة القدم ثم يختمون التجربة بأعطاء المتمرين خدمة يكون فيها رئيسا مطلقا ولو في قرية فإن أظهر مهارة في الاستبداد وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة فبها ونعمة وإلا قالوا عنه هذا حيوان يضيعة الأمل فيه إن للأصالة مشاكلة قوية للمجد والتمجد فلابد أن نبحث فيها قليلا ثم نعود الموضوع المستبد وأعوانه المتمجدين فأقول الأصالة صفة قد يكون لها بعض المزايا من حيث الأميال التي يرثها الأبناء من الآباء ومن حيث التربية التي تكون مستحكمة في البيت ولورياء ومن حيث إن الأصالة تكون مقرونة غالبة بشيء من الثروة المعينة على مظاهر الشهامة والرحمة ومن حيث إن الثروة تعين أهل البيت على إخفاء بعض رضائلهم عن أولادهم ومن حيث إنها مدعاة غالبا للتمثل بالأقران مشوقة للتفوق والتميز ومن حيث تقيتها العلاقة بالأمة والوطن خوف مذلة الإغتراب ومن حيث إن أهلها يكونون منظورين دائما فيتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشي وبيوت الأصالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع بيوت علم وفضيلة وبيوت مال وكرم وبيوت ظلم وإمارة وهذا الأخير هو القسم الأكثر عددا والأهم موقعا وهم كما سبقت الإشارة إليه مطوح نظر المستبد في الاستعانة وموضع ثقته وهم الجند الذي يجتمع تحت لوائه بسهولة وربما يكفيه أن يضحك في وجهه ضحك فلننظر ما هو نصيب أهل هذا القسم من تلك المزايا الموروثة هل يرث الإبن من جده المؤسس لمجده أم ياله في العدالة ولم توجد أم يدب ويشب على غير الطرف المصغر للعقول المميت للهمم أم يتربى على غير الوقار المضحك للباطل السائد فيما بين العائلة في بيتهم أم يستخدم الثروة في غير الملاذ الجسمية الدنيئة البهيمية وتلك الأبهة الطاووسية الباطلة أم يتمثل بغير أقران السوء المتملقين المنافقين أم لا يستحقر قومه لجهلهم قدر نطفة الملعونة التي يخلق منها جنابه أم لا يبغض العلماء الذين لا يقدرونه قدره حسب ما هو قائم في مخيلة خيلائه أم يرى لجنابه مقرا يليق به غير مقعد التحكم ومستراح التأمر أم يستحي من الناس ومن هم الناس ما الناس عند حضرته غير أشباح فيها أرواح خلقت لخدمته وهذه حالة الأكثرين من الأصلاء على أننا لا نبخز حق من نال منهم حظا من العلم وأوتي الحكمة وأراد الله به خيرا فأصابه بنصيب من القهر الخفض به شاموخ أنفه فإن هؤلاء وقليل ماهم ينجبون نجابة عظيمة عجيبة فيصدق عليهم أنهم قد ورثوا قوة القلب يستعملونها في الخير لا في الشر واستفادوا من أنفة الكبرياء الجسارة على العظماء وهكذا تتحول فيهم ميزة الشر إلى فائد خير وحسب شامخ من نحو الحنين على الوطن وأهله والأنين لمصابه والإقدام على العظائم في سبيل القوم وأمثال هؤلاء النوابغ النجباء إذا كثروا في أمة يشك أن يترقى منهم آحاد إلى درجة الخوارق فيقود أممهم إلى النجاح والفلاح ولا غروف إن اجتماع نفوذ الناس بوقوة الحسب يفعلان ولا عجب شبه فعل المستبد العادل الذي ينشده الشرقيون وخصوصا المسلمون وإن كان العقل لا يجوز أن يتصف بالاستبداد مع العدل غير الله وحده ألا قاتل الله الهمة الساقطة التي قد تتسافل بالإنسان إلى عدم إتعاب الفكر فيما يطلب هل هو ممكن أو هو محال الأصلاء باعتبار أكثرياتهم هم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل قبيل لأن بني آدم داموا إخوانا متساوين إلى أن ميازت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأت منهم القوات العصبية ونشأ من تنازعها تميز أفراد على أفراد وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء فالأصلاء في عشيرة أو أمة إذا كانوا متقارب القوات استبدوا على باقي الناس وأسسوا حكومة أشراف ومتى وجد بيت من الأصلاء يتميز كثيرا في القوة على باقي البيوت يستبد وحده ويؤسس الحكومة الفردية المقيدة إذا كان لباقي البيوت بقية بأس أو المطلقة إذا لم يبقى أمامه من يتقيه بناء عليه إذا لم يوجد في أمة أصلاء بالكلية أو وجد ولكن كان لسواد الناس صوت غالب أقامت تلك الأمة لنفسها حكومة انتخابية لا وراثة فيها اتداء ولكن لا يتوالى بضعة متولين إلا ويصير أنسالهم أصلاء يتناظرون كل فريق منهم يسعى لاجتذاب طرف من الأمة استعدادا للمغالبة وإعادة التاريخ الأول ومن أكبر مضار الأصلاء أنهم ينهمكون أثناء المغالبة على إغهار الأبهة والعظمة يسترهبون أعين الناس ويسحرون عقولهم ويتكبرون عليهم ثم إذا غلب غالمهم واستبد بالأمر لا يتركها الباقون لألفتهم لذتها ولمضاهات المستبد في نظر الناس والمستبد نفسه لا يحملهم على تركها بل يدر عليهم المال ويعينهم عليها ويعطيهم الألقاب والرتب وشيئا من النفوذ والتسلط على الناس ليتلهوا بذلك عن مقاومات استبداده ولأجل أن يألفوها مديدا فتفسد أخلاقهم فينفر منهم الناس ولا يبقى لهم ملجأ غير بابه فيصيرون أعوانا له بعد أن كانوا أضدادا ويستعمل المستبد أيضا مع الأصلاء سياسة الشد والإرخاء والمنع والعطاء والالتفات والإغضاء لكي لا يبطروا وسياسة إلقاء الفساد وإثارة الشحناء فيما بينهم كي لا يتفقوا عليه وتارة يعاقب عقابا شديدا باسم العدالة إرضاء للعوام وأخرى يقرنهم بأفراد كانوا يقبلون أذياله مستكبارا فيجعلهم سادة عليهم يفرقون آذانه مستحقارا يقصد بذلك كسر شوكتهم أمام إمام الناس وعصر أنوفهم أمام عظمته والحاصل أن المستبد يذلل الأصلاء بكل وسيلة حتى يجعلهم مترامين دائما بين رجليه فيتخذهم لجاما لتذليل الرعية ويستعمل عين هذه السياسة مع العلماء ورؤساء الأديان الذين متشم من أحدهم رائحة الغرور بعقله أو علمه ينكل به أو يستبدله بالأحمق الجاهل إيقاظا له ولأمثاله من كل ظان من أن إدارة الظلم محتاجة إلى شيء من العقل أو الإقدار فوق مشيئة المستبد وبهذه السياسة ونحوها يخلو الجو فيعصف وينسف ويتصرف في الرعية كريش يقلبه الصرصر في جو محرق المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رأسه يرى نفسه كان إنسانا فصار إلها ثم يرجع النظر فيرى نفسه في نفس الأمر أعجز من كل عاجز وأنه ما نال ما نال إلا بواسطة من حوله من الأعوان فيرفع نظره إليهم فيسمع لسان حالهم يقول له ما العرش وما التاج وما الصولجان ما هذه إلا أوهام في أوهام هل يجعلك هذا الريش في رأسك طاوصا وأنت غراب أم تظن الأحجار البراقة في تاجك نجوما ورأسك سماء أم تتواهم أن زينة صدرك ومن كبيك أخرجتك عن كونك قطعة طين من هذه الأرض والله ما مكنك في هذا المقام وصلتك على رقاب الأنام إلا شعوذتنا وسحرنا وامتهاننا لدهننا ووجداننا وخيانتنا لوطننا وإخواننا فانظر أيها الصغير المكبر الحقير الموقر كيف تعيش معنا ثم يلتفت إلى جماهير الرعية المتفرجين فيرى منهم الطائشين المهلدين المسبحين بحمده ومنهم المسحورين المبهوتين كأنهم أموات من حين ولكن يتجلى في فكره أن خلال الساكتين بعض أفراد عقلاء أمجاد يخاطبونه بالعيون بأن لنا معاشر الأمة شؤونا عمومية وكلناك في قضائها على ما نريد ونبغي لا على ما تريد فتبغي فإن وفيت حق الوكالة حقا لك الاحترام وإن مكرت مكرنا وحاقت بك العاقبة ألا إن مكر الله عظيم وعندئذ يرجع المستبد إلى نفسه قائلا الأعوان الأعوان الحملة السدنة أسلمهم القيادة وأردفهم بجيش من الأوغاد أحارب بهم هؤلاء العبيد العقلاء وبغير هذا الحزم لا يدوم لي ملك فكيفما أكون بل أبقى أسيرا للعادل معرضا للمناقشة مناغصا في نعيم الملك ومن العار أن يرضى بذلك من يمكنه أن يكون سلطانا جبارا متفردا قهارا الحكومة المستبدة تكون طبعا مستبدة في كل فرعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته إخلاقا لأن الأسافر لا يهمهم طبعا الكرامة وحسن السمعة إنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم بأنهم على شاكلته وأنصار لدولته وشريهون لأكل السقطات من أين كانت ولو بشرا أم خنازير من آبائهم أم أعدائهم وبهذا يأمنهم المستبد ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه وهذه الفئة المستخدمة يكثر عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته فكلما كان المستبد حريصا على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين له المحافظين عليه واحتاج إلى مزيد الضقة في اتخاذهم من أسفل المجرمين الذين لا أثر عندهم لذين أو ذمة واحتاج لحفظ النسبة بينهم في المراتب بالطريقة المعكوسة وهي أن يكون أسفلهم طباعا وخصالا أعلاهم وظيفة وقربا ولهذا لابد أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو اللئيم الأعظم في الأمة ثم من دونه دونه لؤما وهكذا تكون مراتب الوزراء والأعوان في لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات والقرب منه وربما يغتر المطالع كما اغتر كثير من المؤرخين البسطاء بأن بعض وزراء المستبدين يتأوهون من المستبد ويتشكون من أعماله ويجهرون بملامه ويظهرون لو أنه ساعدهم الإمكان لعملوا وفعلوا وافتدوا الأمة بأموالهم بل وحياتهم فكيف والحالة هذه يكون هؤلاء لآما بل كيف ذلك وقد وجد منهم الذين خاطروا بأنفسهم والذين أقدموا فعال على مقاومة الاستبداد فنالوا المراد أو بعضه أو هلاكوا دونه فجواب ذلك أن المستبد لا يخرج قط عن أنه خائن خائف محتاج لعصابة تعينه وتحميه فهو ووزراءهم كزمرة لصوص رئيس وأعوان فهل يجوز العقل أن ينتخب رفاق من أهل الوفاق وهو الذي لا يستوزر إلا بعد تجربة واختبار عمرا طويلا هل يمكن أن يكون الوزير متخلقا بالخير حقيقة وبالشر ظاهرا فيخدع المستبد بأعماله ولا يخاف من أنه كما نصبه وأعزه بكلمة يعزله ويذله بناء عليه فالمستبد وهو من لا يجهل أن الناس أعداؤه لظلمه لا يأمن على بابه إلا من يثق به أنه أظلم منه للناس وأبعد منه عن أعدائه وأما تلوم بعض الوزراء على لوم المستبد فهو إن لم يكن خداعا للأمة فهو حنق على المستبد لأنه بخس ذلك المتلوم حقه فقدم عليه من هو دونه في خدمته بتضحية دينه ووجدانه وكذلك لا يكون الوزير أمينا من صولة المستبد في صحبته ما لم يسبق بينهما وفاق واتفاق على خيرة الشيطان لأن الوزير محسود بالطبع يتوقع له المزاحمون كل شر ويبغضه الناس ولا تبعا لظالمهم وهو هدف في كل ساعة للشكايات والوشايات كيف يكون عند الوزير شيء من التقوى أو الحياء أو العدل أو الحكمة أو المروءة أو الشافقة على الأمة وهو العالم بأن الأمة تبغضه وتنقته وتتوقع له كل سوء وتشمت بمصائبه فلا ترضى عنهما لم يتفق معها على المستبد وما هو بفاعل ذلك أبدا إلا إذا يأس من إقباله عنده وإن يأس وفعل فلا يقصد نفع الأمة قط إنما يريد فتح باب لمستبد جديد عساه يستوزره فيؤازره على وزره والنتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبد لا وزير الأمة كما في الحكومات الدستورية كذلك القائد يحمل سيف المستبد ليغمده في الرقاب بأمر المستبد لا بأمر الأمة بل هو يستعيذ من أن تكون الأمة صاحبة الأمر لما يعلم من نفسه أن الأمة لا تقلد القيادة لمثله بناء عليه لا يغتر العقلاء بما يتشدق به الوزراء والقواد من الإيمان الإنكار على الاستبداد والتفلسف بالإصلاح وإن تلهفوا وإن تأففوا ولا ينخدعون لمظاهر غيرتهم وإن ناحوا وإن بكوا ولا يثقون بهم وبوجدانهم مهما صلوا وسبحوا لأن ذلك كله ينافي سيرهم وسيرتهم ولا دليل على أنهم أصبحوا يخالفون ما شبوا وشابوا عليه هم أقرب أن لا يقصدوا بذلك المظاهر غير إقلاق المستبد وتهديد سلطته ليشاركهم في استدرار دماء الرعية أي أموالها نعم كيف يجوز تصديق الوزير والعامل الكبير الذي قد ألف عمرا طويل لذات البذخ وعزة الجبروت في أنه يرضى بالدخول تحت حكم الأمة ويخاطر بعرض سيفه عليها فتحله أو تكسره تحت أرجلها أليس هو عضوا ظاهر الفساد من جسم تلك الأمة التي قتلت الاستبداد فيها كل الأميال الشريفة العالية فأبعدها عن الأنسب الإنسانية حتى صار الفلاح التعيس منها يخذر للجندية وهو يبكي فلا يكاد يلبس كم السطرة العسكية إلا ويتلبس بشر الأخلاق فيتنمر على أمه وأبيه ويتمرد على أهل قريته وذويه ويقض أسنانه عطشا للدماء لا يميز بين أخ أو عدو إن أكابر رجال عهد الاستبداد لا أخلاق لهم ولا ذمة فكل ما يتظاهرون به أحيانا من التضمر والتألم يقصدون به غش الأمة المسكينة التي يطمعهم في انخداعها وانقيادها لهم علمهم بأن الاستبداد القائم بهم والمستمر بهمتهم قد أعمى أبصارها وبصائرها وخدر أعصابها فجعلها كالمصاب ببحران الحمى فهي لا ترى غير هول وظلام وشدة وآلام فتئن من البلاء ولا تدري ما هو تداويه ولا من أين جاءها لتصده فتواسيها فئة من أولئك المتعاظمين باسم الدين يقولون يا بؤساء هذا قضاء من السماء لا مرد له فالواجب تلقيه بالصبر والرضاء والالتجاء إلى الدعاء فاربطوا ألسنتكم عن اللغو والفضول واربطوا قلوبكم بأهل السكينة والخمول وإياكم التدبير فإن الله غيور وليكن وردكم اللهم انصر سلطاننا وآمنا في أوطاننا واكشف عنا البلاء أنت حسبنا ونعم الوكيل ويغرر الأمة آخرون من المتكبرين بأنهم الأطباء الرحماء المهتمون بمداوات المرض إنما هم يترقبون سنوح الفرص وكل الفريقين والله إما أدنياء جبناء أو هم خائنون مخادعون يريدون تخبيط والتلبيد والامتنان على الظالمين من دلائل أن أولئك الأكابر مغررون مخادعون يظهرون ما لا يبطنون أنهم لا يستصنعون إلى الأسافل الأراضل من الناس ولا يميلون لغير المتملقين المنافقين من أهل الدين كما هو شأن صاحبهم المستبد الأكبر ومنها أنه قد يوجد فيهم من لا يتنزل لقليل الرشوة أو السرقة ولكن ليس فيهم العفيف عن الكثير وكفى بما يتمتعون من الثروات الطائلة التي لمنبت لها غير الجاه برهانا فاضحا لو كانوا يستحون ومنها أن ليس فيهم غير المستبيح المفاخر بمشاركة المستبد في امتصاص ديم الأمة ذلك بأخذهم العطايا الكبيرة والرواتب الباهظة التي تعادل أضعاف ما تسمح به الإدارة العادلة لأمثالهم لأنها إدارة راشدة لا تدفع أجورا زائدة ومنها أنهم لا يصرفون شيئا ولو سرا من هذا السحط الكثير في سبيل مقاومة الاستبداد الذي يزعمون أنهم أعداؤه إنما يصرف بعضهم منه شيئا في الصدقات الطفيفة وبناء المعابد سمعة ولياء وكأنهم يريدون أن يسرقوا أيضا قلوب الناس بعد سلب أموالهم أو أنهم يرشون الله ألا ساء ما يتوهمون ومنها أن أكثرهم مسرفون مبذرون فلا تكفي أحدهم الرواتب المعتدلة التي يمكن أن ينالها أجرة خدمة لا ثمن ذمة ومنها أنه قد يكون أحدهم شحيحا مقترا في نفقاته بحيث يخل في شرف مقامه فلا يصرف نصف أو ربع راتبه مع أنه يقبضه زائدا على أجر مثله لأجل حفظ شرف المقام العائد لشرف الأمة وبهذا الشح يكون خائنا ومهينا والحاصل أن الأكابر حريصون على أن يبقى الاستبداد مطلقة لتبقى أيديهم مطلقة في الأموال هذا ولا ينكر التاريخ أن الزمان أوجد نادرا بعض وزراء وزروا الاستبداد عمرا طويلا ثم ندموا على ما فرطوا فتابوا وأنابوا ورجعوا لصف الأمة واستعدوا بأموالهم وأنفسهم لإنقاذها من داء الاستبداد ولهذا لا يجوز اليأس من وجود بعض أفراد من الوزراء والقواد عريقين في الشهامة فيظهر فيهم سر الوراثة ولو بعد بطون أو بعد أربعين وربما السبعين من أعمارهم ظهورا بينا تلألأ في محي صاحبه ثري صد النجابة ولا ينبغي لأمة أن تتكل على أن يظهر فيها أمثال هؤلاء لأن وجودهم من نوع الصدف التي لا تبنى عليها آمال ولا أحلام والنتيجة أن المستبد فرد عاجز لا حول له ولا قوة إلا بالمتمجدين والأمة أي أمة كانت ليس لها من يحك جلدها غير ظفرها ولا يقودها إلا العقلاء بالتنوير والإهداء والثبات حتى إذا مكفهرت سماء عقول بنيها قيض الله لها من جمعهم الكبير أفرادا كبار النفوس قادة أبرارا يشترون لهم السعادة بشقائهم والحياة بموتهم حيث يكون الله جعل في ذلك لذتهم ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم كما خلق رجال عهد الاستداد فساقا فجارا مهالكهم الشهوات والمثالب سبحان الذي يختار من يشاء لما يشاء وهو الخلاق العظيم نهاية الفصل الخامس قام بالتسجيل خالد فؤاد ترجمة نانسي قنقر سعيد مصر طبع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي الفصل السادس الاستبداد والمال الاستبداد لو كان رجلا وأراد أن يحتسب وينتسب لقال أنا الشر وأبي الظلم وأم الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضر وخالي الذل وإذني الفقر وبنتي البطالة وعشيرتي الجهالة ووطني الخراب أما ديني وشرفي وحياتي فالمال البال المال المال يصح في وصفه أن يقال القوة مال والوقت مال والعقل مال والعلم مال والدين مال والثبات مال والجاه مال والجمع مال والترتيب مال والاقتصاد مال والشهرة مال والحاصل كل ما ينتفع به في الحياة هو مال وكل ذلك يباع ويشترى أن يستبدل بعضه ببعض وموازين المعادلة هي الحاجة والعزة والوقت والتعب ومحافظة اليد والفضة والذهب والذمة وسوقه المجتمعات وشيخ السوق السلطان فانظر في سوق يتحكم فيه مستبد يأمر زيدا بالبيع وينهى عمر عن الشراء ويقصب بكرا ماله ويحاب خالدا من مال الناس المال تعتوره الأحكام فمنه الحلال ومنه الحرام وهما بينا ولنعم الحاكم فيهما الوجدا فالحلال الطيب ما كان عوض أعيان أو أجرة أعمال أو بدل وقت أو مقابل ضمان والمال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف ثم المغصوب ثم المسروق ثم المأخوذ إلجاء ثم المحتال فيه إن النظام الطبيعي في كل الحيوانات حتى في السمك والهوام إلا أنثى العنكبوت أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضا والإنسان يأكل الإنسان ومن غريزة سائر الحيوان أن يلتمس الرزق من الله أي من مورده الطبيعي وهذا الإنسان الظالم نفسه حريص على اختطافه من يد أخيه بل من فيه بل كم أكل الإنسان الإنسان الاستبداد والإنسان عاش الإنسان دهرا طويلا يتلذذ بلحم الإنسان ويتملذ بدمائه إلى أن تمكن الحكماء في الصين ثم في الهند من إبطال أكل اللحم كلية سدا للباب كما هو دأبهم إلى الآن ثم جاءت الشرائع الدينية الأولى في غربي أسيا بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بأسير الحرب ثم بالقربان ينذر للمعبود ويذبح على يد الكهان ثم أبطل أكل لحم القربان وجعله طعمة لنيرا وهكذا تدرج الإنسان إلى نسيان لذة لحم إخوانه وما كان لينسى عبادة إهراق الدماء لولا أن إبراهيم شيخ الأنبياء استبدل قربان البشر بالحيوان واتبعه موسى عليهما السلام وبه جاء الإسلام وهكذا بطل هذا العدوان بهذا الشكل إلا في أوساط إفريقيا عند النام نام الاستبداد المشؤوم لم يرضى أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحا ليأكل لحمه أكله كما كان يفعل الهمج الأولون بل تفنن في الظلم فالمستبدون يأسرون جماعتهم ويذبحونهم فصدا بمبضع الظلم ويمتصون دماء حياتهم بغصب أموالهم ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم أو بغصب ثمرات أعمالهم وهكذا لا فرق بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل إن بحث الاستبداد والمال بحث قوي العلاقة بالظلم القائم في فطرة الإنسان ولهذا رأيت أن لا بأس في الاستطراض لمقدمات تتعلق نتائجها بالاستبداد الاجتماعي المحمي بقلاع الاستبداد السياسي فمن ذلك أن البشر المقدر مجموعهم بألف وخمسمائة مليون هذا التقدير يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر أما الآن ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون فهو قد يتجاوز ضعف هذا الرقم الناشر فمن ذلك أن البشر المقدر مجموعهم بألف وخمسمائة مليون نصفهم كل على النصف الآخر ويشكل أكثرية هذا النصف الكل لنساء المدن ومن النساء؟ النساء هن النوع الذي يعارف مقامه في الطبيعة بأنه هو الحافظ لبقاء الجنس وأنه يكفي للألف منه ملقح واحد وأن باقي الذكور حظهم أن يساقوا للمخاطر والمشاق أو هم يستحقون ما يستحقه ذكر النحل وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيضة وتحكمن بسن قانون عام به جعلن نصيبهن هيئن الأجغال بدعوى الضعف وجعلن نوعهن مطلوبا عزيزا بإهام العفة وجعلن الشجاعة والكرم سيئتين فيهن محمدتين في الرجال وجعلن نوعهن يئيهين ولا يهان ويظلم أو يظلم فيعان وعلى هذا القانون يربينا البنات والبنين ويتلعبن بعقول الرجال كما يشان حتى أنهن جعلن الذكور يتوهمن أنهن أجمل منهن صورة والحصل أنه قد أصاب من سماهن بالنصف النضر ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة الترق المضاعف فالبدوية تشارك الرجل مناصفة في الأعمال والثمرات فتعيش كما يعيش والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشتها وزينتها اثنين من ثلاثة وتعينه في أعمال البيت والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة وتود أن لا تخرج من الفراش وهكذا تترقى بنات العواصم في أسر الرجال وما أصدق بالمدنية الحاضرة في أوروبا أن تسمى المدنية النسائية لأن الرجال فيها صاروا أنعاما للنساء ثم أن الرجال تقسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضا فإن أهل السياسة والأديان ومن يلتحق بهم وعددهم لا يبلغ الخمسة في المئة يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة ينفقون ذلك في الرفاه والإسراف مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح لمرورهم فيها أحيانا متروحين بين الملاهية والمواخير ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشريهون والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ويقدرون كذلك بخمسة في المئة يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والذراء وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي الاستبداد لا غيره وهناك أصناف من الناس لا يعملون إلا قليلا إنما يعيشون بالحيلة كالسمسرة والمشعوزين باسم الأدب أو الدين وهؤلاء يقدرون بخمسة عشر في المئات أو يزيدون على أولئك نعم لا يقتضى أن يتساوي العالم الذي صرف زحوة حياته في تحصيل العلم النافع والصنعة المفيدة بذلك الجائه للنائم في ظل الحائط ولا ذلك التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل ولكن العدالة تقتضي غير ذلك التفاوت بل تقتضي الإنسانية أن يأخذ الراقية بيد السافل فيقربه من منزلته ويقاربه في معيشته ويعينه على الاستقلال في حياته لا 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 يطلب الفقير معاونة الغني إنما يرجوه أن لا يظلمه ولا يلتمس منه الرحمة إنما يلتمس العدالة لا يؤمل منه الإنصاف إنما يسأله أن لا يميته في ميدان مزاحمة الحياة بسط المولى جلت حكمته سلطان الإنسان على الأكوان فطغى وبغى ونسي ربه عبد المال والجمال وجعلهما منيتيه ومبتغاه كأنه خلق خادما لبطنه وعضوه فقط لا شأن له غير الغذاء والتحاك وبالنظر إلى أن المال هو الوسيلة الموصولة للجماد كاد ينحصر أكبر هم من الإنسان في جمع المال ولهذا يكنى عنه بمعبود الأمم وبسر الوجود وروا كيرسوكا المؤرخ الروسي أن كاترينا شكت كسل رعيتها فأرشدها شيطانها إلى حمل النساء على الخلعة ففعلت وأحدثت كسوات المراقص فهب الشبان للعمل وكسب المال لصرفه على ربات الجمال وفي ظرف خمس سنين تضاعف دخل خزينتها فتسعى لها مجال الإصراف وهكذا المستبدون لا تهمهم الأخلاق إنما يهمهم المال المال عند الاقتصاديين ما ينتفع به الإنسان وعند الحقوقيين ما يجري فيه المنع والبذل وعند السياسيين ما تستعاض به القوة وعند الأخلاقيين ما تحفظ به الحياة الشريفة المال يستمد من الفيض الذي أوضعه الله تعالى في الطبيعة ونواميسها لا يملك أي لا يتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو في مقابله والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما وهما تحصيل لذة أو دفع ألم وفيهما تنحصر كل مقاصد الإنسان وعليهما مبنى أحكام الشرائع كلها والحاكم المعتدل في طيب المال وخبيثه هو الوجدان الذي خلقه الله صبغة للنفس وعبر عنه في القرآن بإلهامها فجورها وتقواها فالوجدان خير بين المال الحلال والمال الحرام ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول واحد استحضاره المواد الأصلية اثنان تهيئة المواد للانتفاع بها ثلاثة توزيعها على الناس وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفرؤها الأولية فهي وسائل ظالمة لا خير فيها التمول أي ادخار المال طبيعة في بعض أنواع الحيوانات الدنيئة كالنمل والنحل ولا أثر له في الحيوانات المترقية غير الإنسان الإنسان تطبع على التمول دواعي الحاجة المحققة أو الموهمة ولا تحقق للحاجة إلا عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلها أو الأراضي المعرضة للقحط في بعض السنين ويلتحق بالحاجة المحققة حاجة العاجزين جسماً على الارتزاق في البلاد المبتلات بجهور الطبيعة أو جور الاستبداد وربما يلتحق بها أيضاً الصرف على المضطرين على المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها الإنجيل بتخصيصه عشر الأموال للمساكين ولكن لم يكد يخرج ذلك من القول إلى الفعل ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام ولكن لم تدوم أيضاً أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون لهم الصدقات والكفارات وذلك أن الإسلامية كما سبق بيانه أسست حكومة استقراطية المبنى ديمقراطية الإدارة فوضعت للبشر قانوناً مؤسساً على قاعدة أن المال هو قيمة الأعمال ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع فالعدالة المطلقة تقتضي أن يأخذ قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتدن الإفرنجي وتسعى وراءها الآن جمعيات منهم منتظمة مكونة من ملايين كثيرة وهذه الجمعيات تقصد حصول التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية بين البشر وتسعى ضد الاستبداد المالي فتطلب أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع وأن الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون حتى الجزئيات وتقوم بتنفيذها وهذه الأصول مع بعض التعديل قررتها الإسلامية دينا ذلك أنها قررت أولاً أنواع العشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة وأنواع المحتاجين حتى المدينين ولا يخفى على المدقق أن جزءاً من أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمئة وبهذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجماعة مناصفة وهكذا يلحق فقراء الأمة بأغنيائها ويمنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بأخلاق الأفراد ثانياً قررت أحكام محكمة تمنع محذور التواكل في الارتزاق وتلزم كل فرد من الأمة ما تشتد ساعده أو ملك قوت يومه أو النصاب على الأكثر أن يسعى لرزقه بنفسه أو يموت جوعاً وقد لا يتأتى أن يموت الفرد جوعاً إذ لم تكن حكومته مستبدة تضرب على يده وسعيه ونشاطه بمدافع استبدادها وقد قيل يبدأ الإنقياد للعمل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهاية الاتكال على الغير ثالثاً قررت الإسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكاً للعامة يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط وليس عليهم غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمسة لبيت المال رابعاً جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة بأحكام كافة الشؤون حتى الجزئية الشخصية وأناط التنفيذها بالحكومة كما تطلبه الآن أغلب جمعيات الاشتراكيين على أن هذا النظام الذي جاء به الإسلام صعب الإجراء جداً لأنه منوط بسيطرة الكل ورضاء الأكثر وهيهات ولأن هناك منافع أدبية يعسر توزيعها ولا تتسامح فيها النفوس ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطة ويكون معرضاً للتأويل حسب الأغراض وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء كما وقع فعلاً في المسلمين فلم يمكنهم إجراء شريعتهم ببساطة وأمانة إلا عهداً قليلاً ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الأمم وفقد الرجال الذين يمكنهم أن يسرقوا مئات الملايين من أجناس الناس الأبيض والأصفر والحضري والبدوي بعصاً واحدة قروناً عديدة ولا غروة إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل ولكن مع الأسف لم يبلغ البشر بعض من الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة وكم جربت الأمم ذلك فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة والسبب كما تقدمه هو مجرد صعوبة التحايل والتركيب بين الصوالح والمصالح الكثيرة المختلفة والمتأمل في عدم انتظام حالة العائلات الكبيرة يقنع حالاً بأن التكافل والتضامن غير موسورين في الأمم الكبيرة ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي 1- يكون الإنسان حراً مستقلاً في شؤونه كأنه خلق وحده 2- تكون العائلة كأنها أمة وحدها 3- تكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها قارة واحدة لا علاقة لها بغيرها 4- تكون القبائل في الشعب أو الإقليم في المملكة كأنها أفلاك كل منها مستقل في ذاته لا يربطها بمركز نظامها الاجتماعي وهو الجنس أو الدين أو الملك غير محض التجازب المانع من الوقوع في نظام آخر 5- لا يلائم طباء حياتها ثم أن التمول لأجل حاجات السالفة الذكر وبقدرها فقط محمود بثلاثة شروط وإلا كان حرص التمول من أقباح الخصال 6- الشرط الأول أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال أي بإحرازه من بذل الطبيعة أو بالمعاوضة أو في مقابل عمل أو في مقابل ضمان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية والشرط الثاني أن لا يكون في التمول تضييق على حاجيات الغير كاحتكار الضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء أو التغلب على المباحات مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحا لكافة مخلوقاته وهي أمهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بثمراتها وتؤويهم في حضن أجزائها فجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا أصولا لحمايتها من أبنائها وحالوا بينهما فهذه إرلندا مثلا قد حماها ألف مستبد مالي من الإنجليس ليتمتعوا بثلثي أو ثلاثة أرباع ثمارات أتعاب عشرة ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة إرلندا وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مالا وكم من البشر في أوروبا المتمدنة وخصوصا في لندن وباريس لا يجد أحدهم أرضا ينام عليها متمددا بل ينامون على الطبقة السفلة من البيوت حيث لا ينام البقر وهم قاعدون صفوفا يعتمدون بصدورهم على أحبال من مست منصبة أفقية يتلون عليها يمنة ويسرة وحكومة الصين المختلة النظام في نظر المتمدنين لا تجبر قوانينها أن يمتلك الشخص الواحد أكثر من مقدار معين من الأرض لا يتجاوز العشرين كليمترا مربعا أي نحو خمسة أفدن مصرية أو ثلاثة عشر دون من أثمانيا وروسيا المستبدة القاسية في عرف أكثر الأوروبيين وضعت أخيرا لولاياتها البولونية والغربية قانونا أشبه بقانون الصين وزادت عليه أنها منعت سماع دعوى دين غير مسجل على فلاح ولم تأذن لفلاحين أن يستدين أكثر من نحو خمسمائة فرنك وحكومات الشرق إذ لم تستدرك الأمر فتضع قانونا من قبيل قانون روسيا تصبح الأراضي الزراعية بعد خمسين عاما أو قرنا على الأكثر كإرلندا الإنجليزية المسكينة التي وجدت لها في مدى ثلاثة قرون شخصا واحدا حاول أن يرحمها فلم يفلح وأعنيه به غلادستون على أن الشرق ربما لا يجد في ثلاثين قرنا من يلتمس له الرحمة والشرط الثالث لجواز التمول هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان وهذا معنى الآية كلا إن الإنسان لا يضعى أن رأاه استغنى والشرائع السماوية كلها وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية حرمت الربا صيانة لأخلاق المرابين من الفساد لأن الربا هو كسب بدون مقابل مادي ففيه معنى الغصب وبدون عمل لأن المرابي يكسب هو نائم ففيه الألفة على البطالة ومن دون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والأملاك ففيه النماء المطلق المؤدي للحصار الثروات ومن القواعد الاقتصادية المتفق عليها أن ليس من كسب لا عار ولا احتكار فيه أرباح من الربا مهما كان معتدلا وأن بالربا ترب الثروات فيختل التساوية أو التقارب بين الناس وقد نظر الماليون وبعض الاقتصاديين من أنصار الاستبداد في أمر الربا فقالوا أن المعتدل منه نافع بل لا بد منه أولا لأجل قيام المعاملات الكبيرة وثانيا لأجل النقود الموجودة لا تكفي للتداوي فكيف إذا أمسك المقتنزون قسما منها أيضا وثالشا لأجل أن كثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرون عليها كما أن كثيرا من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان فهذا النظر صحيح من وجه إنماء ثروات بعض الأفراد أما السياسيون الأشتراكي المبادئ والأخلاقيون فينظرون إلى أن ضرر الثروات الإفرادية في جمهور الأمم أكبر من نفعها لأنها تمكن الاستبداد الداخلية فتجعل الناس صنفين عبيدا وأسيادا وتقوي الاستبداد الخارجية فتساهل للأمم التي تغنى بغناء أفرادها التعدي على حرية واستقلال الأمم الضعيفة وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة ولذلك يقتضى تحريم الربا تحريما مغلظا حرص التمول هو الطمع القبيح يخف كثيرا عند أهالي الحكومات العادلة منتظمة ما لم يكن فساد الأخلاق متغلبا على الأهالي كأكثر الأمم المتدنة في عهدنا لأن فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإسرافية ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلة عسير جدا وقد لا يتأتى إلا من طريق المرابات مع الأمم المنحطة أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار أو الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطرات على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة من يأكل ما طبخ أو يسكن ما بنى وحرص التمول القبيح يشتد كثيرا في رؤوس الناس في عهد الحكومات المستبدة حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال وبالتعدي على حقوق العامة وبغصب ما في أيدي الضعفاء ورأس المال ذلك هو أن يترك الإنسان الدين والوجدان والحياء جانبا وينحط في أخلاقه إلى ملاءمة المستبد الأعظم أو أحد أعوانه وعماله ويكفيه وسيلة أن يتصل بباب أحدهم ويتقرب من أعتابه ويظهر له أنه في الأخلاق من أمثاله وعلى شاكلته ويبرهن له ذلك بأشياء من التملق وشهادة الزور وخدمة الشهوات والتجسس والدلالة على السلب ونحو ذلك ثم قد يطلع هذا المنتسب على بعض الخفايا والأسرار التي يخاف الرجال الاستبداد من ظهورها خوفا حقيقيا أو وهميا فيكسب المنتسب رسوخ القدم ويصيره بابا لغيره وهكذا يحصل على الثروة الطائلة إذا ساعدته الظروف على الثبات طويلة وهذا أعظم أبواب الثروة في الشرق والغرب ويليه الإتجار بالدين ثم الملاهية ثم الربى الفاحش وهي بئس المكاسب وبئس ما تؤثر في إفساد أخلاق الأمم وقد ذكر المدققون أن ثروة بعض الأفراد في الحكومات العادلة أضر كثيرا منها في الحكومات المستبدة لأن الأغنياء في الأولى يصرفون قوتهم المالية في إفساد أخلاق الناس وإخلال المساواة وإيجاد الاستبداد أما الإغنياء في الحكومة المستبدة فيصرفون ثروتهم في الأبهة والتعاوهم إرهابا للناس وتعويضا للسفالة الحقيقية المنصبة عليهم بالتغالي الباطل ويصرفون الأموال في الفسق والفجور بناء عليه ثروة هؤلاء يتعجلها الزوال حيث يغصبها الأقوى منهم من الأضعف وقد يسلبها المستبد الأعظم في لحظة وبكلمة وتزول أيضا والحمد لله قبل أن يتعلم أصحابها أو ورثتهم كيف تحفظ الثروات وكيف تنمو وكيف يستعبدون بها الناس استعبادا أصوليا مستحكما كما هو الحال في أوروبا المتمدنة المهدتة بشروط الفوضويين بسبب اليأس من مقاومة الاستبداد المالي فيها ومن طباع الاستبداد أنه لا يظهر فيه أثر فقر الأمة ظهورا بينا إلا فجأة قريب قضاء الاستبداد نحبه وأسباب ذلك أن الناس يقتصدون في النسل وتكثر وفياتهم ويكثر تغربهم ويبيعون أملاكهم من الأجانب فتتقلص الثروة وتكثر النقود بين الأياد وبئثة من ثروة ونقود تشبه نشوة المذبوح ولنرجع إلى بحث طبيعة الاستبداد في مطلق المال فأقول أن الاستبداد يجعل المال في أيدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعوانه وعماله غصبة أو بحجة باطلة وعرضة أيضا لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتعين في ظل أمان الإدارة الاستبدادية وحيث أن المال لا يحصل إلا بالمشقة فلا تختار النفوس الإقدام على المتاعب مع عدم الأمن على الانتفاع بالثمرة حفظ المال في عهد الإدارة المستبدة أصعب من كسبه لأن ظهور أثره على صحبه مجلبة لأنواع البلاء عليه ولذلك يضطر الناس في زمن الاستبداد لإخفاء نعمة الله والتظاهر بالفقر والفاقة ولهذا ورد في أمثال الأسراء أن حفظ درهام من الذهب يحتاج إلى قنطار من العقل وأن العاقل من يخفي ذهبه وذهابه ومذهبه وأن أسعد الناس الصعلوق الذي لا يعرف الحكام ولا يعرفونه ومن طبع الاستبداد أن الأغنياء أعداؤه فكرة وأوتاده عمالا فهم رضائط المستبد يذلهم فيئنون ويستدرهم فيحنون ولهذا يرسخ الزل في الأمم التي يكثر أغنياؤها أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من الذئاب ويتحبب إليهم ببعض الأعمال التي ظاهرها الرأفة يقصد بذلك أن يغصب أيضا قلوبهم التي لا يملكون غيرها والفقراء كذلك يخافونه خوف دناءة ونذالة خوف البغاث من العقب فهم لا يجسرون على الافتكار فضلا على الإنكار كأنهم يتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم وقد يبلغ فساد الأخلاق في الفقراء أن يسرهم فعلا رضاء مستبد عنهم بأي وجه كان رضاءه وقد خالف الأخلاقيون المتأخرون أسلافهم في قولهم ليس الفقر بعيب فقالوا الفقر أبو المعائب لأنه مفتقر للغير والغناء استغناء عن الناس ثم قالوا الفقر يذهب بعزة النفس ويفضي إلى خلع الحياء وقالوا إن لحسن اللباس والأمتعة والتنعم في المعيشة تأثير مهما على نفوس البشر خلافا لمن يقول ليس المرء بطيل سانه وحاديث إخشوشن فإن النعم لا تدوم هو لأنه يحمل على التعود جسما على المشاق في الحروب والأسفار وعند الحاجة وقالوا أن رغد العيش ونعيمه لمن أعظم الحاجات به تعل الهمة ولأجله تقتحم العظائم يقال في متح المال أن أكبر ما يحل المشكلات الزمان والمال القوة كانت للعصبية ثم صارت للعلم ثم صارت للمال العلم والمال يطيلان عمر الإنسان حيث يجعلان شيخوخته كشبابه لا يصان الشرف إلا بالدم ولا يتأتى العز إلا بالمال قض مضى مجد الرجال وجاء مجد المال وورد في الأثر أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر ولم يكن قديما أهمية للثروة العمومية أما الآن وقد صارت المحاربات محض مغالبات علم ومال فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمى لأجل حفظ الاستقلال على أن الأمم المأسورة لا نصيب لها من الثروة العمومية بل منزلتها في المجتمع الإنساني كأنعام تتناقلها الأيدي ولا تعارض هذه القاعدة ثروة اليهود لأنها ثروة غير مزاحمين عليها لأنها فيما يقوله أعداؤهم فيها ثروة رأسمالها النامس ومصرفها الملاهي والمقامرة والربا والغش والمضاربات ولا يخلو هذا القول من التحامل عليهم حسدا مما يقدمون إقدامهم ولا ينالون منالهم ولا يخفى على القارئ أن تألف هذا الكتاب كان عام 1900 أي قبل نشوء المشكلة الفلسطينية النشر هذا وللمال الكثير آفات على الحياة الشريفة ترتعد منها فرائص أهل الفضلة والكمال الذين يفضلون الكفافة من الرزق مع حفظ الحرية والشرف على امتلاك دواعي الترف والسرف وينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة الكمالية أنه بلاء في بلاء في بلاء أي أنه بلاء من حيث التعب في تحصيله وبلاء من حيث القلق على حفظه وبلاء من حيث الافتكار بإنمائه وأما المكتفي فيعيش مطمئنا مستريحا أمينا بعض الأمن على دينه وشرفه وأخلاقه قرر الأخلاقيون أن الإنسان لا يكون حرا تماما من لم تكن له صنعة مستقل فيها أي غير مرؤوس لأحد لأن حريته الشخصية تكون تابعة لارتباطه بالرؤساء وعليه تكون أقبح الوظائفه وظائف الحكومة وقالوا أن للصنعة تأثير في الأخلاق والأميال وهي من أصدق ما يستدل به على أحوال الأفراد والأقوام فالموظفون في الحكومة مثلا يفقدون الشفقة والعواطف العالية تبعا لصنعتهم التي من مقتضاها عدم الشعور بتبعة أعمالهم وقال الحكماء أن العاجز يجمع المال بالتقطير والكريم يجمعه بالكسب وقالوا أن أقل كسب يرضى به العاقل ما يكفي معاشه باقتصاد وقالوا خير المال ما يكفي صاحبه ذل القلة وطغيان الكثرة وهذا معنى الحديث فاذ المخفون وحديث سأل الله الكفافة من الرزق ويقال الغنى غنى القلب والغني من قلت حاجته والغني من استغنى عن الناس وقال بعض الحكماء كل إنسان فقير بالطبع ينقصه مثل ما يملك فمن يملك عشرة يرى نفسه محتاجا لعشرة أخرى ومن يملك ألفا يرى نفسه محتاجا لألف أخرى وهذا معنى الحديث لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديا ولا يقصد الأخلاقيون من التزهيد في المال التصبيط عن كسبه إنما يقصدون أن لا يتجاوز كسبه الطرائق الطبيعية الشريفة أما السياسيون فلا يهمهم إلا أن تستغني الرعية بأي وسيلة كانت والغربيون منهم من يعينون الأمة على الكسب ليشاركوها والشرقيون لا يفتكرون في غير سلب الموجود وهذه من جملة الفروق بين الاستبدادين الغربي والشرقي التي منها أن الاستبداد الغربي يكون أحكم وأرسخ وأشد وطأة ولكن معلين والشرقي يكون مقلقلة سريع الزوال ولكنه يكون مزعجة ومنها أن الاستبداد الغربي إذا زال تبدل بحكومة عادلة تقيم ما ساعدت الظروف أن تقيم أما الشرقي فيزول ويخلفه استبداد شر منه لأن من دأب الشرقيين أن لا يفتكروا في مستقبل قريب كأن أكبر همهم منصرف إلى ما بعد الموت فقط أو أنهم مبتلون بقصر النظر وخلاصة القول أن الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء أكثر هولا من الحريق أعظم تخريبا من السيل أذل للنفوس من السؤال داء إذا نزل بقوم سمعت أرواحهم هاتف السماء ينادي القضاء القضاء والأرض تناجي ربها بكشف البلاء الاستبداد عهد أشقى الناس فيه العقلاء والأغنياء وأسعدهم بمحياه الجهالاء والفقراء بل أسعدهم أولئك الذين يتعجلهم الموت فيحسدهم الأحياء نهاية الفصل السادس قام بالتسجيل محمود حسين برسعيد مصر الفصل السابع من طبالع الاستبداد ومصارع العباد هذا التسجيل خاص بليبريفوكس جميع تسجيلات ليبريفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع ليبريفوكس.org قام بالتسجيل أحمد كدواني القاهرة نصف طبائع الاستبداد ومصارع العباد لعبد الرحمن الكواكبي الخصل السابع الاستبداد والأخلاق الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة فيضعفها أو يفسدها أو يمحوها فيجعل الإنسان يكفر بنعم مولاه لأنه لم يملكها حق الملك ليحمده عليها حق الحمد ويجعله حاقدا على قومه لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه وفاقدا حب وطني لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ويود لو انتقل منه وضعيف الحب لعائلته لأنه ليس مطمئنا على دوام علاقته معها ومختل الثقة في صداقة أحبابه لأنه يعلم منهم أنهم مثله لا يملكون التكافؤ وقد يضطرون لإضرار صديقهم بل وقتله وهم باكون أسير الاستبداد لا يملك شيئا ليحفص على حفظه لأنه لا يملك مالا غير معرض للسلم ولا شرفا غير معرض للإهانة ولا يملك الجاهل منه آمالا مستقبلة ليتبعها ويشقى كما يشقى العاقل في سبيلها وهذه الحال تجعل الأسير لا يذوق في الكون لتتنعيم غير بعض الملتات البهيمية بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته الحيوانية وإن كانت تعيسة وكيف لا يحرص عليها وهو لا يعرف غيرها أين هو من الحياة الأدبية أين هو من الحياة الإجتماعية أما الأحرار فتكون منزلة حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة ولا يعرف ذلك إلا من كان منهم أو من كشف الله عن بصيرته ومثال الأسراء في حصهم على حياتهم والشيوط فإنهم عندما تمسي حياتهم كلها أسقاما وآلاما ويقربون من أقواب القبور يحرصون على حياتهم أكثر من الشباب في مقتبل العمر في مقتبل المناد في مقتبل الآماد الاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيبني الأجسام فوق ضناها بالشقاء فتمرض العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة في الناس والعوام الذين هم قليل المادة في الأصل قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التنييز بين الخير والشر في كل ما ليس من ضروريات حياتهم الحيوانية ويصل تسفل إدراكهم إلى أن مجرد آثار الأبهة والعظمة التي يرونها على المستبد وأعوانه تبهر أبصارهم ومجرد سماع ألفاظ التفخيم في وصفه وحكايات قوته وصولته وصولته يزيق أفكارهم فيرون ويفكرون أن الدواء في الداء فينصعون بين يدي الاستبداد صياع الغنم بين أيدي الذئاب حيث يتجري على قدميها جاهدة إلى مقر حتفها ولهذا كان الاستبداد يستولي على تلك العقول الضائفة للعامة فضلا عن الأجسام فيفسدها كما يريد ويتغلب على تلك الأذهان الضئيلة فيشوش فيها الحقائق بل البديهيات كما يهوى فيكون مثلهم من قيادهم الأعمى للاستبداد ومقاومتهم للرجد والإرشاد مثل تلك الهوام التي تترام على النار وكم هي تغالب من يريد حجزها على الهلاك ولا غرابة في تأثير ضعف الأجسام على الضعف في العقول فإن في المرضى وخفة عقولهم وذوي العاهات ونقص إدراكهم شاهدا بينا كافيا يقاس عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالنسبة إلى الأحرار السعداء كما يظهر الحال أيضا بأقل فرق بين الفئتين من الفرق البين في قوة الأجسام وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الهيئات ومما يستريب المطالع اللذيب الذي لم يتعب فكره في درس طبيعة الاستبداد من أن الاستبداد المشؤوم كيف يقوم على قلب الحقائق مع أنه إذا دقق النظر يتجلى له أن الاستبداد يقلب الحقائق في الأدهان يرى أنه كممكن بعض القياصرة والملوك الأولين من التلاعب بالأديان تأييدا للاستبدادهم فاتبعهم الناس ويرى أن الناس وضعوا الحكومات لأجل خدمتهم والاستبداد قلب الموضوع فجعل الرعية خادمة للرعاة فقبلوا وقنعوا ويرى أن الاستبداد استغدم قوة الشعب وهي هي قوة الحكومة على مصالحهم لا لمصالحهم فيرتضوا ويرضحوا ويرى أنه قد قبل الناس من الاستبداد ما ساقهم إلي من اعتقاد أن طالب الحق فاجر وتارك حقه مطيع والمشتك المتظلم مفسد والنبيه المدقق ملحد والخامل المسكين صالح أمين وقد اتبع الناس الاستبداد في تسمية النصحة فضولة والغيرة عداوة والشهامة عتوة والحمية حماقة والرحمة مرضة كما جاروه على اعتبار أن النفاق سياسة والتحي لا كياسة والدناءة لطف والندارة دماته ولا غرابة في تحكم الاستبداد على الحقائق في أفكار البسطاء إنما الغريب غفاله كثيرا من العقلاء ومنهم جمهور المؤرخين الذين يسمون الفاتحين الغالبين برجال العظام وينظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام لمجرد أنهم كانوا أكثر في قتل الإنسان وأسرفوا في تخريب العمران ومن هذا القبيل في الغرابة إعلاء المؤرخين قدر من جار المستبدين وحاز القبول والوجاعة عند الظالمين وكذلك افتخار الأخلاف بأسلافهم المجرمين الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار وقد يظن بعض الناس أن الاستبداد حسنات مفقودة في الإدارة الحرة فيقولون مثلا الاستبداد يلين الطباعة ويلطفها والحق أن ذلك يحصل فيه عن فقد الشهامة لا عن فقد الشراسة ويقولون الاستبداد يعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة والانقياد للكبير الخبير والحق أن هذا فيه عن خوف وجبانة لا عن اختيار وإتعان ويقولون هو يرب النفوس على الاعتدال والوقوف عند الحدود والحق أن ليس هناك غير انكماش وتفهقر ويقولون الاستبداد يقلل الفسق والفجور والحق أنه عن فقر وعجز لا عن عفة أو دين ويقولون هو يقلل التعديات والجرائم والحق أنه يمنع ظهورها ويخفيها فيقل تعديدها لا عدادها الأخلاق أثمار بذرها الوراثة وتربتها التربية والسقياها العلم والقائمون عليها هم رجال الحكومة بناء عليه تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إماء الشجر نعم الأقوام كالآجام إن تركت مهملة تزاحمت أشجارها وأفلادها وساقم أكثرها وتغلب قويها على ضعيفها فأهلكه وهذا مثل القبائل المتوحشة وإن صادفت بستانيا يهمه بقاؤها وزهوها فذبرها حسب ما تطلبه طباعها قويت وأينعت وحسنت ثمارها وهذا مثل الحكومة العادلة وإذا بليت ببستانين جدير بأن يسمى حطابا لا يعنيه إلا عاجل الاكتساب أفسدها وخربها وهذا مثل الحكومة المستبدة ومتى كان الحطاب غريبا لم يخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فخار ولا يلحقه منها عار إنما همه الحصول على الفائدة العاجلة ولو باطلاع الأصول فهناك الطامة وهناك البوار فبناء على هذا المثال يكون فعل الاستبداد في أخلاق الأمم فعل ذلك الحطاب الذي لا يرجى منه غير الإفساد لا تكون الأخلاق أخلاقا ما لم تكن ملكة مطردة على قانون فطري تقتضيه أولا وظيفة الإنسان نحو نفسه وثانيا وظيفته نحو عائلته وثالثا وظيفته نحو قومه ورابعا وظيفته نحو الإنسانية وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس بالناموس ومن أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب ناموس وهو كالحيوان المملوك العنان يقاد حيث يراد ويعيش كالريش يهب حيث يهب الريح لا نظام ولا إرادة وما هي الإرادة؟ هي أم الأخلاق هي ما قيل فيها تعظيما لشأنها لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة هي تلك الصفة التي تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه لأنه متحرق بالإرادة فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك بإرادة غيره لا بإرادة نفسه ولهذا قال الفقهاء لا نية للرقيق في كثير من أحواله إنما هو تابع لنية مولاه وقد يعذر الأسير على فساد أخلاقه لأن فاقد الخيار غير مؤاخذ عقلا وشرعا أسير الإسداد لا نظام في حياته فلا نظام في أخلاقه قد يصبح غنيا فيضحي شجاعا كريما وقد يمسي فقيرا فيبيت جبانا خصيصا وهكذا كل شؤونه تشبه الفوضى لا ترتيب فيها فهو يتبعها بلا وجهة أليس الأسير قد يبغي فيزجر أو لا يزجر ويبغى عليه فينصر أو لا ينصر ويحسن فيكافأ أو يرهق ويسيء كثيرا فيعفى وقليلا فيشنق ويجوع يوما فيضوي ويقصب يوما فيضخم يريد أشياء فيمنع ويأبى شيئا فيرغم وهكذا يعيش كما تقتضي الصدف أن يعيش ومن كانت هذه حاله كيف يكون له خلاق وإن وجد ابتداء يتعذر استمراره عليه ولهذا لا تجوز الحكمة الحكم على الأسراء بخير أو شر أقل ما يؤثره الاستبداد في أخلاق الناس أنه يرغم حتى الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق ولبئس السيئتان وأنه يعين الأشرار على إجراء غي نفوسهم آمنين من كل تبعة ولو أدبية فالاعتراض والانتقاد والافتضاح لأن أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة يلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شر وعقبة ذكر الفاجر بما فيه ولهذا شاعب بين الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقولهم إذا كان الكلام من فضة فالسقوت من ذهب وقولهم البلاء موكول بالمنطق وقد تغالوا يعاضهم في سد أفواههم حتى جعلوا لهم أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية وقد هجوا لهم الهج والغيبة بلا قيد فهم يقرؤون لا يحب الله الجار بالسوء من القول ويغفلون بقية الآية وهي إلا من ظلم أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ أي بحص الأفراد على حراسة نظام الاجتماع وهذه الوظيفة غير مقدور عليها في عهد الاستداد لغير دول منعة من الغيورين وقليل ما هم وقليلا ما يفعلون وقليلا ما يفيد نهيهم لأنهم لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين الذين لا يملكون ضررا ولا نفعا بل ولا يملكون من أنفسهم شيئا ولأنه ينحصر موضوع نهيهم فيما لا تقفى قباحته على أحد من الرذائل النفسية الشخصية فقط ومع ذلك فالجسور لا يرى بدا من الاستثناء المخل للقواعد العامة كقوله والموظفون في عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد يكونون مطلقا ولا أقول غالبا من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتملق وما أبعد هؤلاء عن التأثير لأن النصح الذي لا إخلاص فيه وبذر عقيم لا ينبت وإن نبت كان رياء كأصله ثم إن النصح لا يفيد شيئا إذا لم يصادف أذنا تتطلب سماعا لأن النصيحة وإن كانت عن إخلاص فهي لا تتجاوز حكم البذر الحي إن ألقي في أرض صالحة النبت وإن ألقي في أرض قالحة مات أما النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة فيمكن لكل غايور على نظام قومه أن يقوم به بأمان وإخلاص وأن يوجه سهام قوارصه إلى الضعفاء والأقوياء سواء فلا يخص بها الفقير المجروح الفؤاد بل تستادف أيضا ذوي الشوكة والعناد وأن يقوض في كل واد حتى في مواضيع تخفيف الظلم ومؤخذة الحكام وهذا هو النصح الإنكري الذي يعدي ويجدي والذي أطلق عليه النبي عليه السلام اسم الدين تعظيما لشأنه فقال الدين النصيحة ولما كان ضابط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمور أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط ورأت أن تحمل مضرة الفوضى في ذلك خير من التحديد لأنه لا مانع للحكام أن يجعل الشعرة من التقييد سلسلة من حديد يخنقون بها عدوتهم الطبيعية أي الحرية وقد حمل قرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم ولا يضار كاتب ولا شهيد الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأول الخصال الحسنة الطبيعية كالصدق والأمانة والهمة والمدافعة والرحمة والقبيحة الطبيعية كالرياء والاعتداء والجبانة والقسوة وهذا القسم تدافرت عليه كل الطبائع والشرائع والنوع الثاني الخصائص الكمالية التي جاءت بها الشرائع الإلهامية كتحسين الإثار والعفو وتقضيح الزنا والطمع وهذا القسم يوجد فيه ما لا تدرك كل العقول لحكمته أو حكمة تعميمه فيمتثله المنتسبون للدين احتراما أو خوفا والنوع الثالث الخصال الاعتيادية وهي ما يكتسبه الإنسان بالوراثة أو بالتربية أو بالألفة فيستحسن أو يستقبح على حسب أمياله ما لم يضطر إلى التحول عنها ثم إن التدقيق يفيد أن الأقسام الثلاثة تشتبق وتشترك ويؤثر بعضها في بعض فيصير مجموعها تحت تأثير الألفة المديدة بحيث كل خصلة منها ترسق أو تتزلزل حسب ما يصادفها من استمرار الألفة أو انقطاعها فالقاتل مثلا لا يستنكر شنيعته في المرة الثانية كما استقبحها من نفسه في الأولى وهكذا يقف الجرم في وهمه حتى يصل إلى درجة التلذذ بالقتل كأنه حق طبيعي له كما هي حالة الجبارين وغالب السياسيين الذين لا ترتج في أفئدته معاطفة رحمة عند قتلهم أفرادا أو أمما لغياتهم السياسية إهراقا بالسيف أو إزهاقا بالقلم ولا فرق بين القتل بقطع الأوداج وبين الإماتة بإيراث الشقاء غير التسريع والإبطاء أسير للسداد العريق فيه يرث شر الخصال ويتربى على أشرها ولا بد يصحبه بعضها مدى العمر بناء عليه ما أبعده عن خصال الكمال ويكفيه مفسدة لكل الخصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرياء بطرارا حتى يألفه ويصير ملكة فيه فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه لأنه لا يجد خلقا مستقرا فيه فلا يمكنه مثلا أن يجزم بأمانته أو يضمن ثباته على أمر من الأمور فيعيش سيء الظن في حق ذاته مترددا في أعماله لواما نفسه على إهماله شؤونه شاعرا بفتور همته ونقص مرؤته ويبقى طول عمره جاهلا مولد هذا الخلد فيتهم الخالق والخالق جل شأنه لم ينقصه شيئا ويتهم تارة دينا وتارة تربيته وتارة زمانه وتارة قومه والحقيقة بعيدة عن كل ذلك وما الحقيقة غير أنه خلق حرا فأسر أجمع الأخلاقيون على أن المتلبس بشائبة من أصول القبائح الخلقية لا يمكنه أن يقطع بسلامة غيره منها وهذا معنى إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه فالمرائي مثلا ليس من شأنه أن يظن البراءة في غيره من شائبة الرياء إلا إذا بعد تشابه النشأة بينهما بعدا كبيرا كأن يكون بينهما مغايرة في الجنس أو الدين أو تفاوت مهم في المنزلة كسعلوق وأمير كبير ومثال ذلك الشرقي الخائن يأمن الإفرنجي في معاملته ويرتق بوزنه وحسابه ولا يأمن ويرتق بابن جلدته وكذلك الإفرنجي الخائن قد يأمن الشرقي ولا يأمن مطلقا ابن جنسه وهذا الحكم صادق على عكس القضية أيضا أي أن الأمين يظن الناس أمناء خصوصا أشباهه في النشأة وهذا معنى الكريم يخدع وكم يزهل الأمين في نفسه عن اتباع حكمة الحزم في إساءة الضم في مواقع اللازمة إذا علمنا أن من طبيعة الاستداد ألفت الناس بعض الأخلاق الرديئة وأن منها ما يضعف الثقة بالنفس علمنا سبب قلة أهل العمل وأهل العزائم في الأسراء وعلمنا أيضا حكمة فقد الأسراء ثقتهم بعضهم ببعض فينتج من ذلك أن الأسراء محرومون طبعا من ثمرة الاشتراك في أعمال الحياة يعيشون مساكين بائسين متواكلين متخاضلين متقاعسين متفاشلين والعاقل الحكيم لا يلومهم بل يشفق عليهم ويتمس لهم مخرجا ويتبع أثر أحكم الحكماء القائل رب ارحم قومي فإنهم لا يعلمون اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون وهنا أستوقف المطالع وأستلفته إلى التأمل فيه ما هي ثمرة الاشتراك التي يحرمها الأسراء فأذكره بأن الاشتراك هو أعظم سر في الكائنات به قيام كل شيء ما عدى الله وحده به قيام الأجرام السماوية به قيام كل حياة به قيام المواليد به قيام الأجناس والأنواع به قيام الأمم والقبائل به قيام العائلات به تعاون الأعضاء نعم الاشتراك فيه سر تضاعف القوة بنسبة ناموس التربيع به سر الاستمرار على الأعمال التي لا تفي بها أعمار الأفراد نعم الاشتراك هو السر كل السر في نجاح الأمم المتمدنة به أكملوا ناموس حياتهم القومية به ضبطوا نظام حكوماتهم به قاموا بعضائم الأمور به نالوا كل ما يغبطهم عليه أسراء لاستبداد الذين منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه ولكن كل منهم يبطن لغبني شركائه باتكاله عليهم عملا واستبداده عليهم رأيا حتى صار أمثالهم قولهم ما من متفقين إلا وأحدهما مغلوب للآخر وربق قائل يقول إن سر الاشتراك ليس بالأمر الخفي وقد طال ما كتب فيه الكتاب حتى ملته الأسماع ومع ذلك لم يندفع للقيام به في الشرق غير اليابانيين والبوير فما السبب؟ فأجيبه بأن الكتاب كتبوا وأكثروا وأحسنوا فيما فصلوا وصوعوا ولكن قاتل الله لاستبداد وشؤمة جعل الكتاب يحصرون أقوالهم في الدعوة إلى الاشتراك وما بمعناه من التعاون والاتحاد والتحابب والاتفاق ومنعهم من التعرض لذكر أسباب التفرق والانحلال كليا أو اضطرهم إلى الاقتصار على بيان الأسباب الأخيرة فقط فمن قائل مثلا الشرق مريض وسببه الجهن ومن قائل الجهن بلاء وسببه قلة المدارس ومن قائل قلة المدارس عار وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل الأفراد أو من قبل ذوي الشأن وهذا أعمق ما يخط قلم الكاتب الشرقي كأنه وصل إلى السبب المانع الطبيعي والاختياري والحقيقة أن هناك سلسلة أسباب أخرى حلقتها الأولى لاستبداد وكاتب آخر يقول الشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين ثم يقف مع أنه لو تتبع الأسباب لبلغ إلى الحكم بأن التهاون في الدين أولا وآخرا ناشئ عن الاستبداد وآخر يقول إن السبب فساد الأخلاق وغيره يرى أنه فقد التربية وسواه ظن أنه الكسل والحقيقة أن المرجع الأول في الكل هو الاستبداد الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التصريح باسمه المهيد قد اتفق الحكماء الذين أكرمهم الله تعالى بوظيفة الأخذ بيد الأمم في بحثهم عن المهلكات والمنجيات على أن فساد الأخلاق يخرج الأمم عن أن تكون قابلة للخطاب وأن معاناة إصلاح الأخلاق من أصعب الأمور وأحواجها إلى حكمة البالغة والعزم القوي وذكروا أن فساد الأخلاق يعم المستبد وأعوانه وعماله ثم يدخل بالعدوى إلى كل البيوت لا سيما بيوت الطبقات العليا التي تتمثل بها السفلة وهكذا يغش الفساد وتمسي الأمة يبكيها المنحب ويشمت بها العدو وتبيت وداءها عياء يتعاصى على الدواء وقد سلك الأنبياء عليهم السلام في إنقاذ الأمم من فساد الأخلاق مسلك الابتداء أولا بفك العقول من تعظيم غير الله والإذعان لسواه وذلك بتقوية حسن الإيمان المفطور عليه وجدان كل إنسان ثم جاهده في تنوير العقول بمبادئ الحكمة وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته أي حريته في أفكاره واختياره في أعماله وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسد منبع الفساد ثم بعد إطلاق دمام العقول صاروا ينظرون إلى الإنسان بأنه مكلف بقانون الإنسانية ومطالب بحسن الأخلاق فيعلمونه ذلك بأساليب التعليم المقنع وبث التربية التهذيبية والحكماء السياسيون الأقدمون اتبعوا الأنبياء عليهم السلام في سلوك هذا الطريق وهذا الترتيب أي بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدي إلى تحرير الضمائق ثم باتباع طريق التربية والتهذيب بدون فطول ولا انقطاع أما المتأخرون من قادة العقول في الغرب فمنهم فئة سلكوا طريقة الخروج بأممهم من حضيرة الدين وأدابه النفسية إلى فضاء الإطلاق وتربية الطبيعة زاعمين أن الفطرة في الإنسان أهدى به سبيلا وحاجته إلى النظام تغنيه عن إعانة الأديان التي هي كالمخدرات سموم تعطل الحس بالهموم ثم تذهب بالحياة فيكون ضررها أكبر من نفعها وقد ساعدهم على سلوك هذا المسلك أنهم وجدوا أممهم قد فشى فيها نور العلم ذلك العلم الذي كان منحصرا في خدمة الدين عند المصريين والآشوريين ومحتكرا في أبناء الأشراف عند الغرناطيين والرومان ومخصصا في أعداد من الشبان المنتخبين عند الهنديين واليونان حتى جاء العرب بعد الإسلام وأطلقوا حرية العلم وأباحوا تناوله لكل متعلم فانتقل إلى أوروبا حرا على رغم رجال الدين فتنورت به عقول الأمم على درجات وفي نسبتها ترقت الأمم في النعيم وانتشرت وتخالطت وصار المتأخر منها يضبط المتقدم ويتنغص من حالته ويتطلب اللحاق ويبحث عن وسائله فنشأت من ذلك حركة قوية في الأفكار حركة معرفة الخير والغيرة على نواله حركة معرفة الشر والأنفة من الصبر عليه حركة السير إلى الأمام رغم كل معارض اغتنم زعماء الحرية في الغرب قوة هذه الحركة وأضافوا إليها قوات أدبية شتى كاستبدالهم تقالة وقار الدين بزهوة عروس الحرية حتى إنهم لم يبالوا بتمثيل الحرية بحسناء خليئة تختلب النفوس وكاستبدالهم رابطة الاشتراك في الطاعة المستبدين برابطة الاشتراك في الشؤون العمومية ذلك الاشتراك الذي يتولد منه حب الوطن وهكذا جعلوا قوة حركة الأفكار تياراً صلطوه على رؤوس الرؤوس من أهل السياسة والدين ثم إن هؤلاء الزعماء استباحوا القساوة أيضاً فأخذوا من مهجورات دينهم قاعدة الغاية تبرل الواسطة كجواز الصرقة إذا كانت الغاية منها صرف المال في سبيل الخير وقاعدة تثقيل الذمة يبيح الفعل القبيح كشهادت الزور على ذمة الكائن التي يتحمل عنه خطيئتها ودفع الناس بها إلى ارتكاب الجرائم الفضيعة التي تقشعر منها الإنسانية التي لا يستبيحها الحكيم الشرقي لما بين أبناء الغرب وأبناء الشرق من التباين في الغرائز والأخلاق الغربي مادي الحياة قوي النفس شديد المعاملة حريص على الاستئثار حريص على الانتقام كأنه لم يبقى عنده شيء من المبادئ العالية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق فالجرماني مثلاً جاف الطبع يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت ويرى كل فضيلة في القوة وكل القوة في المال فهو يحب العلم ولكن لأجل المال ويحب المجد ولكن لأجل المال وهذا اللاتيني مطبوع على العدب والطيش يرى العقل في الإطلاق والحياة في خلع الحياء والشرف في الترف والكياسة في الكسب والعز في الغلبة واللذة في المائدة والفراش أما أهل الشرق فهم أدبيون ويغلب عليهم ضعف القلب وسلطان الحب والإصغاء للوجدان والميل للرحمة ولو في غير موقعها واللطف ولو مع الخصم ويرون العز في الفتوة والمرؤة والغنى في القناعة والفضيلة والراحة في الأنس والسكينة واللذة في الكرم والتحبب وهم يغضبون ولكن للدين فقط ويغارون ولكن على العرض فقط ليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغربي في طريق واحدة فلا تطاوعه طباعه على استباحة ما يستحسنه الغربي وإن تكلف تقليده في أمر فلا يحسن التقليد وإن أحسنه فلا يثبت وإن ثبت فلا يعرف استثماره حتى لو سقطت التمرة في كفه تمنى لو قفزت إلى فمه فالشرقي مثلا يهتم في شأن ظالمه إلى أن يزول عنه ظلمه ثم لا يفكر في من يخلفه ولا يرقبه فيقع في الظلم ثانية فيعيد الكرة ويعود الظلم إلى ما لا نهاية وكأولئك الباطنة في الإسلام فتكوا بمئات أمراء على غير طائل كأنهم لم يسمعوا بالحكمة النبوية لا يلدغ المرء من جحر مرتين ولا بالحكمة القرآنية إن الله يحب المتقين أما الغربي إذا أخذ على يد ظالمه فلا يفلته حتى يشلها بل حتى يقطعها ويكوي مقطعها وهكذا بين الشرقيين والغربيين فروق كثيرة قد يفضل في الإفراديات الشرقي على الغربي وفي الإجتماعيات يفضل الغربي على الشرقي مطلقا مثال ذلك الغربيون يستحلفون أميرهم على الصداقة في خدمته لهم والتزام القانون والسلطان الشرقي يستحلف الرائية على انقياد والطاعة الغربيون يمنون على ملوكهم بما يرتزقون من فضلاتهم والأمراء الشرقيون يتكرمون على من شاء بإجراء أموالهم عليهم صداقات الغربي يعتبر نفسه مالكا لجزء مشاع من وطنه والشرقي يعتبر نفسه وأولاده وما في يديه ملكا لأميره الغربي له على أميره حقوق وليس عليه حقوق والشرقي عليه لأميره حقوق وليس له حقوق الغربيون يضعون قانونا لأميرهم يسري عليه والشرقيون يسيرون على قانون ما شئت أمرائهم الغربيون قضاؤهم وقدرهم من الله والشرقيون قضاؤهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتي المستعبدين الشرقي سريع التسديق والغربي لا يمفي ولا يثبت حتى يرى ويلمس الشرقي أكثر ما يغار على الفروج كأن شرفه كله مستودع فيها والغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله الشرقي حريص على الدين والرياء فيه والغربي حريص على القوة والعز والمزيد فيهما والخلاصة أن الشرقي ابن الماضي والخيال والغربي ابن المستقبل والمجد الحكماء والمتأخرون الغربيون ساعلتهم ظروف الزمان والمكان وخصوصية الأحوال لاقتصار الطريق فسلكوه واستباحوا ما استباحوا حتى إنهم استباحوا في التمهيد السياسي تشجيع أعوان المستبد على تشديد وطأة الظلم والاعتساف بقصد تعميم الحقد عليه وبمثل هذه التدابير القاسية نالوا المرادة أو بعضه من تحرير الأفكار وتهديب الأخلاق وجعل الإنسان إنسانا وقد سبق هؤلاء الغلاة فئة اتبعت أثر النبيين ولم تحفل بطول الطريق وتعبه فنجحت ورسقت وعني بتلك الفئة أولئك الحكماء الذين لم يأتوا بدين جديد ولا تمسكوا بمعادات كل دين كمؤسس جمهورية الفرنسيس بل رتقوا فتوق الدهر في ذنهم بما نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربوا حتى جددوه وجعلوه صالحا لتجديد خليق أخلاق الأمة وما أحوق الشرقيين أجمعين من بوذيين ومسلمين ومسيحيين وإسرائيليين وغيرهم إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المرائين الأغضياء والرؤساء القسات الجهلاء فيجددون النظر في الدين نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح نظر من لا يضيع النتائج بتشويش المقدمات نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة نظر من يريد وجه ربه لاستمالة الناس إليه أبذلك يعيدون النواقص المعطلة في الدين ويهذبونه من الزوائد الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء من حيث تمليك الإرادة ورفع البلادة من كل ما يشين المخفف شقاء للسداد والاستعباد المبصر بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين المهيئ قيام التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة مما به يصير الإنسان إنسانا وبيه لا بالكفر يعيش الناس إخوانا والشرقيون ما داموا على حاضر حالهم بعيدين عن الجد والعزم مرتاحين للهو والهزد تسكينا لآلام إسارة النفس وإخلادا إلى الخمول والتسفل طلبا لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب يتألمون من تذكيرهم بالحقائق ومطالبتهم بالوظائف ينتظرون زوال العناد بالتواكل أو مجرد التمني والدعاء أو يتربصون صدفة مثل التي نالتها بعض الأمم فليتوقعوا إذن أن يفقدوا الدين كليا فيمسوا وممساؤهم ببعيد دهريين لا يدرون أي الحياتين أشقى فلينظروا ما حاق بالآشوريين والفينقيين وغيرهم من الأمم المنقرضة المندمجة في غيرها خدما وخولا والأمر الغريب أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية حقاطها السياسي في تهونها بأمور دينها ولا ترجو تحسين حالتها الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكا مكينا ويريدون بالدين العبادة ولا نعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئا لكنه لا يفيد أبدا لأنه قول لا يمكن أن يكون وراؤه فعل وذلك أن الدين بذر جيد لا شبهد فيه فإذا صادف مغرسا طيبا نبت ونمى وإن صادف أرضا قاحلة مات وفات أو أرضا مغراقا هافا ولم يثمر وما هي أرض الدين؟ أرض الدين هي تلك الأمة التي أعمل استبداد بصرها وبصيرتها وأفسد أخلاقها ودينها حتى صارت لا تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك الذين زيادتهما عن حدهم المشروع أضر على الأمة من نفسها كما هو مشاهد في المتنسكين نعم الدين يفيد الترقي الاجتماعي إذا صادف أخلاقا فطرية لم تفسد فينهض بها كما نهضت الإسلامية بالعرب تلك النهضة التي نتطلبها منذ ألف عام عبثة وقد علمنا هذا الدار الطويل مع الأسف أن أكثر الناس لا يحفلون بالدين إلا إذا وافق أغراضهم أو لهوا ورياءة وعلمنا أن الناس عبيد منافعهم وعبيد الزمان وأن العقل لا يفيد العزم عندهم إنما العزم عندهم يتولد من الضرورة أو يحصل بالسائق المجبر ولا يستحي الناس من أن يلزم أنفسهم باليمين أو النظر بناء عليه ما أجدر بالأمم المنحطة أن تتمس دواءها من طريق إحياء العلم وإحياء الهمة مع الاستعانة بالدين والاستفادة منه بمثل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا أن يتكد على أن الصلاة تنع الناس عنهما بطبيعها نهاية الفصل السابع قام بالتسجيل أحمد كدواني القاهرة مصر الفصل الثامن من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد هذا التسجيل خاص بليبريفوكس جميع تسجيلات ليبريفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي الفصل الثامن الاستبداد والتربية خلق الله في الإنسان استعدادا للصلاح واستعدادا للفساد فأبواه يسلحانه وأبواه يفسدانه أي أن التربية تتربو باستعداده جسما ونفسا وعقلا إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقد سبق أن الاستبداد المشؤوم يؤثر على الأجسام فيورثها الأسقام ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق ويضغط على العقول فيمنع نماءها بالعلم بناء عليه تكون التربية والاستبداد عاملين متعاكسين في النتائج فكل ما تبنيه التربية مع ضعفها يهدمه الاستبداد بقوته وهل يتم بناء وراءه هادم؟ الإنسان لا حد لغايته رقيا وانحطاطا وهذا الإنسان الذي حارت العقول فيه الذي تحمل أمانة تربية النفس وقد أبتها العوالم فأتم خالقه استعداده ثم أوكله لخيرته فهو إن يشأ الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة وإن شاء تلبس بالرذائل حتى يكون أحط من الشياطين على أن الإنسان أقرب للشر منه للخير وكفى أن الله ما ذكر الإنسان في القرآن إلا وقرن اسمه بوصف قبيح كظلوم وغرور وكفار وجبار وجهول وأثيم ما ذكر الله تعالى الإنسان في القرآن إلا وهجاه فقال قتل الإنسان ما أكفره إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لا يضغى وكان الإنسان عجولة خلق الإنسان من عجل ما وجد من مخلوقات الله من نازع الله في عظمته والمستبدون من الإنسان ينازعونه فيها والمتناهون في الرذالة قد يقبحون عبثا لغير حاجة في النفس حتى وقد يتعمدون الإساءة لأنفسهم الإنسان في نشأته كالغصن الرطب فهو مستقيم لدن بطبعه ولكنها أهواء التربية تميل به إلى يمين الخير أو شمال الشر فإذا شب يبس وبقي على أمياله ما دام حيا بل تبقى روحه إلى أبد الآبدين في نعيم السرور بإيفائه حق وظيفة الحياة أو في جحيم الندم على تفريطه وربما كان لا غرابة في تشبيه الإنسان بعد الموت بالمرء الفرح الفقور إذا نام ولذت له الأحلام أو بالمجرم الجاني إذا نام فغشيته قوارس الوجدان بهواجس كلها ملام وآلام التربية ملكة تحصل بالتعليم والتمرين والقدوة والاقتباس فأهم أصولها وجود المربين وأهم فروعها وجود الدين وجعلت الدين فرعا لا أصلا لأن الدين علم لا يفيد العمل إذا لم يكن مقرونا بالتمرين وهذا هو سبب اختلاف الأخلاف من علماء الدين عند الإسلام عن أمثالهم من البراهمة والنصارى وهو سبب إقبال المسلمين في القرن الخامس وفيما بعده على قبول أصول الطرائق التي كانت لبا مهضا لما كان تعليما وتمرينا أي تربية للمريدين ثم خالطها القشر ثم صارت قشرا مهضا ثم صار أكثرها لهوا أو كفرا ملكة التربية بعد حصولها إن كانت شرا تضافرت مع النفس ووليها الشيطان الخناس فرسخت وإن كانت خيرا تبقى مقلقلة كالسفينة في بحر الأهواء لا يرسو بها إلا فرعها الديني في السر والعلانية أو الوازع السياسي عند يقين العقاب والاستبداد ريح صرصر فيه إعصار يجعل الإنسان كل ساعة في شأن وهو مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق وأما العبادات منه فلا يمسها لأنها تلائمه في الأكثر ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن عبادات مجردة صارت عادات فلا تفيد في تطهير النفوس شيئا ولا تنهى عن فحشاء ولا منكر لفقد الإخلاص فيها تبعا لفقده في النفوس التي ألفت أن تتلجأ وتتلوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخداع والنفاق ولهذا لا يستغرب في الأسير الأليف تلك الحال أي الرياء أن يستعمله أيضا مع ربه ومع أبيه وأمه ومع قومه وجنسه حتى ومع نفسه التربية تربية الجسم وحده إلى سنتين هي وظيفة الأم أو الحاضنة ثم تضاف إليها تربية النفس إلى السابع وهي وظيفة الأبوين والعائلة معا ثم تضاف إليها تربية العقل إلى البلوغ وهي وظيفة المعلمين والمدارس ثم تأتي تربية القدرة بالأقربين والخلطاء إلى الزواج وهي وظيفة الصدفة ثم تأتي تربية المقارنة وهي وظيفة الزوجين إلى الموت أو الفراق ولابد أن تصحب التربية من بعد البلوغ، تربية الظروف المحيطة، وتربية الهيئة الاجتماعية، وتربية القانون أو السير السياسي، وتربية الإنسان نفسه الحكومات المنتظمة هي تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين تكون في ظهور الآباء وذلك بأن تسن قوانين النكاح، ثم تعتني بوجود القابلات والملقحين والأطباء ثم تفتح بيوت الأيتام اللقطاء، ثم تعد المكاتب والمدارس للتعليم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب ثم تسهل الاجتماعات، وتمهد المسارح، وتحمي المنتديات، وتجمع المكتبات والآثار، وتقيم النصب المذكرات وتضع القوانين المحافظة على الآداب والحقوق، وتسهر على حفظ العادات القومية، وإنماء الإحساسات المالية، وتقوي الآمال، وتيسر الآمال، وتؤمن العاجزين فعلاً عن الكسب من الموت جوعاً، وتدفع سليمي الأجسام إلى الكسب، ولو في أقصى الأرض، وتحمي الفضلة، وتقدر الفضيلة وهكذا تلاحظ كل شؤون المرء، ولكن من بعيد، كي لا تخل بحريته واستقلاله الشخصي، فلا تقرب منه إلا إذا جنى جرماً لتعاقبه أو مات لتواريه وهكذا الأمة تحرص على أن يعيش ابنها راضياً بنصيبه من حياته، لا يفتكر قط كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتوقهم وراءه بل يموت مطمئنًاً، راضياً، مرضياً، آخر دعائه، فالتحي الأمة، فالتحي الهمة أما المعيشة الفوضى في الإدارات المستبدة، فهي غنية عن التربية، لأنها محض نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية في الغابات والأحراش يسطو عليها الحرق والغرق، وتحطمها العواصف والأيد القواصف، ويتصرف في فسائلها وفروعها الفأس الأعظم فتعيش ما شاءت رحمة الحطابين أن تعيش، والخيار للصدفة تعوج أو تستقيم، تسمر أو تعقم يعيش الإنسان في ظل العدالة والحرية نشيطاً على العمل بياض نهاره وعلى الفكر سواد ليله إن طعم تلذب، وإن تلح تروح وتريض، لأنه هكذا رأى أبويه وأقرباءه، وهكذا يرى قومه الذين يعيش بينهم، يراهم رجالاً ونساءً، أغنياء وفقراء، ملوكاً وصعاليك، كلهم دائبين على الأعمال يفتخر منهم كاسب الدنار بكده وجده، على مالك المليار إرثاً عن أبيه وجده نعم، يعيش العامل ناعم البال، يسره النجاح ولا تقبضه الخيبة، إنما ينتقل من عمل إلى غيره، ومن فكر إلى آخر، فيكون متلذذاً بآماله إن لم يسارعه السعد في أعماله وكيفما كان، يبلغ العذر عند نفسه والناس بمجرد إيفائه وظيفة الحياة أي العمل، ويكون فرحاً فخوراً، نجح أو لم ينجح، لأنه بريء من عار العجز والبطالة أما أسير الاستبداد، فيعيش خاملاً خامداً ضائع القصد، حائراً، لا يدري كيف يميت ساعته وأوقاته، ويدرج أيامه وأعوامه، كأنه حريص على بلوغ أجله ليستتر تحت التراب ويخطئ والله من يظن أن أكثر الأسراء لا سيم منهم الفقراء لا يشعرون بآلام الأسر، مستدلاً بأنهم لو كانوا يشعرون لبادروا إلى إزالته والحقيقة في ذلك أنهم يشعرون بأكثر الآلام، ولكن لا يدركون ما هو سببها ومن أين جاءتهم فيرى أحدهم نفسه منقبضاً عن العمل، لأنه غير أميناً على اختصاصه بالثمر وربما ظن السلب حقاً طبيعياً للأقوياء، فيتبنى أن لو كان منهم ثم يعمل تارة ولكن بدون نشاط ولا إتقان، فيفشل ضرورة ولا يدري أيضاً ما السبب، فيغضب على ما يسميه سعداً أو حظاً أو طالعاً أو قدراً والمسكين من أين له أن يعرف أن النشاط والإتقان لا يتأتيان إلا مع لذة انتظار النجاح في العمل تلك اللذة التي قدر العكماء أنها اللذة الكبرى لاستمرار زمانها من حين العزم إلى تمام العمل والأسير لطمئنان فيه على الاستمرار ولا تشجيع له على الصبر والجلد الأسير المعذب المنتسب إلى دين يسلي نفسه بالسعادة الأخروية فيعدها بجنان ذات أفنان ونعيم مقيم أعده له الرحمن ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة وأنه ربما كان خاسر الصفقتين بل ذلك هو الكائن غالباً ولبسطاء الإسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليها وهي نحو قولهم الدنيا سجن المؤمن المؤمن مصاب إذا أحب الله عبداً ابتلاه هذا شأن آخر الزمان حسب المرء القيمات يقمن صلبه ويتناسون حديث إن الله يكره العبد البطال والحديث المفيد معنا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها ويتغافلون عن النص القاطع المؤجل قيام الساعة إلى ما بعد استكمال الأرض زخرفتها وزنتها وأين ذلك بعد وكل هذه المسليات المسبطات تهون عند ذلك السم القاتل الذي يحول الأذهان عن التماس معرفة سبب الشقاء فيرفع المسؤولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر بل على عاتق الأسراء المساكين أنفسهم وأعني بهذا السم سوء فهم العوام وبلها الخواص لما ورد في التوراة من نحو إخضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من الله و الحاكم لا يتقلد السيف جزافا إنه مقام للانتقام من أهل الشر ولما ورد في الرسائل من نحو فلتخضع كل نسمة للسلطة المقامة من الله وقد ساعى وعاذ المسلمين ومحدثوهم من ذلك قولهم السلطان ظل الله في الأرض والظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه والملوك ملهمون هذا وكل ما ورد في هذا المعنى إن صح فهو مقيد بالعدالة أو محتمل للتأويل بما يعقل وبما ينطبق على حكم الآية الكريمة التي فيها فصل الخطاب وهي ألا لعنة الله على الظالمين وآية فلا عدوان إلا على الظالمين التربية علم وعمل وليس من شأن الأمم المملوكة شؤونها أن يوجد فيها من يعلم التربية ولا من يعلمها حتى إن الباحث لا يرى عند الأسراء علما في التربية مدفونا في الكتب فضلا عن الأذهان أما العمل فكيف يتصور وجوده بلا سبق عزم وهو بلا سبق يقين وهو بلا سبق علم وقد ورد في الأثر النية سابقة العمل وورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات بناء عليه ما أبعد الناس المقصوبة إرادتهم المغلولة أيديهم عن توجيه الفكر إلى مقصد مفيدا كالتربية أو توجيه الجسم إلى عمل نافع كتمرين الوجه على الحياء والقلب على الشفقة نعم ما أبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربية وهي قصر النظر على المحاسن والعبر وقصر السمع على الفوائد والحكم وتعويد اللسان على قول الخير وتعويد اليد على الإتقان وتكبير النفس عن السفاسف وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل ورعاية الترتيب في الشؤون ورعاية التوفير في الوقت والمال والاندفاع بالكلية لحفظ الشرف لحفظ الحقوق ولحماية الدين لحماية الناموس ولحب الوطن لحب العائلة ولإعانة العلم لإعانة الضعيف ولإحتقار الظالمين لإحتقار الحياة إلى غير ذلك مما لا ينبت إلا في أرض العدل تحت سماء الحرية في رياض التربيتين العائلية والقومية الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيط والخداع والنفاق والتذلل وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجد وترك العمل إلى آخره وينتج من ذلك أن الاستبداد المشؤون هو يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة بناء عليه يرى الآباء أن تعبهم في تربية الأبناء التربية الأولى على غير ذلك لا بد أن يذهب عبة تحت أرجل تربية الاستبداد كما ذهبت قبلها تربية آبائهم لهم أو تربية غيرهم لأبنائهم سدى ثم إن عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكين أنفسهم ولا هم آمنون على أنهم يربون أولادهم لهم بل هم يربون أنعاما للمستبتين وأعوانا لهم عليهم وفي الحقيقة أن الأولاد في عهد الاستبداد هم سلاسل من حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان والخوف والتضييق فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد حمق والاعتناء بالتربية حمق مضاعف وقد قال شاعر إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود وغالب الأسراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالد إنما يدفعهم إليه الجهل المظلم وإنهم حتى الأغنياء منهم محرومون من كل الملذات الحقيقية كلذة العلم وتعليمه ولذة المجد والحماية ولذة الإيثار والبذل ولذة إحراز مقام في القلوب ولذة نفوذ الرأي الصائب ولذة كبر النفس عن السفاسف إلى غير ذلك من الملذات الروحية أما ملذات هؤلاء التعساء فهي مقصورة على لذتين اثنتين الأولى منهما لذة الأكل وهي جعلهم بطونهم مقابر للحيوانات إن تيسرت وإلا فمزابل للنباتات أو بجعلهم أجسامهم في الوجود كما قيل أنابيب بين المطبخ والكنيف أو جعلها معامل أعدت لتجهيز الأخبثين والذة الثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوة كأن أجسامهم خلقت دمام لجرب على أديم الأرض يطيب لها الحك ووظيفتها توليد الصديد ودفعه وهذا الشره البهيمي في البعال هو ما يعمل أسراء ويرميهم بالزواج والتوالد العرض زمن الاستبداد كسائر الحقوق غير مصون بل هو معرض لهدك الفساق من المستبدين والأشرار من أعوانهم فإنهم كما أخبر القرآن عن الفراعنة يأسرون الأولاد ويستحيون النساء خصوصا في الحواضر الصغيرة والقرى المستضعف أهلها ومن الأمور المشاهدة أن الأمم التي تقع تحت أسر أمة تغيرها في السماء لا يمضي عليها أجيان إلا وتغش فيها سماء الآسرين كسواد العيون في الإسبانيول وبياض البشرة في الإفريقيين وعدم الاطمئنان على العرض يضعف الحب الذي لا يتم إلا بالاختصاص ويضعف لسقط الأولاد بأزواج أمهاتهم فتضعف الغيرة على تحمل مشاق التربية تلك الغيرة التي لأجلها شرع الله النكاح وحرم السفاح للساعة والفقر أيضا دخل كبير في تسهيل التربية وأين الأسراء من الساعة؟ كما أن الانتظام المعيشة ولو مع الفقر علاقة قوية في التربية ومعيشة الأسراء أغنياء كانوا أو معدمين كلها خلل في خلل وضيق في ضيق وذلك يجعل الأسير هينا النفس وهذا أول دركات الانحطاط ويرى ذاته لا يستحق المزيد في النعيم مطعما ومشربا ومربسا ومسكنا وهذا ثاني الدركات ويرى استعداده قاصرا عن الترقي في العلم وهذا ثالثها ويرى حياته على بساطتها لا تقوى إلا بمعاونة غيره له وهذا رابعها وهل مجرا بناء عليه ما أبعد الأسراء عن المشاطر التربية ثم لماذا يتحملون مشاقة تربية وهم إن نوروا أولادهم بالعلم جنوا عليهم بتقوية إحساسهم فيزيدونهم شقاء ويزيدونهم بلاء ولهذا لا غروى أن يختار الأسراء الذين فيهم بقية من الإدراك ترك أولادهم هملا تجرفهم البلاهة إلى حيث تشاء وإذا افتكرنا كيف ينشأ الأسير في البيت الفقير وكيف يتربى نجد أنه يلقح به وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكسان ثم إذا تحرك جنينا حرك شراسة أمه فشتمته أو زاد آلام حياتها فضربته فإذا ما نمى ضيقت عليه بطنها لألفتها لانحناء خمولا والتصرر صغارا والتقلص لديق فراش الفقر وبتا ولدته ضغطت عليه بالقيمات اقتصادا أو جهلا فإذا تألم وبكى سدت فمه بثديها أو نفسه خضا أو بدوار السرير أو سقته مخدرا عجزا عن نفقة الطبيب فإذا ما فطن يأتيه الغذاء الفاسد يضيق معدته ويفسد مزاجه فإن كان قوي البنية طويل العمر وترعرع يمنع من رياضة اللعب لضيق البيت فإن سأل واستفهم ماذا وما هذا ليتعلم يزجر ويلكم لضيق خلق أبويه وإن جالسهما ليألف المعاشرة وينتفي عنه التوحش يبعدانه كي لا يقف على أسرارهما فيسترقها منه الجيران القلطاء فتنمى إلى أعوان الظالمين وما أكثرهم فإذا قويت رجله يدفع به إلى خارج الباب إلى مدرسة الإلفة على القذارة وتعلم صيغ الشتائم والسباب فإن عاش ونشأ وضع في مكتب أو عند ذي صنعة فيكون أكبر القصد ربطه عن السراح والمراح فإذا بلغ الشباب ربطه أولياؤه على وتد الزواج كي لا يفر من مشاكلتهم في شقاء الحياة ليجنيه على نسله كما جنى عليه أبواه ثم هو يتولى التضييق على نفسه بأطواق الجهل وقيود الخوف ويتولى المستبدون التضييق على عقله ولسانه وعمله وأمله وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة في ضيق وضغط يهرول ما بين عتبة هم ووادي غم يودع سقما ويستقبل سقما إلى أن يفوز بنعمة الموت مضيعا دنياه مع آخرته فيموت غير آسف ولا مأسوفا عليه وما أظلم من يؤاخذ الأسراء على عدم اعتنائهم بلوازم الحياة فالنظافة مثلا لماذا يهتم بها الأسير هل لأجل صحته وهو في مرض مستمر أم لأجل لذته وهو المتألم كيف تقلب جسمه أو نظره أم لأجل ذوق من يجالس أو يؤاكل وهو من عفت نفسه صحبة الحياة ولا يظنن المطالع أن حالة أغنياء الأسراء هي أقل شرا من هذا كلا بل هم أشقى وأقل عافية وأقصر عمرا من هذا إذا نقصتهم بعض المناقصات تزيد فيهم مشاق التظاهر بالراحة والرفاه والعزة والمنعة تظاهرا إن صح قليله فكذيره الكاذب حمل ثقيل على عواتقهم كالسكران يتصاحى فيبتلى بالصداع أو كالعاهرة البائسة التتضاحك لتردي الزاني حياة الأسير تشبه حياة نائم مزعوج بالأحلام فهي حياة لا روح فيها حياة وظيفتها تمثيل مندرسات الجسم فقط ولا علاقة لها بحفظ المزايا البشرية وبناء على هذا كان فاقد الحرية لا أنانية له لأنه ميت بالنسبة لنفسه حي بالنسبة لغيره كأنه لا شيء في ذاته إنما هو شيء بالإضافة ومن كان وجوده في الوجود بهذه الصورة وهي الفناء في المستبدين حق له أن لا يشعر بوظيفة شخصية فضلا عن وظيفة اجتماعية ولولا أن ليس في الكون شيء غير تابع لنظام حتى الجماد حتى فلتات الطبيعة والصدف التي هي مسببات لأسباب نادرة لحكمنا بأن معيشة الأسراء هي محض فوضى لا شبه فوضى على أن التدقيق العميق يفيدنا بأن للأسراء قوانين غريبة في مقاومة الفناء يصعب ضبطها وتعريفها إنما الأسير يرضعها مع لبن أمه ويتربى عليها وقد يبدع فيها بسائق الحاجة ويكون منهم الحاذق فيها علما الماهر في تطبيقها عملا هو الموفق في ميدان حرب الحياة مع الذل كالهنود واليهود والعاجز عنها إما جاهل هذا القانون أو العاجز فطرة عن اتباعه كالعرب مثلا فلا يخرج عن كونه كرة يلعب بها صبيان الاستبداد تارة يضربون بها الأرض أو الحيطان وأخرى تتناولها أرجلهم بالصفعات وهذا إذا كان عجز الأسير عن جهل وأما إذا كان عجزه كما يقال عن عرق هاشمي أي عن شيء من كرامة نفس أو قوة إحساس أو جسارة جنان فيكون كالحجارة تتكسر ولا تني قوانين حياة الأسير هي مقتضيات الشؤون المحيطة به التي تضطره لأن يطبق إحساساته عليها ويدبر نفسه على موجبها وذلك نحو مقابلة التجبر عليه بالتذلل والتصاغر وتعديل الشدة عليه بالتلاين والمطاوعة وإعطاء المطلوب منه بعد قليل من التمنع ولو أن المطلوب هو ابنه لمجزلة الجندية أو بنته لفراش شيخ شرير والمطالبة في الحقوق بصفة استعطاف كأنه طالب صدقة وكسب المعاش مع شكاية الحاجة وحفظ المال بإخفائه عن الأعيان والتعامي عن زلات المستبدين والتصامم عن سماع ما يهان به والتظاهر بفقط الحس أو تعطيله بالمخدرات القوية كالأفيون والحشيش وتعطيل العقل بالتباله وستر العلم بالتجاهل والارتداء بالتدين والرياء وتعويض اللسان على الزلاقة في عبائر التصاغر والتملق وعزو كل خير إلى فضل المستبدين حتى إذا كان الخير طبيعيا نحو مطر السماء فعزوه إلى يمن الحكام أو دعاء الكحان ويسند كل شر ولو من نوع التسلط على الأعراض إلى الاستحقاق من جانب الله إلى غير ذلك من أحكام ذلك القانون الذي رؤوس مسائله فقط تمل القارئة فضلا عن تفصيلاتها إن أخوف ما يخافه الأسير هو أن يظهر عليه أثر نعمة الله في الجسم أو المال فتصيبه عين الجواسيس وهذا أصل عقيدة إصابة العين أو أن يظهر له شأن في علم أو جاه أو نعمة مهمة فيسعى به حاسدوه إلى المستبد وهذا أصل شر الحسد الذي يتعود منه وقد يتحيل الأسير على حفظ ماله الذي لا يمكنه إخفاؤه كالزوجة الجميلة أو الدابة الثمينة أو الدار الكبيرة فيحميها بإسناد الشؤم وهذا أصل التشاؤم بالأقدام والنواصي والأعتقاق ومن غريب الأحوال أن الأسراء يبغدون المستبد ولا يقوون على استعمالهم معه البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضب فيصرفون بأسهم في وجهة أخرى ظلماً فيعادون من بينهم فئة مستضعفة أو الغرباء أو يظلمون نساءهم ونحو ذلك ومثلهم في ذلك مثل الكلاب الأهلية إذا أريد منها الحراسة والشراسة فأصحابها يربطونها نهاراً ويطلقونها ليلاً فتصير شريسة عقوراً وبهذا التعليل تعلّل جسارة الأسراء أحياناً في محارباتهم لا أنها جسارة عن شجاع وأحياناً تكون جسارة الأسراء عن التناهي في الجبانة أمام المستبد الذي يسوقهم إلى الموت فيطيعونه اندعاراً كما تطيع الغنمة الذئبة فتهرول بين يديه إلى حيث يأكلها وقد اتضح مما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال الاستبداد إلا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة وهذا النوع يستلزم انخلاع القلوب لا تزكية النفوس وقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير من الترغيب فضلاً عن الترهيب وأن التعليم مع الحرية بين المعلم والمتعلم أفضل من التعليم مع الوقار وأن التعليم عن رغبة في التكمل أرسخ من العلم الحاصل طمعاً في المكافأة أو غيرة من الأقران وعلى هذه القاعدة بنوا قولهم إن المدارس تقلل الجنايات للسجون وقولهم إن القصاص والمعاقبة قل ما يفيدان في زجر النفس كما قال الحكيم العربي لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر ومن يتأمل جيداً في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ملاحظاً أن معنى القصاص لغة هو التساوي مطلقاً لا مقصوراً على المعاقبة بالمثل في الجنايات فقط ويدقق النظر في القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية ويتبع مسالك الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام يرى أن الاعتناء في طريق الهداية فيها منصرف إلى الإقناع ثم إلى الأطماع عاجلاً أو آجلاً ثم إلى الترهيب الآجل غالباً ومع ترك أبواب تدلي إلى النجاة ثم إن التربية التي هي ضالة الأمم وفقدها هو المصيبة العظمة التي هي المسألة الاجتماعية حيث الإنسان يكون إنساناً بتربيته وكما يكون الآباء يكون الأبناء وكما تكون الأفراد تكون الأمة والتربية المطلوبة هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييز ثم على حسن التفهيم والإقناع ثم على تقوية الهمة والعزيمة ثم على التمرين والتعويد ثم على حسن القدوة والمثال ثم على المواظبة والإتقان ثم على التوسط والاعتدال وأن تكون تربية العقل مصحوبة بتربية الجسم لأنهما متصاحبان صحة واعتلالاً فإنه يقتضي تعويد الجسم على النظافة وعلى تحمل المشاق والمهارة في الحركات والتوقيت في النوم والغذاء والعبادة والترتيب في العمل وفي الرياضة والراحة وأن تكون تلكم التربيتان مصحوبتين أيضاً بتربية النفس على معرفة خالقها ومراقبته والخوف منه فإذا كان لا مطمع في التربية العامة على هذه الأصول بمانع طبيعة الاستبداد فلا يكون لعقلاء المبتلين به إلا أن يسعوا أولاً وراء إزالة المانع الضاغط على العقول ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث يمكنهم حينئذ أن ينالوها على توالي البطون والله الموفق نهاية الفصل الثامن الفصل التاسع من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد هذا التسجيل خاص بليبريفوكس جميع تسجيلات ليبريفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع ليبريفوكس.org قام بالتسجيل خالد فؤاد طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي الاستبداد والترقي الحركة سنة عاملة في الخليقة دائبة بين شخوص وهبوط فالترقي هو الحركة الحيوية أي حركة الشخوص ويقابله الهبوط وهو الحركة إلى الموت أو الإنحلال أو الاستحالة أو الإنقلاب وهذه السنة كما هي عاملة في المادة وأعراضها عاملة أيضا في الكيفيات ومركباتها والقول الشارح لذلك آية يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وحديث ما تم أمر إلا وبدى نقصه وقولهم التاريخ يعيد نفسه وحكمهم بأن الحياة والموت حقان طبيعيان وهذه الحركة الجسمية والنفسية والعقلية لا تقتضي السير إلى النهاية شخوصاً أو هبوطاً بل هي أشبه من ميزان الحرارة كل ساعة في شأن والعبرة في الحكم للوجهة الغالبة فإذا رأينا في أمة آثار حركة الترقي هي الغالبة على أفرادها حكمنا لها بالحياة ومتى رأينا عكس ذلك قضينا عليها بالموت الأمة هي مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين كما أن البناء مجموع أنقاض فحسب ما تكون الأنقاض جنساً وجمالاً وقوة يكون البناء فإذا ترقت أو انحطت أفراد الأمة ترقت أو انحطت هيئتها الإجتماعية حتى إن حالة الفرد الواحد من الأمة تؤثر في مجموع تلك الأمة كما إذا لو اختلت حجرة من حصل يختل مجموعه وإن كان لا يشعر بذلك كما لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أقلتها وأمالتها حقيقة وإن لم يدرك ذلك بالمشاعر وبعض السياسيين بنى على هذه القاعدة أنه يكفي الأمة روقياً أن يجتهد كل فرد منها في ترقية نفسه بدون أن يفتكر في ترقي مجموع الأمة الترقي الحيوي الذي يتدرج فيه الإنسان بفطرته وهمته هو أولاً الترقي في الجسم صحة وتلذذا ثانياً الترقي في القوة بالعلم والمال ثالثاً الترقي في النفس بالخصال والمفاخر رابعاً الترقي بالعائلة استئناساً وتعاوناً خامساً الترقي بالعشيرة تناصراً عند الطوارئ سادساً الترقي بالإنسانية وهذا منتهى الترقي وهناك نوع آخر من الترقي يتعلق بالروح وبالكمال وهو أن الإنسان يحمل نفساً ملهمة بأن لها وراء حياتها هذه حياة أخرى تترقى إليها على سلم العدل والرحمة والحسنات فأهل الأديان ما عدا أهل التوراة يؤمنون بالبعث أو التناسخ فيأتون بالعدل والرحمة رجاء المكافأة أو خوف المجازاة وهم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم مدينين للإنسانية بحفظها تاريخ الحياة الطبيعية فيلتزمون خدمتها اهتماماً بحياتهم التاريخية بحسن الذكر أو قبحه وهذه الترقيات على أنواعها الستة لا يزال الإنسان يسعى وراءها ما لم يعترضه مانع غالب يسلب إرادته وهذا المانع إما هو القدر المحتوم المسمى عند البعض بالعجز الطبيعي أو هو الاستبداد المشؤوم على أن القدر قد يصدم سير الترقي لمحة ثم يطلقه فيكر الراقية وأما الاستبداد فإنه يقلب السير من الترقي إلى الانحطاط من التقدم إلى التأخر من النماء إلى الفناء ويلازم الأمة ملازمة الغريم الشحيح ويفعل فيها دهراً طويلاً أفعاله التي تقدم وصف بعضها في الأبحاث السابقة أفعاله التي تبلغ بالأمة حطة العجماوات فلا يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط بل قد تبيح حياتها هذه الدنيئة أيضاً للاستبداد إباحة ظاهرة أو خفية ولا عار على الإنسان أن يختار الموت على الذل وهذه سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة قد تأبل غذاء حتى تموت وقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور وإذا ألزمته بالحرية تشقى وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة فلا ينفك عنها حتى تموت ويموته وبموتها وتوصف حركة الترقي والانحطاط في الشؤون الحيوية للإنسان أنها من نوع الحركة الدودية التي تحصل بالاندفاع والانقباط وذلك أن الإنسان يولد وهو أعجز حراكا ودراكا من كل حيوان ثم يأخذ في السير تدفعه الرغائب النفسية والعقلية وتقبضه الموانع الطبيعية والمزاحمة وهذا سر أن الإنسان ينتابه الخير والشر وهو سر ما ورد في القرآن الكريم من ابتلاء الله الناس بالخير وبالشر وهو معنى ما ورد في الأثر من أن الخير مربوط بذيل الشر والشر مربوط بذيل الخير وهو المراد من أقوال الحكماء نحو على قدر النعمة تكون النقمة على قدر الهمم تأتي العزائن بين السعادة والشقاء حرب سجال العاقل من يستفيد من مصيبته والكيس من يستفيد من مصيبته ومصيبة غيره والحكيم من يبتهج بالمصائب ليقطف منها الفوائد ما كان في الحياة لذة لو لم يتخللها آلام فإذا تقرر هذا فليعلم أيضا أن سبيل الإنسان هو إلى الرقي ما دام جناح الاندفاع والانقباض فيه متوازيين كتوازم الإيجابية أو السلبية في الكهربائية وسبيله القهقري إن غلبته الطبيعة أو المزاحمة ثم إن الاندفاع إذا غلب فيه العقل النفس كانت الوجهة إلى الحكمة وإن غلبت النفس العقل كانت الوجهة إلى الزيغة أما الإنقباض فالمعتدل منه هو السائق للعمل والقوي منه مهلك مسكن للحركة والاستبداد المشؤوم الذي نبحث فيه هو قابض ضاغط مسكن والمبتلون به هم المساكين نعم أسراء الاستبداد أحق بوصف المساكين من عجزة الفقراء ولو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا من الاختلاف في تعريف المساكين الذين جعل لهم الله نصيبا من الزكاة فقالوا هم عبيد الاستبداد ولجعلوا كفارات فك الرقاب تشمل هذا الرقى الأكبر أسراء الاستبداد حتى الأغنياء منهم كلهم مساكين لا حراك فيهم يعيشون منحطين في الإدراك منحطين في الإحساس منحطين في الأخلاق وما أظلم توجيه اللوم إليهم بغير لسان الرأفة والإرشاد وقد أبدع من شبه حالتهم بدود تحت صخرة فما أليق باللائمين أن يكونوا مشفقين يسعون في رفع الصخرة ولو حتى بالأغافر ضرة بعد ضرة قد أجمع الحكماء على أن أهم ما يجد عمله على الآخذين بيد الأمم الذين فيهم نسمة مرؤة وشرارة حمية الذين يعرفون ما هي وظيفتهم بإزاء الإنسانية الملتمسين لإخوانهم العافية أن يسعوا في رفع الضغط عن العقول لينطلق سبيلها في النمو فتمزق غيوم الأوهام التي تمطر المخاوف شأن الطبيب في اعتنائه أولاً بقوة جسم المريض وأن يكون الإرشاد متناسباً مع الغفلة خفة وقوة كالساه ينبهه الصوت الخفيف والنائم يحتاج إلى صوت أقوى والغافل يلزمه صياح وزجر فالأشخاص من هذا النوع الأخير يقتضي لإيقاظهم الآن بعد أن ناموا أجيالاً طويلة أن يسقيهم النطاصي البارع مرًا من الزواجر والقوارص علهم يفيقون وإلا فهم لا يفيقون حتى يأتي القضاء من السماء فتبرق الصيور وترعد المدافع وتمطر البنادق فحينئذ يصحون ولكن صحوة الموت بعض الاجتماعيين في الغرب يرون أن الدين يؤثر على الترق الإفرادي ثم الاجتماعي تأثيراً معطلاً كفعل الأفيون في الحس أو حاجباً كالغيم يغشي نور الشمس وهناك بعض الغلات يقولون الدين والعقل ضدان متزاحمان في الرؤوس وإن أول نقطة من الترق تبتدئ عند آخر نقطة من الدين وإن أصدق ما يستدل به على مرتبة الرقي والإنحطاط في الأفراد أو في الأمم الغابرة والحاضرة هو مقياس الارتباط بالدين قوة وضعفاً هذه الآراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليها ولكن بالنظر إلى الأديان الخرافية أساساً أو التي لم تقف عند حد الحكمة كالدين المبني على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد لأن مجرد الإذعان لما لا يعقل برهان على فساد بعض مراكز العقل ولهذا أصبح العالم المتمد يعد الانتساب إلى هذه العقيدة من العار لأنه شعار الحمق أما الأديان المبنية على العقل المحض كالإسلام الموصوف بدين الفطرة ولا أعني بالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين الآن إنما أريد بالإسلام دين القرآن أي الدين الذي يقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتفصح زيد أو تحكم عمر فلا شك في أن الدين إذا كان مبنيا على العقل يكون أفضل صارف للفكر عن الوقوع في مصائد المخرفين وأنفع وازع يضبط النفس من الشطط وأقوى مؤثر لتهذيب الأخلاق وأكبر معين على تحمل مشاق الحياة وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطرة وأجل مثبت على المبادئ الشريفة وفي النتيجة يكون أصح مقياس يستدل به على الأحوال النفسية في الأمم والأفراد رقيا وانحطاطا هذا القرآن الكريم إذا أخذناه وقرأناه بالتروي في معاني ألفاظه العربية وأسلوبه وتركيبه القراشي مع تفهم أسباب نزول آياته وما أشارت إليه ومع التبصر في مقاصله الدقيقة وتشريعه السامي ومع أخذ بعض التوضيحات من السنة العملية النبوية أو الإجماع إن وجد وقل ما يوجدان فحينئذ لا نرى فيه من أوله إلى آخره غير حكمه يتلقاه العقل بالإجلال والإعظام إلى درجة قياد العقل طوعا أو كرها للإيمان إجمالا بأن تلك الحكم حكم عزيزة إلهية وأن الذي أنزلها الله على قلبه هو أفضل من أرسله الله مرشدا لعباده وتوضيح ذلك أن الناظر في القرآن حق النظر يرى أنه لا يكلف الإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل بل يحذره وينهاه من الإيمان اتباعا لرأي الغير أو تقليدا للآباء ويراه طفحا بالتنبيه إلى إعمال الإنسان فكره ونظره في هذه الكائنات وعظيم انتظامها ثم الاستدلال بذلك إلى أن لهذه الكائنات صانعا أبدعها من العدم ثم الانتقال إلى معرفة الصفات التي يستلزم العقل أن يكون هذا الصانع متصفا بها أو منزها عنها ثم يرى القرآن يعلم الإنسان بعض أعمال وأحكام وأوامر ونواهي كلها لا تبلغ المئة عددا وكلها بسيطة معقولة إلا قليلا من الأمور التعبدية التي شرعت لتكون شعارا يعرف به المسلم أخاه أو يستطلع من خلال قيامه بها أو تهونه فيها أخلاقه فيستدل مثلا بالتكاسل عن الصلاة على فقد النشاط وبترك الصوم على عدم الصدر وبالسكر على غلبة النفس العقل ونحو ذلك وكفى بالإسلامية الرقيا في التشريع رقيها بالبشر إلى منزل حصرها أسارة الإنسان في جهة شريفة واحدة وهي الله وعطقها عقل البشر عن توهم وجود قوة ما في غير الله من شأنها أن تأتي للإنسان بخير ما أو تدفع عنه شرا ما فالإسلامية تجعل الإنسان لا يرجو ولا يهاب من رسول أو نبي أو ملك أو فلك أو ولي أو جني أو ساحر أو كاه أو شيطان أو سلطان وأعظم بهذا التعليم الذي يرمي الإنسان به عن عاطقه جبالا من الخوف والأوهام والخيالات جبالا اعتق لها منذ كان يسرح مع الغيلان أو ورثها من أبيه آدم الذي طغاه شيطان النفس أوليس العتيق من الأوهام يصبح صحيح العقل قوي الإرادة ثابت العزيمة قائده الحكمة سائقه الوجدان فيعيش حرا فرحا صبورا فخورا لا يبالي حتى بالموت لعلمه بالسعادة التي يستقبلها التي يمثلها له القرآن بالجنان فيها الروح والريحان والحور والغلمان فيها كل ما تشتهي النفس وتقر به العينان وأظن أن هؤلاء المنكرين فائدة الدين ما أنكروا ذلك إلا من عدم اطلاعهم على دين صحيح مع يأسهم من إصلاح ما لديهم عجزا عن مقاومة أنصار الفساد وإذا نظرنا في أن هؤلاء أنفسهم هم في آن واحد يشددون النكير على الدين من جهة قائلين إن ضرره أكبر من نفعه ويهيجون من جهة أخرى مؤثرات أدبية وهمية محضى يرون أنه لابد منها في بناء الأمم وذلك مثل حب الوطن وخيانته وحب الإنسانية والإساءة إليها والسمعة الحسنة وعكسها والذكر التاريخي بالخير أو الشر ونحو ذلك مما هو لا شيء في ذاته ولا شيء أيضا بالنسبة إلى تأثير طاعة الله والخوف منه لأن الله حقيقة لا ريب فيها بل ولا خلاف إلا في الأسماء بين الله وبين مادة أو طبيعة ولولا أن الماديين والطبيعيين يأبون الاسترسال في البحث في صفات ما يسمونه مادة أو طبيعة لالتقوا ولا شك مع الإسلام في نقطة واحدة فارتفع الخلاف العلمي وأسلم الكل لله وعلى ذكر اللوم الإرشادي لا حليء أن أصور الرطية والإنحطاط في النفس وكيف ينبغي للإنسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومه وكيف يرشدهم إلى أنهم خلقوا لغير ما هم عليه من الصبر على الذل والسفالة فيذكرهم ويحرك قلوبهم ويناجيهم وينذرهم بنحو الخطابات الآتية يا قوم ينزعني والله الشعور هل موقف هذا في جمع حي فأحييه بالسلام أم أنا أخاطب أهل القبور فأحييهم بالرحمة يا هؤلاء لستم بأحياء عاملين ولا أموات مستريحين بل أنتم بين بين في برزخ يسمى التنبت ويصح تشبيهه بالنوم يا رباه إني أرى أشباح أناس يشبهون ذوي الحياة وهم في الحقيقة موتى لا يشعرون بل هم موتى لأنهم لا يشعرون يا قوم هداكم الله إلى متى هذا الشقاء المديد والناس في نعيم مقيم وعز كريم أفلا تنظرون وما هذا تأخر وقد سبقتكم الأقوام ألوف مراحل حتى صار كما صار بعد ورائكم أماما أفلا تتبعون وما هذا الانخفاض والناس في أوج الرفعة أفلا تغارون أناشدكم الله هل طابت لكم طول غيبة الصواب عنكم أم أنتم كأهل ذلك الكهر ناموا ألف عام ثم قاموا وإذا بالدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فأخذتهم الدهشة والتزم السكون يا قوم وقاكم الله من الشر أنتم بعيدون عن مفاخر الإداع وشرف القدوة مبتلون بداية التقليد والتبعية في كل فكر وعمل وبداء الحرص على كل عتيق كأنكم خلقتم للماضي إلى الحاضر تشكون حاضركم وتسخطون عليه ومن لي أن تدركوا أن حاضركم نتيجة لماضيكم ومع ذلك أراكم تقلدون أجدادكم في الوساوس والخرافات والأمور السافلات فقط ولا تقلدونهم في محامدهم أين الدين؟ أين التربية؟ أين الإحساس؟ أين الغيرة؟ أين الجسارة؟ أين الثبات؟ أين الرابطة؟ أين المنعة؟ أين الشهامة؟ أين النخوة؟ أين الفضيلة؟ أين المواساة؟ هل تسمعون أم أنتم صموا اللهون؟ يا قوم عافاكم الله إلى متى هذا النوم؟ وإلى متى هذا التقلب على فراش البأس ووسادة اليأس؟ أنتم مفتحة عيونكم ولكنكم نيام لكم أبصار ولكنكم لا تنظرون وهكذا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكم سمع ولسان ولكنكم صم بك ولكم شبيه الحس ولكنكم لا تشعرون به ما هي اللذائذ حقا وما هي الآلام ولكم رؤوس كبيرة ولكنها مجغلة بمزعجات الأوهام والأحلام ولكم نفوس حقها أن تكون عزيزة ولكن أنتم لا تعرفون لها قدرا ومقاما يا قوم قاتل الله الغباوة فإنها تملأ القلوب رعبا من لا شيء وخوفا من كل شيء وتفعم الرؤوس تشويشا وسخافة أليست هي الغباوة جعلتكم كأنكم قد مسكم الشيطان فتخافون من ظلكم وترهبون من قواتكم وتجيشون منكم عليكم قيوشا ليقتل بعضكم بعضا تترامون على الموت خوف الموت وتحبسون طول العمر فكركم في الدماغ ونطقكم في اللسان وإحساسكم في الوجدان خوفا من أن يسجنكم الظالمون وما يسجنون غير أرجلكم أياما فما بالكم يا أحلاس النساء مع الذل تخافون أن تصيروا جلاس الرجال في السجون يا قوم أعيذكم بالله من فساد الرأي وضياع الحزم وفقد الثقة بالنفس وترك الإرادة للغير فهل ترون أثرا للرشد في أن يوكل الإنسان عنه وكيلا ويطلق له التصرف في ماله وأهله والتحكم في حياته وشرفه والتأثير على دينه وفكره مع تسليف هذا الوكيل العفو عن كل عبث وخيانة وإصراف وإتلاف أم ترون أن هذا النوع من الجنة به يظلم الإنسان نفسه هل خلق الله لكم عقلا لتفهموا به كل شيء أم لتهملوه كأنه لا شيء إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يا قوم شفاكم الله قد ينفع اليوم الإنذار واللوم وأما غدا إذا حل القضاء فلا يبقى لكم غير النذب والبكاء فإلى متى هذا التخادع والتخاذل وإلى متى هذا التواني والتدابر وإلى متى هذا الإهمال هل طاب لكم النوم على الوسادة اللينة وسادة الخمول أم طاب لكم السكون وتودون لو تسكنون القبور أم عاهدتم أنفسكم أن تصلوا غفلة الحياة بالممات فلا تفيقوا من السبات قبل صباح يوم النشور يوم تعل السيوف رقابكم وتصم المدافع آذانكم فتمسون الأذلاء حقا وحق لكم أن تذلوا يا قوم رحمكم الله ما هذا الحرص على حياة تعيسة دنيئة لا تملكونها ساعة ما هذا الحرص على الراحة الموهومة وحياتكم كلها تعب ونصب هل لكم في هذا الصبر فخر أو لكم عليه أجر كلا والله ساء ما تتوهمون ليس لكم إلا القهر في الحياة وقبيح الذكر بعد الممات لأنكم ما أفدتم الوجود شيئا بل أتلفتم ما ورثتم عن السلف وصرتم بئس الواسطة للخلف ألستم يا ناس مدينون للأسلاف بكل ما أنتم فيه من الترقي عن إنسان الغابات فإذا لم تكونوا أهلا للمزيد فكونوا أهلا للحفو وهذه العجماوات تنقل رقيها لنسلها بأمانة يا قوم حماكم الله قد جاءكم المستمتعون من كل حدب ينسلون فإن وجدوكم أيقاضا عاملوكم كما يتعامل الجيران ويتجامل الأقران وإن وجدوكم رقودا لا تشعرون سلبوا أموالكم وزاحموكم على أرضكم وتحيلوا على تذليلكم وأوثقوا ربطكم واتخذوكم أنعاما وعندئذ لو أردتم حراكا لا تقوون بل تجدون القيود مشدودة والأبواب مسدودة لا نجاة ولا مخرج يا قوم هون الله مصابكم تشكون من الجهل ولا تنفقون على التعليم نصف ما تصرفون على التدخين تشكون من الحكام وهم اليوم منكم فلا تسعون في إصلاحهم تشكون فقد الرابطة ولكم روابط من وجوه لا تفكرون في إحكامها تشكون الفقر ولا سبب له غير الكسل هل ترجون الصلاح وأنتم يخادع بعضكم بعضا ولا تخدعون إلا أنفسكم ترضون بأدنى المعيشة عجزا تسمونه قناعة وتهملون شؤونكم تهاونا تسمونه توكلا تموهون عن جهلكم الأسباب بقضاء الله وتدفعون عار المسببات بعطفها على القدر ألا والله ما هذا شأن البشر يا قوم سامحكم الله لا تظلموا الأقدار وخافوا غيرة المنعم الجبار ألم يخلقكم أكفاء أحرارا طلقاء لا ينثقلكم غير النور والنسيم فأبيتم إلا أن تحملوا على عواطقكم ظلم الضعفاء وقهر الأقياء لو شاء كبيركم أن يحمل صغيركم كرة الأرض لحنى لها ظهرة ولو شاء أن يركبه لتأطأ له رأسه ماذا استفدتم من هذا الخضوع والخشوع لغير الله وماذا ترجون من تقبيل الأذيال والأعتاب وخفض الصوت ونكس الرأس أليس من شاء هذا الصغار كله هو ضعف فقتكم بأنفسكم كأنكم عاجزون عن تحصيل ما تقوم به الحياة وحسب الحياة لقيمات من نبات يقمن ضلع ابن آدم وقد بذلها الخلاق لأضعف الحيوان هذه الوحوش تجد فرائسها أينما حلت وهذه الهوام لا تفقد قوتها فما بال الرجل منكم يضع نفسه مقام الطفل الذي لا ينال من الكبير مراده إلا بالتذلل والبكاء أو موضع الشيخ الفاني الذي لا ينال حاجته إلا بالتملق والدعاء يا قوم رفع الله عنكم المكروه ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء في البنية أكفاء في القوة أكفاء في الطبيعة أكفاء في الحاجات لا يفضل بعضكم بعضا إلا بالفضيلة لا ربوبية بينكم ولا عبودية والله ليس بين صغيركم وكبيركم غير برزخ من الوهن ولو در الصغير بوهمه العاجز بوهمه ما في نفس الكبير المتأله من الخوف منه لزال الإشكال وقضي الأمر الذي فيه تشقون يا أعزاء الخلقة جهلاء المقام كان الناس في دور الهمجية فكان دهاتهم بينهم آلهة وأنبياء ثم ترقى الناس فهبط هؤلاء لمقام الجبابرة والأولياء ثم زاد الرقي فانحط أولئك إلى مرتبة الحكام والحكماء حتى صار الناس ناسا فزال العماء وانكشف الغطاء وبان أن الكل أكفاء فأناشدكم الله في أي الأدوار أنتم ألا تفكرون يا قوم جعلكم الله من المهتدين كان أجدادكم لا ينحنون إلا ركوعا لله وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المناعمين ولو بلقمة مغموسة بدم الإخوان وأجدادكم ينامون الآن في قبورهم مستوين أعزاء وأنتم أحياء معوجة رقابكم أذلاء البهاء متود لو تنتصب قاماتها وأنتم من كثرة الخضوع كادت تصير أيديكم قوائم النبات يطلب العلو وأنتم تطلبون الإنخفاض لفظتكم الأرض لتكونوا على ظهرها وأنتم حرصون على أن تنغرسوا في جوفها فإن كانت بطن الأرض بغيتكم فاصبروا قليلا لتناموا فيها طويلة يا قوم ألهمكم الله الرشد متى تستقيم قاماتكم وترفع من الأرض إلى السماء أنظاركم وتميل إلى التعالي نفوسكم فيشعر أحدكم بوجوده في الوجود فيعرف معنى الأنانية ليستقل بذاته في ذاته ويملك إرادته واختياره ويثق بنفسه وبربه لا يتكل على أحد من خلق الله اتكال الناقص في الخلق على الكامل فيه أو اتكال الغاصب على مال الغافل أو الكل على سعي العامل بل يرى أحدكم نفسه إنسانا كريما يعتمد على المبادلة وطعاوض فيسلف ثم يستوفي ويستدين على أن يفي بل ينظر في نفسه أنه هو الأمة وحده وما أجدر بأحدكم أن يعمل لدنياه بنفسه لنفسه فلا يتكل على غيره كما يعمل الإنسان ليعبد الله بشخصه لا ينيب عنه غيره فإذا فعلتم ذلك أظهر الله بينكم ثمرة التضامن بلا اشتراط والتقاضي بلا محاشرة فتصيرون بنعمة الله إخوانا يا قوم أبعد الله عنكم المصائب وبصركم بالعواطب إن كانت المظالم غلت أيديكم وضيقت أنفاسكم حتى صغرت نفوسكم وهانت عليكم هذه الحياة وأصبحت لا تساوي عندكم الجد والجهد وأمسيتم لا تبالون أتعيشون أم تموتون فهل لا أخبرتموني لماذا تحكمون فيكم الظالمين حتى في الموت أليس لكم من الخيار أن تموتوا كما تشاءون لا كما يشاء الظالمون هل سلب الاستبداد إرادتكم حتى في الموت كلا والله إن أنا أحببت الموت أموت كما أحب لئيما أو كريما حتفا أو شهيدا فإن كان الموت ولابد فلماذا الجبانة وإن أردت الموت فليكن اليوم قبل الغد وليكن بيدي لا بيد عمر أليس وطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم يا قوم أناشدكم الله ألا أقول حقا إذا قلت إنكم لا تحبون الموت بل تنفرون منه ولكنكم تجهلون الطريقة فتهربون من الموت إلى الموت ولو اهتديتم إلى السبيل لعلمتم أن الهرب من الموت موت وطلب الموت حياه ولعرفتم أن الخوف من التعب تعب والإقدام على التعب راحة ولفطنتم إلى أن الحرية هي شجرة الخلد وسقياها قطرات من الدم الأحمر المسفوح والأسارة هي شجرة الزقوم وسقياها أنهر من الدم الأبيض أي الدموع ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم بتزيين صدوركم بورد الجروح لا بوسامات الظالمين يا قوم وأعني منكم المسلمين أيها المسلمون إني نشأت وشدت وأنا أفكر في شأننا الاجتماعي عسى أهتدي لتشخيص دائنا فكنت أتقص السبب بعد السبب حتى إذا وقعت على ما أظنه عاما أقول لعل هذا هو جرثومة الداء فأتعمق فيه تمحيصا وأحلله تحليلا فينكشف التحقيق عن أن ما قام في الفكر هو سبب من جملة الأسباب أو هو سبب فرعي لا أصلي فأخيب وأعود إلى البحث والتنقيب وطالما أمسيت وأصبحت أجهد الفكر في الاستقصاء وكثيرا ما سعيت وسافرت لأستطلع آراء ذوي الآراء عسى أهتدي إلى ما يشفي صدري من آلام بحث أتعبني به ربي وآخر ما استقرت عليه سفينة فكر هو إن جرثومة دائنا هي خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة دين النظام والنشاط دين القرآن الصريح البيان إلى صيغة أنا جعلناه دين الخيال والخبال دين الخل والتشويش دين البدع والتشديد دين الإجهاد وقد دب فينا هذا المرض منذ ألف عام فتمكن فينا وأثر في كل شؤوننا حتى بلغ فينا استحكام الخلل في الفكر والعمل أننا لا نرى في الخالق جل شأنه نظاما فيما اتصف نظاما فيما قضى نظاما فيما أمر ولا نطالب أنفسنا فضلا عن آمرنا أو مأمورنا بنظام وترتيب واضطراض ومثابرة وهكذا أصبحنا واعتقادنا مشوش وفكرنا مشوش وسياستنا مشوشة ومعيشتنا مشوشة فأين منا والحالة هذه الحياة الفكرية الحياة العملية الحياة العائلية الحياة الإجتماعية الحياة السياسية يا قوم قضي عدينكم ودنياكم ساستكم الأولون وعلماءكم المنافقون وإني أرشدكم إلى عمل إفرادي لا حرج فيه علما ولا عملا أليس بين جنبي كل فرد منكم وجدان يميز الخير من الشر والمعروف من المنكر ولو تمييزا إجماليا أما بلغكم قول معلم الخير نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم وقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وأنتم تعلمون إجماع أئمة مذاهبكم كلها على أن أنكر المنكرات بعد الكفر هو الظلم الذي فشى فيكم ثم قتل النفس ثم وثم وقد أوضح العلماء أن تغير المنكر بالقلب هو بغض متلبس به بغضا في الله بناء عليه فمن يعامل الظالم أو الفاسق غير مضطر أو يجامله ولو بالسلام يقول قد خسر أضعف الإيمان وما بعد الأضعف إلا العدم أي فقد الإيمان والعياذ بالله ولا أكنكم تجهلون أن كلمة الشهادة والصوم والصلاة والحج والزكاة كلها لا تغني شيئا مع فقد الإيمان إنما يكون القيام حينئذ بهذه الشعائر قياما بعادات وتقليدات وهوسات تضيع بها الأموال والأوقات بناء عليه فالدين يكلفكم إن كنتم مسلمين والحكمة تلزمكم إن كنتم عاقلين أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر يهدكم ولا أقل في هذا الباب من إبطانكم البغضاء للظالمين والفاسقين وأظنكم إذا تأملتم قليلا ترون هذا الدواء السهل المقدور لكل إنسان منكم يكفي لإنقاذكم مما تشكون والقيام بهذا الواجب متعين على كل فرد منكم بنفسه ولو أحمله كافة المسلمين ولو أن أجدادكم الأولين قاموا به لما وصلتم إلى ما أنتم عليه من الهوان فهذا دينكم والدين ما يدين به الفرد لما يدين به الجمع والدين يقين وعمل لا علم وحفظ في الأذهان أليس من قواعد دينكم فرض الكفاية وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير منتظر غيره فأناشدكم الله يا مسلمين ألا يغركم دين لا تعملون به وإن كان خير دين ولا تغرنكم أنفسكم بأنكم أمة خير أو خير أمة وأنتم أنتم المتواكلون المقتصرون على شعار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونعم الشعار شعار المؤمنين ولكن أين هم؟ إني لا أرى أمامي أمة تعرف حقا معنى لا إله إلا الله بل أرى أمة خبلتها عبادة الظالمين يا قوم وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد وما جناه الآباء والأجداد فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المثيرين وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون فهذه أمم أستيريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني والرفاق الجنسي دون المذهبي والارتباط السياسي دون الإداري فما بالنا نحن لا نفتكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها يقول عقلاؤنا لمثير الشحناء من الأعجام والأجانب دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شأننا نتفاهم بالفصحاء ونتراحم بالإخاء ونتواسى في الضراء ونتساوى في السراء دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط دعونا نجتمع على كلمات سواء ألا وهي فالتحيى الأمة فليحيى الوطن فلنحيى طرقاء أعزاء أدعوكم وأخص منكم النجباء للتبصر والتبصير فيما إليه المصير أليس مطلق العربي أخفه استحقارا لأخيه من الغربي هذا الغربي قد أصبح ماديا لا دين له غير الكسب فما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الديني إلا مخادعة وكذبة هؤلاء الفرانسيس يطاردون أهل الدين ويعملون على أنهم يتناسونه بناء عليه لا تكون دعواهم الدين في الشرق إلا كما يغرد الصياد أراء الأشباك لو كان للدين تأثير عند الغربي لما كانت البغضاء بين اللاتين والسيكسون بل بين الطليان والفرانسيس ولما كانت بين الألمان والفرانسيس الغربيين الغربي أرقى من الشرقي علما وثروة ومنعا فله على الشرقيين إذا واطنهم السيادة الطبيعية أما الشرقيون فيما بينهم فمتقاربون لا يتغابنون الغربي يعرف كيف يسوس وكيف يتمتع وكيف يأسر وكيف يستأثر فمتى رأى فيكم استعدادا واندفاعا لمجاراته أو سبطه ضغط على عقولكم لتبقوا وراءه شوطا كبيرا كما يفعل الروس مع البولينيين واليهود والتاتار وكذلك شأن كل المستعمرين الغربي مهما مكث في الشرق لا يخرج عن أنه تاجر مستمتع فيأخذ فسائل الشرق ليغرسها في بلده التي لا يفتأ يفتخر برياضها ويحن إلى أرباضها قد مضى على الهننديين في الهند وجزائرها وعلى الروس في قازان مثل ما أقمنا في الأندلس ولكن ما خدم العلم والعمران بعشر ما خدمناهما ودخل الفرنسويون الجزائر منذ سبعين عاما ولم يسمحوا بعد لأهلها بجريدة واحدة تقرأ نرى الإنكليزية في بلادنا يفضل قديد بلاده وسمك بحاره على طري لحمنا وسمكنا فهلا والحالة هذه تتبصرون يا أولي الألباب وأنت أيها الشرق الفخيم رعاك الله ماذا دهاك ماذا أقعدك عن مسراك أليست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والأفنان ومنبت العلم والعرفان وسماءك تلك السماء مصدر الأنوار ومهبط الحكمة والأديان وهواءك ذاك النسيم العدل للعواصف والضباب وماءك ذاك العذب الغدق للكدر وللأجاج رعاك الله يا شرق ماذا أصابك فأخل نظامك والدهر ذاك الدهر ما غير وضعك ولا بدل شرعه فيك ألم تزل مناطقك هي المعتدلة وبنوك هم الفائقون فطرة وعددا أليس نظام الله فيك على عهده الأول ورابطة الأديان في بنيك محكمة قويمة مؤسسة على عبادة الصانع الوازع أليست معرفة المنعم حقيقة راهنة أشرقت فيك شمسها أيت بها عز النفس وأحكمت بها حب الوطن وحب الجنس رعاك الله يا شرق ماذا عراك وسكن منك الحراك ألم تزل أرضك واسعة خصبة ومعادنك وافية غنية وحيوانك رابيا متناسلا وعمرانك قائما متواصلا وبنوك على ما ربيتهم أقرب للخير من الشر أليس عندهم الحلم المسمى عند غيرهم ضعفا في القلب وعندهم الحياء المسمى بالجبانة وعندهم الكرم المسمى بالإتلاف وعندهم القناعة المسمى بالعجز وعندهم العفة المسمى بالبلاها وعندهم المجاملة المسمى بالذل نعم ما هم بالسالمين من الظلم ولكن فيما بينهم ولا من الخداع ولكن لا يفتخرون به ولا من الإضرار ولكن مع الخوف من الله رعاك الله يا شرق لا نرى من غير الدهر فيك ما يستوجب هذا الشقاء لبنيك ويستلزم ذلهم لبني أخيك فلماذا قد أصبحت إذا انقطع عنك مدد أخيك بمصنوعاته يبقى أبناؤك عراتا حفاتا في ظلام بل يمنيهم فقد الحديد بالرجوع إلى العصر النحاسي بل الحجري الموصوف بعصر التعفين رعاك الله يا شرق بل رعى الله أخاك الغرب العائل بنفسه والعائل فيك وقاتل الله الاستبداد بل لعن الله الاستبداد المانع من الترقي في الحياة المنحط بالأمم إلى أسفل الدركات ألا بعدا للظالمين رعاك الله يا غرب وحياك وبياك قد عرفت لأخيك سادق فضله عليك فوفيت وكفيت وأحسنت الوصاية وهديت وقد اشتد ساعد بعض أولاد أخيك فهل لا ينتدب بعض شيوخ أحرارك لأعانة أنجاب أخيك على هدم ذاك الصور صور الشؤم والشرور ليخرجوا بإخوانهم إلى أرض الحياة أرض الأنبياء الهداة فيشكرون فضلك والدهر مكافأة غرب لا يحفظ لك الدين غير الشرق إن دامت حياته بحريته وفقد الدين يهددك بالخراب القريب فماذا أعدت للفوضويين إذا صاروا جيشا قرارا؟ وماذا أعدت لديارك الحبلة بالثورة الإجتماعية؟ هل تعد المواد المتفرقعة وقد جاوزت أنواعها الألف؟ أم تعد الغازات الخانقة وقد سهل استحضارها على الصبيان؟ يا قوم وأريد بكم شباب اليوم رجال الغد شباب الفكر رجال الجد أعيذكم من الخزي والخذلان بتفرقة الأديان وأعيذكم من الجهل جهل أن الدينونة لله وهو سبحانه ولي الصرائر والضمائر ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أناشدكم يا ناشئة الأوطان أن تعذروا هؤلاء الواهنة الخائرة قواهم إلا في ألسنتهم المعطل عملهم إلا في التثبيت الذين اجتمع فيهم داء الاستبداد والتواكل فجعلاهما آلة تدار ولا تدير وأسألكم عفوهم من العتاب والملام لأنهم مرضى مبتلون مثقلون بالقيود ملجمون بالحديد يقضون حياة خير ما فيها أنهم آباؤكم قد علمتم يا نجباء من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جملا كافية للتأمل وتدبر فاعتبروا بنا واسألوا الله العافية نحن ألفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا ألفنا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق ألفنا الإنقياد ولو إلى المهالك ألفنا أن نعتبر التصاغر أدبا والتذلل لطفا والتملق فصاحة واللكنة رزانة وترك الحقوق سماحة وقبول الإهانة توضعا والرضى بالظلم طاعة ودعوى الاستحقاق غرورا والبحث عن العموميات فضولا ومدى النظر إلى الغد أملا طويلا والإقدام تهورا والحمية حماقه والشهامة شراسه وحرية القول وقاحه وحرية الفكر كفرا وحب الوطن جنونا أما أنتم حماكم الله من السوء فنرجو لكم أن تنشأوا على غير ذلك أن تنشأوا على التمسك بأصول الدين دون أوهام المتفننين فتعرفوا قدر نفوسكم في هذه الحياة فتكرموها وتعرفوا قدر أرواحكم وأنها خالدة تثاب وتجزى وتتبعوا سنن النبيين فلا تخافوا غير الصانع الوازع العظيم ونرجو لكم أن تبنوا قصور فخاركم على معالي الهمم ومكارم الشيام لا على عظام النخرة وأن تعلموا أنكم خلقتم أحرارا لتموتوا كراما فاجهدوا أن تحيوا ذلكم اليومين حياة راضية يتسنى فيها لكل منكم أن يكون سلطانا مستقلا في شؤونه لا يحكمه غير الحق ومدينا وفيا لقومه لا يضن عليهم بعين أو عود وولدا بارا لوطنه لا يدخل عليه بجزء من فكره ووقته وماله ومحبا للإنسانية يعمل على أن خير الناس أنفعهم للناس يعلم أن الحياة هي العمل ووباء العمل القنوط والسعادة هي الأمل ووباء الأمل التردد ويفقه أن القضاء والقدر هما عند الله ما يعلمه وينضيه وهما عند الناس السعي والعمل ويقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه البشر وكل عمل عظيم قد تدأ به فرد ثم تعاوره غيره إلى أن كمل فلا يتخيل الإنسان في نفسه عجزا ولا يتوقع إلا خيرا وخير الخير للإنسان أن يعيش حرا مقداما أو يموت وكأني بسائلكم يسألني تاريخ التغالب بين الشرق والغرب فأجيب بأن كنا أرقى من الغرب علما فنظاما فقوة فكنا له أسيادا ثم جاء حين من الدهر لحق بنا الغرب فصارت مزاحمة الحياة بيننا سجالا انفقناه شجاعة فاقنا عددا وانفقناه ثروة فاقنا باجتماع كلمته ثم جاء الزمن الأخير ترقى فيه الغرب علما فنظاما فقوة وانضم إلى ذلك أولا قوة اجتماعه شعوبا كبيرة ثانيا قوة البارود حيث أبطل الشجاعة وجعل العبرة للعدد ثالثا قوة كشفه أسرار الكيمياء والميكانيك رابعا قوة الفحم الذي أهدته له الطبيعة خامسا قوة النشاط بكسره قيود الاستبداد سادسا قوة الأمن على عقد الشركات المالية الكبيرة فاجتمعت هذه القوات فيه وليس عند الشرق ما يقابلها غير الافتخار بالأسلاف وذلك حجة عليه والغرور بالدين خلافا للدين فالمسلمون يقابلون تلك القوات بما يقال عند اليأس وهو حسبنا الله ونعم الوكيل ويخالفون أمر القرآن لهم بأن يعدوا ما استطاعوا من قوة لا ما استطاعوا من صلاة وصوم وكأني بسائلكم يقول هل بعد اجتماع هذه القوات في الغرب واستيلائه على أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية فأجيبه قاطعا غير متردد إن الأمر مقدور ولعله ميسور ورأس الحكمة فيه كسر قيود الاستبداد وأن يكتب الناشئون على جباههم عشر كلمات وهي واحد ديني ما أظهر ولا أخفي اثنان أكون حيث يكون الحق ولا أبالي ثلاثة أنا حر وسأموت حرا أربعة أنا مستقل لا أتكل على غير نفسي وعقلي خمسة أنا إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضي والحكايات ستة نفسي ومنفعتي قبل كل شيء سبعة الحياة كلها تعب لذيذ ثمانية الوقت غال عزيز تسعة الشرف في العلم فقط عشرة أخاف الله لا سواه وأنت أيها الوطن المحبوب أنت العزيز على النفوس المقدس في القلوب إليك تحل الأشباح وعليك تئن الأرواح أيها الوطن الباكي ضعافة عليك تركي العيون وفيك يحل المنون إلى متى يعبث خلالك اللئام الطغام يظلمون بنيك ويذلون ذويك يطالدون أنجالك الأنجاب ويمسكون على المساكين الطرق والأبوام يخربون العمران ويغفرون الديار أيها الوطن العزيز هل ضاقت رحابك عن أولادك أم ضاقت أحضانك عن أفلادك كلا إنما فقدت الأباه فقدت الحماه فقدت الأحرار أيها الوطن الملتهب فؤاده أما رهيت من سقيا الدموع والدماء ولكن دموع بناتك الثاكلات ودماء أبنائك الأبرياء لا دموع النادمين ولا دماء الظالمين ألا فاشرب هنيئا ولا تأسف على البله الخاملين ولا تحزن فما هم كرائم وكراما لسنهن كرائم باكيات محمسات وليسهم كراما أعزة شهداء إنما هم غفر الله لهم من علمت قل فيهم الحر الغيور قل فيهم من يقول أنا لا أخاف الظالمين أيها الوطن الحنون كون الله عناصر أجسامنا منك وجعل الأمهات حواض ورزقنا الغذاء منك وجعل المرضعات مجهزات نعم خلقنا الله منك فحق لك أن تحب أجزائك وأن تحن على أفلادك كما يحق لك في شرع الطبيعة أن لا تحب الأجنبي الذي يأبى طبعه حبك الذي يؤذيك ولا يواليك ويزاحم بنيك عليك ويشاركهم فيك وينقل إلى أرضه ما في جوفك من نفيس العناصر وكنوز المعادن فيفقرك ليغني وطنه ولا لوم عليه بل بارك الله فيه يا قوم جعلكم الله خيرة اليوم وعدة الغد هذا خطاب إليكم فيما هو الترقي وما هو الإنحطاط فإن وعيتم ولو شذرات فيا بشرايا والسلام عليكم وإلا فيا ضياع الأنفاس وعلى الرفات السلام الاستبداد الذي يبلغ في الإنحطاط بالأمة إلى غاية أن تموت ويموته ومعها كثير الشواهد في قديم الزمان وحديثه أما بلوغ الترقي بالأمم إلى المرتبة القصة السامية التي تليق بالإنسانية فهذا لم يسمح الزمان حتى الآن بأمة تصلح مثالا له لأنه إلى الآن لم توجد أمة حاكمت نفسها برأيها العام حكما لا يشوبه نوع من الاستبداد ولو بإسم الوقار والإحترام أو بنوع من الإغفال ولو ببذر الشقاق الديني أو الجنسي بين الناس فكأن الحكمة الإلهية لم تزل ترى البشر غير متأهلين لنوال سعادة الأخوة العمومية بالتحابب بين الأفراد والقناعة بالمساواة الحقوقية بين الطبقات نعم وجد للترق القريب من الكمال بعض أمثال قليلة في القرون الغابرة كالجمهورية الثانية للرومان وكعهد الخلفاء الراشدين وكالأزمنة المتقطعة في عهد بعض الملوك المنظمين للفاتحين مثل أنو شروان وعبد الملك الأموي ونور الدين الشهيد وبطرس الكبير وكبعض الجمهوريات الصغيرة والممالك الموفقة لأحكام التقييد الموجودة في هذا الزمان وإني أقتصر على وصف منتهى الترقي الذي وصلت إليه تلك الأمم وصفا إجمالية وأترك للمطالع أن يوازن بينها ويقيس عليها درجات سائر الأمم وربما يستريب في ذلك المطالع المولود في أرض الاستبداد الذي لم يدرس أحوال الأمم في الوجود ولا عتب عليه فإنه كالمولود أعمى لا يدرك للمناظر البهية معنا قد بلغ الترقي في الاستقلال الشخصي في ظلال الحكومات العادلة لأن يعيش الإنسان المعيشة التي تشبه في بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل السعادة في الجنان حتى إن كل فرد يعيش كأنه خالد بقومه ووطنه وكأنه أمين على كل مطلب فلا هو يكلف الحكومة شططا ولا هي تهمله استحقارا واحد أمين على السلامة في جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل عن محافظته بكل قوتها في حضره وصفره بدون أن يشعر بثقة لقيامها عليه فهي تحيط بإحاطة الهواء لا إحاطة الصور يلطمه كيفما التفت أوصار اثنان أمين على الملذات الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة في الشؤون العامة المتعلقة بالترويضات الجسمية والنظرية والعقلية حتى يرى أن الطرقات المسهلة والتزيينات البلدية والمتنزهات والمنتديات والمدارس والمجامع ونحو ذلك قد وجدت كلها لأجل ملذاته ويعتبر مشاركة النخاس له فيها لأجل إحسانه فهو بهذا النظر والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس سعادة ثلاثة أمين على الحرية كأنه خلق وحده على سطح هذه الأرض فلا يعارضه معارض فيما يخص شخصه من دين وفكر وعمل وأمل أربعة أمين على النفوذ كأنه سلطان عزيز فلا ممانع له ولا معاكس في تنفيذ مقاصده النافعة في الأمة التي هو منها خمسة أمين على المزية كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفا وقوة فلا يفضله على أحد ولا يفضل أحد عليه إلا بمزية سلطان الفضيلة فقط ستة أمين على العدل كأنه هو القابض على ميزان الحقوق فلا يخاف تطفيفا وهو المثمن فلا يحذر بخسا وهو المطمئن على أنه إذا استحق أن يكون ملكا صار ملكا وإذا جنى جناية نال جزاءه لا محالة سبعة أمين على المال والملك كأن ما أحرزه بوجهه المشروع قليلا كان أو كثيرا قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليه كما أنه تقلع عينه إذا نظر إلى مال غيره ثمانية أمين على الشرف بضمان القانون بنصرة الأمة ببذل الدم فلا يرى تحقيرا إلا لدى وجدانه ولا يعرف طعما لمرارة الدل والهوان أما الأسير ولا أحزن المطالعة بوصف حالته فأكتفي بالقول إنه لا يملك ولا نفسه وغير أمين حتى على عظامه في رمسه إذا وقع نظره على المستبد أو أحد من جماعته على كثرتهم يتعوذ بالله وإذا مر من قرب إحدى دوائر حكومته أسرع وهو يكرر قوله حمايتك يا رب إن هذه الدار بئس الدار هي كالمجزرة كل من فيها إما ذابح أو مذبوح إن هذه الدار كالكنيف لا يدخله إلا المضطر وقد يبلغ الترقي في الاستقلال الشخصي مع التركيب بالعائلة والعشيرة أن يعيش الإنسان معتبرا نفسه من وجه غنيا عن العالمين ومن وجه عضوا حقيقيا في جسم حي هو العائلة ثم الأمة ثم البشر وينظر إلى انقسام البشر إلى أمم ثم إلى عائلات ثم إلى أفراد هو من قبيل انقسام الممالك إلى مدن وهي إلى بيوت وهي إلى مرافق وكما أنه لابد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح لها وإلا كان بناءه عبثا يستحق الهد كذلك أفراد الإنسان لا بد أن يعد كل منهم نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته أولا ثم حياة قومه ثانية ولهذا يكون العضو الذي لا يصلح لوظيفة أو لا يقوم بما يصلح له حقيرا مهانا وكل من يريد أن يعيش كلا على غيره لا عن عجز طبيعي يستحق الموت للشفقة لأنه كالدرني في الجسم أو كالزائد من الظفر يستحقان الإخراج والقطع ولهذا المعنى حرمت الشرائع السماوية الملاهي التي ليس فيها ترويض والسكر المعطل عن العمل عقلا وجسما والمقامرة والرباء لأنهما ليس من نوع العمل والتبادل فيه وقد فضل الله الكناس على الحجام وصانع الخبز على ناظر الشعر لأن صنعتهما أنفعل الجمهور وقد يبلغ ترق التركيب في الأمم إلى درجة أن يصير كل فرض من الأمة مالكا لنفسه تماما ومملوكا لقومه تماما فالأمة التي يكون كل فرض منها مستعدا لافتدائها بروحه وبماله تصير تلك الأمة بحجة هذا الاستعداد في الأفراد غنية عن أرواحهم وأموالهم الترقي في القوة بالعلم والمال يتميز على باقي أنواع الترقيات السالفة البيان تميز الرأس عن باقي أعضاء الجسم فكما أن الرأس بإحرازه مركزية العقل ومركزية أكثر الحواس تميز على باقي الأعضاء واستخدامها في حاجاته فكذلك الحكومات المنتظمة يترقى أفرادها ومجموعها في العلم والثروة فيكون لهم سلطان طبيعي على الأفراد أو الأمم التي حط بها الاستبداد المشؤوم إلى حضير الجهل والفقر بقي علينا بحث الترقي في الكمالات بالخصال والأثرة وبحث الترقي الذي يتعلق بالروح أي بما وراء هذه الحياة ويرقى إليه الإنسان على سلم الرحمة والحسنات فهذه أبحاث طويلة الذيل ومنابعها حكميات الكتب السماوية ومدونات الأخلاق وتراجم مشاهير الأمم وأكتفي بالقول في هذا النوع إنه يبلغ بالإنسان مرتبة أن لا يرى لحياته أهمية إلا بعد درجات فيهمه أولا حياة أمته ثم امتلاك حريته ثم أمنه على شرفه ثم محافظته على عائلته ثم وقايته حياته ثم ماله ثم وثم وقد تشمل إحساساته عالم الإنسانية كله كأن قومه البشر لا قبيلته ووطنه الأرض لا بلده ومسكنه حيث يجد راحته لا يتقيد بجدران بيت مخصوص يستثر فيه ويفتخر به كما هو شأن الأسراء وقد يترفع الإنسان عن الإمارة لما فيها من معنى الكبر وعن التجارة لما فيها من التمويه والتبذل فيرى الشرف في المحراث ثم المطرقة ثم القلم ويرى اللذة في التجديد والاختراع لا في المحافظة على العتيق كأن له وظيفة في ترق مجموع البشر وخلاصة القول إن الأمم التي يسعدها جدها لتبديل استبدادها تنال من الشرف الحسي والمعنوي ما لا يخطر على فكر أسراء الاستبداد فهذه بلجيكا أبطلت التكاليف الأميرية برمتها مكتفية في نفقاتها بنماء فوائد بنك الحكومة وهذه سويسرة يصادفها كثيرا أن لا يوجد في سجونها محبوس واحد وهذه أمريكا أثرت حتى كادت تخرج الفضة من مقام النقد إلى مقام المتاع وهذه اليابان أصبحت تستنزف قناطير الذهب من أوروبا وأمريكا ثمن امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلفاتها وقد تنال أيضا تلك الأمم حظا من الملذات الحقيقية التي لا تخطر على فكر الأسراء كلذة العلم وتعليمه ولذة المجد والحماية ولذة الإثراء والبذل ولذة إحراز الاحترام في القلوب ولذة نفوذ الرأي الصائب ولذة الحب الطاهر إلى غير هذه الملذات الروحية وأما الأسراء والجهلاء فملذاتهم مقصورة على مشاركة الوحوش الضارية في المطاعم والمشارب واستفراغ الشهوة كأن أجسامهم ظروف تملأ وتفرغ أو هي دمامل تولد الصديد وتدفعه وأنفع ما بلغه الترقي في البشر هو إحكامهم أصول الحكومات المنتظمة ببنائهم سدا متينا في وجه الاستبداد والاستبداد جرثومة كل فساد وبجعلهم ألا قوة ولا نفوذ فوق قوة الشرع والشرع هو حبل الله المتين وبجعلهم قوة التشريع في يد الأمة والأمة لا تجتمع على ضلال وبجعلهم المحاكمة تحاكم السلطان والصعلوك على السواء فتحاكي في عدالتها المحكمة الكبرى الإلهية وبجعلهم العمال لا سبيل لهم على تعدي حدود وظائفهم كأنهم ملائكة لا يعصون أمرا وبجعلهم الأمة ياقظة ساهرة على مراقبة سير حكومتها لا تغفل طرفة عين كما أن الله عز وجل لا يغفل عما يفعل الظالمون هذا مبلغ الترقي الذي وصلت إليه الأمم منذ عرف التاريخ على أنه لم يقم دليل إلى الآن على ترقي البشر في السعادة الحيوية عما كانوا عليه في العصور الخالية حتى الحجرية حتى منذ كانوا عراتا يسرحون أسرابا والآثار المشهودة لا تدل على أكثر من ترقي العلم والعمران وهما آلتان كما يصلحان للإسعاد يصلحان للإشقاء وترقيهما هو من سنة الكون التي أرادها الله تعالى لهذه الأرض وبنيها ووصف لنا ما سيبلغ إليه ترقي زينتها واقتدار أهلها بقوله عز شأنه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وهذا يدل على أن الدنيا وبنيها لم يزال في مقتبل الترقي ولا يعارض هذا أن ما مضى من عمرهما هو أكثر مما بقي حسب ما أخبرت به الكتب السماوية لأن العمر شيء والترقي شيء آخر نهاية الفصل التاسع من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد قام بالتسجيل خالد فؤاد الفصل العاشر من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد هذا التسجيل خاص باللبريفوكس جميع تسجيلات البريفوكس في المجال العام لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا موقع البريفوكس.org قام بالتسجيل محمود حسين برسعيد مصر طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي الفصل العاشر الاستبداد والتخلص منه ليس لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي ولا برهان أقوى من الاستقراء ومن تتبعهما يرى أن الإنسان عاش دهرا طويلا في حالة طبيعية تسمى دور الافتراس فكان يتجول حول المياه أسرابا تجمعه حاجة الحضانة صغيرا أقصد الاستئناس كبيرا ويعتمد في رزقه على النبات الطبيعي وافتراس ضعاف الحيوان في البر والبحر وتسوسع الإرادة فقط ويقوده من بنيته أقوى إلى حيث يكسر الرزق ثم ترقى الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى دور الاقتناء فكان عشائر وقبائل يعتمد في رزقه على الدخار الفرائس إلى حين الحاجة فصارت تجمعه حاجة التحفظ على المال والأنعام وحماية المستودعات والمراعي والمياه من المزاحمين ثم انتقل ولا يقال تعقى قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة الحضرية فسكن القرى يستنبت الأرض الخصبة في معاشه فأخصب ولكن في الشقاء ولعله استحق ذلك بفعله لأنه تعدى قانون الخالق فإنه خلقه حرا جوالا يسير في الأرض ينظر آلاء الله فسكن وسكن إلى الجهل وإلى الذل وخلق الله الأرض مباحة فاستأثر بها فصلت الله عليه من يغصبها منه ويأسره وهذا القسم يعيش بلا جامعة تحكمه أهواء أهل المدن وقانونه أن يكون ظالما أو مظلوما ثم ترقى قسم من الإنسان إلى التصرف إما في المادة وهم الصناع وإما في النظريات وهم أهل المعارف والعلوم وهؤلاء المتصرفون هم سكان المدن الذين هم وإن سجنوا أجسامهم بين الجدران لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان وهم قد توسعوا في الرزق كما توسعوا في الحاجات ولكن أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق المسلأ في سياسة الجمعيات الكبيرة وهذا هو سبب تنوع أشكال الحكومات وعدم استقرار أمة على شكل مرض عام إنما كل الأمم في تقلبات سياسية على سبيل التجريب وبحسب تغلب أحزاب الإجتهاد أو رجال الاستبداد وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر أو على جمل من الجهل أو على فرس من الفرسة أو على حمار من الحمق حتى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جولة المغوار الممتطية في التطقيق مراكب البخار فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتجريب وحصحص فيها الحق اليقين فصارت تعد من المقررات الإجماعية عند الأمم المترقية ولا يعرض ذلك كون هذه الأمم لم تزل أيضا منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلف نشيعا لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب لم تزل مجهولة أو غريبة أو منفور منها في الشرق لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق سماعهم وعند البعض لم تنى لالتفاتهم وتدقيقهم وعند آخرين لم تحز قبولا لأنهم زووا غرض أو مسروقة قلوبهم أو في قلوبهم مرض وإني أطرح لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة السياسية وقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق في تعريف الاستبداد بأنه هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون النافذ الحق كما أستلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أي كان ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين والتقوى والحق والشرف والعدالة ومقتضيات المصلحة العامة وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ لأن المجرم لا يعد متأويل ولأن من طبيعة القوة الاعتساف ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي واحد مبحث ما هي الأمة في الشعب هل هي ركام مخلوقات نامية أو جمعية عبيد لمالك متغلب وظيفتهم الطاعة والانقياد ولو كرها أم هي جمع بينهم روابط دين أو جنس أو لغة ووطن وحقوق مشتركة وجامعة سياسية اختيارية لكل فرد حق إشهار رأيه فيها توفيق للقاعدة الإسلامية التي هي أسمى وأبلغ قاعدة سياسية وهي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إثنان مبحث ما هي الحكومة هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع يتصرف في رقابهم ويتمتع بأعمالهم ويفعل بإرادته ما يشاء أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية ثلاثة مبحث ما هي الحقوق العمومية هل هي حقوق أحاد الملوك ولكنها تضاف للأمم مجازا أم بالعكس هي حقوق جموع الأمم وتضاف للملوك مجازا ولهم عليها ولاية الأمانة والنظارة على مثل الأراضي والمعادن والأنهار والسواحل والكلاع والمعابد والأساطيل والمعد وولاية الحدود والحراسة على مثل الأمن العام والعدل والنظام وحفظ وصيانة الدين والآداب والقوانين والمعاهدات والإجار إلى غير ذلك مما يحق لكل فرد من الأمة أن يتمتع به وأن يطمئن عليه أربعة مبحث التساوي في الحقوق هل للحكومة التصرف في حقوق العامة المدية والأدبية كما تشاء بذلا وحرمانا أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوة وتكون المغانم والمغارم العمومية موزعة على الفصائل والبلدان والصنوف والأديان بنسبة عادلة ويكون الأفراد متساوين في حق الاستنصاف 5- مبحث الحقوق الشخصية هل الحكومة تملك السيطرة على الأعمال والأفكار أم أفراد الأمة أحرار في الفكر مطلقة وفي الفعل ما لم يخالف القانون الاجتماعي لأنهم أدرى بمنافعهم الشخصية والحكومة لا تتداخل إلا في الشؤون العمومية 6- مبحث نوعية الحكومة 7- هل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل زمام 8- أم الملكية المقيدة 9- وما هي القيود 10- أم الرئاسة الانتخابية الدائمة مع الحياة 11- أو المؤقتة إلى أجل 11- وهل تنال الحاكمية بالوراثة 12- أو العهد 13- أو الغلبة 13- وهل يكون ذلك كما تشاء الصدفة 14- أم عوجود شرائط الكفاءة 14- وما هي تلك الشرائط 15- وكيف يصير تحقيق وجودها 16- وكيف يراقب استمرارها 17- وكيف تستمر المراقبة عليها 17- سبعة 18- مبحث ما هي وظائف الحكومة 18- هل هي إدارة شؤون الأمة على حسب الرأي والإجتهاد 19- أم تكون مقيدة بقانون موافق لرغائب الأمة 20- وإن خالف الأصلح 20- وإذا اختلفت الحكومة مع الأمة في اعتبار الصالح والمضر 21- فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة؟ 22- ثمانية 23- مبحث حقوق الحاكمية 24- هل الحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما تشاء من مراتب العظمة ورواتب المال 25- وتحابي من تريد بما تشاء من حقوق الأمة وأموالها 25- أم يكون التصرف في ذلك كله إعطاءا وتحديدا ومنعا منوطا بالأمة؟ 26- تسعة 26- مبحث طاعة الأمة للحكومة 27- هل الإرادة للأمة وعلى الحكومة العمل؟ 28- أم الإرادة للحكومة وعلى الأمة الطاعة؟ 29- وهل للحكومة تكليف الأمة طاعة عمياء بلا فهم ولا اقتناع؟ 30- أم عليها الاعتناء بوسائل التفهيم والإذعان لتتأتى الطاعة بإخلاص وأمانة؟ 30- مبحث توزيع التكليفات 30- هل يكون وضع الضرائب مفوضا لرأي الحكومة؟ 31- أم الأمة تقرر النفقات اللازمة وتعين موارد المال وترتب طرائق جبايته وحفظه؟ 31- مبحث إعداد المنعة 32- هل يكون إعداد القوة بالتجنيد والتسليح استعدادا للدفاع مفوضا لإدارة الحكومة إهمالا أو إقلالا أو إكثارا أو استعمالا على قهر الأمة؟ 33- أم يلزم أن يكون ذلك برأي الأمة وتحت أمرها؟ 34- بحيث تكون القوة منفذة رغبة الأمة لا رغبة الحكومة 25- مبحث المراقبة على الحكومة 26- هل تكون الحكومة لا تسأل عما تفعل؟ 27- أم يكون للأمة حق السيطرة عليها لأن الشأن شأنها؟ 28- فلها أن تنيب عنها وكلاء لهم حق الإطلاع على كل شيء وتوجيه المسئولية على أيا كان؟ 29- ويكون أهم وظائف النواب حفظ الحقوق الأساسية المقررة للأمة على الحكومة؟ 30- مبحث حفظ الأمن العام 30- هل يكون الشخص مكلفا بحراسة نفسه ومتعلقاته؟ أم تكون الحكومة مكلفة بحراسته؟ 30- مقيما ومسافرا حتى من بعض طوارئ الطبيعة بالحيلولة لا بالمجازات والتعويض 31- مبحث حفظ السلطة في القانون 30- هل يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأفراد برأيها؟ 31- أي بدون الوسائط القانونية؟ 31- لم تكون السلطة منحصرة في القانون إلا في ظروف مخصوصة ومؤقتة؟ 31- مبحث تأمين العدالة القضائية 32- هل يكون العدل ما تراه الحكومة؟ 33- أم يكون ما يراه القضاة المصون وجدانهم من كل مؤثر غير الشرع والحق؟ 34- ومن كل ضغط حتى ضغط الرأي العام؟ 16- مبحث حفظ الدين والآدب 37- هل يكون للحكومة ولو القضائية سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر؟ 38- أم تقتصر وظيفتها في حفظ الجامعات الكبرى؟ 39- كالدين والجنسية واللغة والعادات والآداب العمومية؟ 39- على استعمال الحكمة ما أغنت عن الزواجر؟ 40- ولا تتداخل الحكومة في أمر الدين ما لم تنتهك حرمته؟ 41- وهل السياسة الإسلامية سياسة دينية؟ أم كان ذلك في مبدأ ظهور الإسلام كالإدارة العرفية عقب الفتح؟ 47- مبحث تعيين الأعمال بالقانون هل يكون في الحكومة من الحاكم إلى البوليس من يطلق له عنان التصرف برأيه وخبرته؟ أم يلزم تعيين الوظائف كلياتها وجزئياتها بقوانين صريحة واضحة؟ لا تسوغ مخالفاتها ولو لمصلحة مهمة إلا في حالات الخطر الكبير؟ الثامن عشر مبحث كيف توضع القوانين؟ وهل يكون وضعها منوطا برأي الحاكم الأكبر؟ أو رأي جماعة ينتخبهم لذلك؟ أم يضع القوانين جامع منتخب من كبل الكافة ليكونوا عارفين حتما بحاجات قومهم؟ وما يلائم طبائعهم ومواقعهم وصوالحهم؟ ويكون حكمه عاما أو مختلفا على حسب تخالف العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان؟ التاسع عشر مبحث ما هو القانون وقوته؟ هل القانون هو أحكام يحتج بها القوي على الضعيف؟ أم هو أحكام منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعض؟ وملاحظ فيها طبائع أكثرية الأفراد ومن نصوص خالية من الإبهام والتعقيد وحكمها شامل كل الطبقات ولها سلطان نافذ قاهر مصون من مؤثرات الأغراض والشفاعة والشفقة وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترما عند الكافة مضمون الحماية من قبل كل أفراد الأمة بشرون مبحث توزيع الأعمال والوظائف هل يكون الحظ في ذلك مخصوصا بأقارب الحاكم وعشيرته ومقربيه؟ أم توزع كتوزيع الحقوق العامة على كافة القبائل والفصائل؟ ولو مناوبة مع ملاحظات الأهمية والعدد، بحيث يكون رجال الحكومة أنموزجا من الأمة، أو هم الأمة مصاغرة، وعلى الحكومة إيجاد الكفاءة والإعداد ولو بالتعليم الإجباري؟ 21 مبحث التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم بمن يقوم بها بإتقان؟ ولا إتقان إلا بالاختصاص وفي الإختصاص كما جاء في الحكمة القرآنية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولذلك لا يجوز الجمع منعا لاستفحال السلطة الثاني والعشرون مبحث الترقي في العلوم والمعارف هل يترك للحكومة صلاحية الضغط على العقول كي لا يقوى نفوذ الأمة عليها؟ أم تحمل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائي عموميا بالتشويق أو الإجبر، ويجعل الكمال منه سهلا للمتناول، وجعل التعليم والتعلم حرا مطلقا؟ الثالث والعشرون مبحث التوسيع في الزراعة والصنائع والتجارة هل يترك ذلك للنشاط المفقود في الأمة؟ أم أن تلزم الحكومة بالاجتهاد في تسهيل مضاهات الأمم السائرة، لا سيما المزاحمة والمجاورة، كي لا تهلك الأمة بالحاجة لغيرها، أو تضعف بالفقر؟ الرابع والعشرون مبحث السعي في العمران هل يترك ذلك لإهمال الحكومة المميت لعزة نفس السكان، أو لانهماكهما فيه إسرافا وتبذيرا؟ أم تحمل على اتباع الاعتدال المتناسب مع الثروة العمومية؟ الخامس والعشرون مبحث السعي في رفع الاستبداد هل ينتظر ذلك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحرية ورفع الاستبداد رفعا لا يترك مجالا لعودته من وظيفة عقلاء الأمة وسراتها؟ هذه خمسة وعشرون مبحثا، كل منها يحتاج إلى تطبيق عميق، وتفصيل طويل، وتطبيق على الأحوال والمقتضايات الخصوصية، وقد ذكرت هذه المباحثة تذكرة للكتاب ذوي الألباب، وتنشيطا للمجباء على الخوض فيها بترتيب، اتباعا لحكمة إتيان البيوت من أبوابها، وإني أقتصر على بعض الكلام فيما يتعلق بالمبحث الأخير منها فقط، أعني مبحث السعي في رفع الاستبداد، فأقول واحد، الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية اثنان، الاستبداد لا يقاوم بالشدة، إنما يقاوم باللين والتدرش 3- يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد هذه قواعد رفع الاستبداد، وهي قواعد تبعد آمال الأسراء، وتسر المستبدين، لأما ظاهرها يؤمنهم على استبدادهم 4- ولهذا أذكر أن المستبدين بما أنذرهم به الفياري المشهور، حيث قال 5- لا يفرحن المستبد بعظيم قوته، ومزيد احتياطه، فكم من جبار عنيد جندله مظلوم صغير 5- وإني أقول، كم من جبار قاهر أخذه الله عزيز منتقم 6- مبنى قاعدة كون الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية 6- هو أن الأمة إذا ضربت عليها الذلة والمسكنة، وتوالت على ذلك القرون والبطون، تصير تلك الأمة سافلة الطباع، حسب ما سبق تفصيله في الأبحاث السالفة، حتى أنها تصير كالبهائن، أو دون البهائن، لا تسأل عن الحرية، ولا تلتمس العدالة، ولا تعرف للاستقلال قيمة، أو للنظام مزيدة، 7- ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعية للغالب عليها، أحسن أو أساء على حد سواء، وقد تنقم على المستبد نادراً، ولكن طلباً للانتقام من شخصه، لا طلباً للخلاص من الاستبداد، فلا تستفيد شيئاً إنما تستبدل مرضاً بمرض، كمغص بصداء 8- وقد تقاوم المستبد بصوق مستبد آخر، ثوسم فيه أنه أقوى شوكة من المستبد الأول، فإذا نجحت لا يغسل هذا السائق يديه إلا بماء الاستبداد، فلا تستفيد أيضاً شيئاً، إنما تستبدل مرضاً مزمناً بمرض حد 9- وربما تنال الحرية عفواً، فكذلك لا تستفيد منها شيئاً، لأنها لا تعرف طعمها، فلا تهتم بحفظها، فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضى، وهي إلى استبداد مشوش، أشد وطأة كالمريض إذا انتكس 10- ولهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفع الأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل عليها إثر ثورة حمقاء، فقل ما تفيد شيئاً، لأن الثورة غالباً تكتفي بقطع شجرة الاستبداد، ولا تقتلع جزورها، فلا تلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقوى مما كانت أولاً 11- فإذا وجد في الأمة الميتة من تدفعه شهامته للأخذ بيدها والنهوض بها، فعليه أولاً أن يبث فيها الحياة، وهي العلم، أي علمها بأن حالتها سيئة، وإنما بالإمكان تبديلها بخير منها 11- فإذا هي علمت، يبتدئ فيها الشعور بآلام الاستبداد، ثم يترقى هذا الشعور بطبعه من الآحاد إلى العاشارات إلى 11- حتى يشمل أكثر الأمة، وينتهي بالتحمس، ويبلغ بلسان حالها إلى منزلة قول الحكيم المعرّة 12- إذا لم تقم بالعدل فينا حكومة، فنحن على تغييرها قدراء 13- وهكذا ينقذف فكر الأمة، في واد ظاهر الحكمة، يسير كالسيل، لا يرجع حتى يبلغ منتهى 13- ثم إن الأمم الميتة لا ينظر فيها ذو الشهامة، إنما الأسف أن ينظر فيها من يهتدي في أول نشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة، التي تمكنه في مستقبله من نفوذ رأيه في قومه 14- وإني أنبه فكرا ناشئة الغزيزة، أن من يرى منهم في نفسه استعدادا للمجد الحقيقي، فليحرص على الوصاية الآتية البيان 1- أن يجهد في ترقية معارفه مطلقة، لا سيما في العلوم النافعة الاجتماعية، كالحقوق والسياسة، والاقتصاد والفلسفة العقلية، وتاريخ قومه الجغرافي والطبيعي والسياسي، والإدارة الداخلية والإدارة الحربية 1- فيكتسب من أصول وفروع هذه الفنون، ما يمكنه إحرازه بالتلقي، وإن تعذر فبالمطالعة، مع التدقيق 2- أن يدقن أحد العلوم التي تكسبه في قومه موقعا محترما، وعلميا مخصوصا كعلم الدين والحقوق، أو الإنشاء أو الطب 3- أن يحافظ على آداب وعادات قومه غاية المحافظة، ولو أن فيها بعض أشياء سخيفة 4- أن يقلل اختلاطه مع الناس، حتى مع رفقائه في المدرسة، وذلك حفظا للوقار، وتحفظا من الارتباط القوي مع أحد، كي لا يسقط تبعا لسقوط صاحب له 5- أن يتجنب كليا مصاحبة الممقوط عند الناس، لا سيام الحكام، ولو كان ذلك المقتب غير حق 6- أن يجهد ما أمكنه في كتم مزيته العلمية على الذين هم دونه، في ذلك العلم لأجل أن يأمن غوائل حسدهم، إنما عليه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات كثيرة 7- أن يتخير له بعض من ينتمي إليه من الطبقة العليا، بشرط أن لا يكثر التردد عليه، ولا يشاركه في شؤونه، ولا يظهر له الحاجة، ويتكتم في نسبته إليه 8- أن يحرص على الإقلال من بيان آرائه، وإن لا يأخذ عليه تبعات رأي يراه، أو خبر يرويه 9- أن يحرص على أن يعرف بحسن الأخلاق لاسيما الصدق والأمانة، والثبات على المبادئ 10- أن يظهر الشفقة على الضعفاء، والغيرة على الدين، والعلاقة بالوطن 11- أن يتباعد ما أمكنه من مقاربة المستبد وأعوانه، إلا بمقدار ما يأمن به فضائع شرهم، إذا كان معرضا لذلك 11- فمن يبلغ سن الثلاثين فما فوق، حائز على الصفات المذكورة، يكون قد أعد نفسه على أكمل وجه لإحراز ثقة قومه، عندما يريد في برهة قليلة 12- وبهذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الجيوش والكنوز، وما ينقصه من هذه الصفات ينقص من مكانته، 13- ولكن قد يستغنى بمزيد كمال بعضها عن فقدان بعضها الآخر أو نقصه، كما أن الصفات الأخلاقية قد تكفي في بعض الظروف عن الصفات العلمية كلها، ولا عكس 14- وإذا كان المتصدي للإرشاد السياسي فاقد الثقة فقدانا أصليا أو طارئا، يمكنه أن يستعمل غيره، ممن تنقصه الجسارة والهمة في الصفات العلمية 15- والخلاصة أن الراغب في نهضة قومه، عليه أن يهيئ نفسه، ويزن استعداده ثم يعزم متوكلا على الله في خلق النجاح 16- ومبنى قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة، إنما يقاوم بالحكمة والتدريج، هو أن الوسيلة الوحيدة الفاعلة لقطع دابر الاستبداد هي ترقي الأمة، في الإدراك والإحساس 16- وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس، ثم أن اقتناع الفكر العام وإذعانه إلى غير مألوفه 17- لا يتأتى إلا في الزمن طويل، لأن العوام مهما ترقوا في الإدراك لا يسمحون باستبدال القشعريرة بالعافية، إلا بعد التروي المديد 17- وربما كانوا معذورين في عدم الوسوق والمسارعة، لأنهم ألفوا أن لا يتوقعوا من الرؤساء والدعاة إلا الغش والخداع، غالبا 18- ولهذا كثير ما يحب الأسراء المستبد الأعظم، إذا كان يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف 19- وكثيرا ما ينتقم الأسراء من الأعوان فقط، ولا يمسون المستبد بسوء، لأنهم يرون ظالمهم مباشرة هم الأعوان دون المستبد 20- وكم أحرقوا من عاصمة لأجل مغض التشفي بإضرار أولئك الأعوان 21- ثم أن الاستبداد محفوف بأنواع القوات التي فيها قوة الإرهاب بالعظمة، وقوة الجند، لا سيما إذا كان الجند غريب الجنس 22- وقوة المال، وقوة الألفة على القسوة، وقوة رجال الدين، وقوة أهل الثروات، وقوة الأنصار من الأجانب 23- فهذه القوات تجعل الاستبداد كالسيف، لا يقابل بعصى الفكر العام الذي هو في أول نشأته يكون أشبه بغواء 24- ومن طبع الفكر العام أنه إذا فار في سنة يغور في سنة، وإذا فار في يوم يغور في يوم 25- بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها بما يفعله الثبات والعناد 25- المصحوبان بالحزم والإقدام 26- الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف، كي لا تكون فتنة تحصد الناس حظه 27- نعم، الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجارا طبيعيا 28- فإذا كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ابتداء، حتى إذا سكنت ثورتها نوعا وقضت وظيفتها في حد المنافقين، حينئذ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة، وخير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد، ولا علاقة لهم بالفتنة 29- العوام لا يثور غضبهم على المستبد غالبا، إلا عقب أحوال مخصوصة مهيجة فورية، منها 1- عقب مشهد دموي مؤلم، يقعه المستبد على مظلوم يريد الانتقام لناموسه 2- عقب حرب يخرج منها المستبد مغلوبا، ولا يتمكن من إلصاق عار الغلب بخيانة القوات 3- عقب تظاهر المستبد بإهانة الدين إهانة مصحوبة باستهزاء، يستلزم حده العواب 4- عقب تضيق شديد عام مقاضات لمال كثير، لا يتيسر إعطاء حتى على أوساط الناس 5- في حالة مجاعة أو مصيبة عامة، لا يرى الناس فيها مواساة ظاهرة من المستبد 6- عقب عمل للمستبد يستفز الغضب الفوري، كتعرضه لناموس العرض، أو حرمة الجنائز في الشرق، وتحقيره القانون أو الشرف الموروث في الغرب 7- عقب حادث تضييق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في الاستجارة والاستنصار 8- عقب ظهور موالات شديدة من المستبد لمن تعتبره الأمة عدوا لشرفها 9- إلى غير ذلك من الأمور المماثلة لهذه الأحوال، التي عندها يموج الناس في الشوارع والساحات، وتملأ أصواطهم الفضاء، وترتفع فتبلغ عنان السماء، ينادون الحق الحق، الانتصار للحق، الموت أو بلوغ الحق 10- المستبد مهما كان غبيا لا تخفى عليه تلك المزالك، ومهما كان عاتيا لا يغفل عن اتقائها، كما أن هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزراءه، فإذا وجد منهم بعض يريدون له التهلكة، يهورونه على الوقوع في إحداها، ويلسقونها به، خلافا لعادتهم في إبعادها عنه، بالتمويه على النفس 11- ولهذا يقال أن رئيس وزراء المستبد أو رئيس قواده، أو رئيس الدين عنده، هم أقدر الناس على الإيقاع به، وهو يداريهم تحذرا من ذلك 12- وإذا أراد إسقاط أحدهم فلا يوقع عنه إلا بغد، لمثير الخواطر على الاستبداد طرائق شتى، يسلكونها بالسر والبطل، ويستقرون تحت ستار الدين، فيستنبتون غابة الثورة، من بذرة أو بذورات يسقونها بدموعهم في الخلوات، 13- وكم يلهون المستبد بسوقه إلى الاشتغال بالفسوق والشهوات، وكم يغرضونه برضاء الأمة عنه، ويجسرونه على مزيد التجديد، وكم يحملونه على إساءة التدبير، ويكتمونه الرشد، 14- وكم يشوشون فكره بإرباكه مع جيرانه وأقرانه، فيفعلون ذلك وأمثاله لأجل غاية واحدة، هي إبعاده عن الانتباه إلى سد الطريق التي فيها يسلكون، 15- أما أعوانه فلا وسيلة لإغفالهم عن إيقاظه، غير تحريك أطماعهم المالية، مع تركهم ينهبون ما شاءوا أن ينهبوا، 16- ومبنى قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد، هو أن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل، 16- كما أن معرفة الغاية لا تفيد شيئا إذا جهل الطريق الموصل إليها، والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقة، 17- بل لابد من تعيين المطلب والخطة تعيينا واضحا موافقا لرأي الكل، أو رأي الأكثرية التي هي فوق الثلاثة أرباع عددا، أو قوة بأس، وإلا فلا يتم الأمر، 18- حيث إذا كانت الغاية مبهمة نوعا، يكون الإقدام ناقصا نوعا، وإذا كانت مجهولة بالكلية عند قسم من الناس أو مخالفة لرأيهم، فهؤلاء ينضمون إلى المستبد، فتكون فتنة شوعاء، 18- وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط، تكون حينئذ الغلبة في جانب المستبد مطلقة، 19- ثم إذا كانت الغاية مبهمة، ولم يكن السير في سبيل معروف، يوشك أن يقع الخلاف في أثناء الطريق، فيفسد العمل أيضا، وينقلب إلى انتقام وفتن، 20- ولذلك يجب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص، وإشهارها بين الكافة، والسعي في إقناعهم، واستحصال رضائهم بها، ما أمكن ذلك، 21- بل الأولى حمل العوام على النداء بها، وطلبها من عند أنفسهم، وهذا سبب عدم نجاح الإمام علي ومن وليه من آئمة أهل البيت رضي الله عنهم، 22- ولعل ذلك كان منهم لا عن غفلة، بل عن مقتضى ذلك الزمن، من صعوبة المواصلات، وفقدان البوستات، 23- البوستات، جمع كلمة بوستة، وهي كلمة شائعة في مصر، ومعناها البريد، 24- وفقدان البوستات المنتظمة، والنشريات المطبوعة إذ ذاك، 25- والمراد أن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن يستبدل بها الاستبداد، 26- وليس هذا بالأمر الهين، الذي تكفيه فكرة ساعات، أو فطنة آحاد، وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والغلبة، 27- وهذا الاستعداد الفكري النظري لا يجوز أن يكون مقصورا على الخوص، 28- بل لابد من تعميمه وعلى حسب الإمكان ليكون بعيدا عن الغايات، ومعضوضا بقبول الرأي العام، 29- وخلاصة البحث أنه يلزم أولا تنبيه حس الأمة بآلام الاستبداد، 30- ثم يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة لها، 30- بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها، 31- والأولى أن يبقى ذلك تحت مخض العقول سنين، بل عشرات السنين، حتى ينضج تماما، 32- وحتى يحصل ظهور التلهف الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العليا، 33- والتمني في الطبقات السفلة، 34- والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد بالخطر، 35- فيأخذ بالتحذر الشديد، والتنكيل بالمجاهدين، 36- فيكثر الضجيج، فيزيغ المستبد ويتكالب، 37- فحينئذ أما أن تغتنم الفرصة دولة أخرى، 38- فتستولي على البلاد، 39- وتجدد الأسرى على العباد، 39- بقليل من التعب، 40- فتدخل الأمة في دور آخر من الرق المنحوس، 41- وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية في الكرون الأخيرة، 41- وإما أن يساعد الحظ بعدم وجود طامع أجنبي، 42- وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها، 42- وفي هذه الحال، 43- يمكن لعقلاء الأمة أن يكلف المستبد ذاته، 44- لترك أصول الاستبداد، 45- واتباع القانون الأساسي الذي تطلبه الأمة، 45- والمستبد الخائر القوة، 46- لا يسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعا، 47- وهذا أفضل ما يصادف، 48- وإن أصر المستبد على القوة، 49- قضوا بالزوال على دولته، 49- وأصبح كل منهم رعية، 50- وكل منهم مسؤول عن رعيته، 50- وأضحوا آمنين، 50- لا يطمعوا فيهم طامع، 51- ولو يغلبون عن قلة، 51- كما هو شأن كل الأمم التي تحيا حياة كاملة حقيقية، 52- بناء عليه، 52- فليتبصر العقلاء، 53- وليتق الله المغررون، 54- وليعلم أن الأمر صعب، 54- ولكن تصور الصعوبة لا يستلزم القنط، 55- بل يثير همة الرجل الأشم، 55- ونتيجة البحث، 55- أن الله جلت حكمته، 55- قد جعل الأمم مسؤولة عن أعمال من تحكمه عليها، 55- وهذا حق، 55- فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها، 55- أذلها الله لأمة أخرى تحكمها، 56- كما تفعل الشرائع بإقامة القيم على القاصر أو السفيه، 56- وهذه حكمة، 57- ومتى بلغت أمة رشدها، 58- وعرفت للحرية قدرها، 59- استرجعت عزها، 59- وهذا عدل، 60- وهكذا لا يظلم ربك أحدا، 61- إنما هو الإنسان يظلم نفسه، 62- كما لا يذل الله قط أمة عن قلة، 63- إنما هو الجهل يسبب كل علة، 63- وإني أختم كتابي هذا بخاتمة بشرة، 64- وذلك أن بواسق العلم وما بلغ إليه، 64- تدل على أن يوم الله قريب، 65- ذلك اليوم الذي يقل فيه التفاوت في العلم، 65- وما يفيده من القوة، 66- وعندئذ تتكافأ القوات بين البشر، 67- فتنحل السلطة، 67- ويرتفع التغالب، 68- فيسود بين الناس العدل والتوداد، 67- فيعيشون بشرا لا شعوب، 67- وشركات لا دولة، 68- وحينئذ يعلمون ما معنى الحياة الطيبة، 69- هل هي حياة الجسم وحصر الهمة في خدمته، 69- أم هي حياة الروح وغذاؤها الفضيلة؟ 69- ويومئذ يتسنى للإنسان أن يعيش كأنه عالم مستقل خالد، 70- كأنه نجم مختص في شأنه، 71- مشترك في النظام، 71- كأنه ملك وظيفته تنفيذ أوامر الرحمن، 72- الملهمة للوجدان، 72- تم الكتاب بعونه تعالى، 73- نهاية الفصل العاشر، 74- من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، 74- قام بالتسجيل، 75- محمود حسين، 76- برسعيد، 77- مصر، 77- نهاية كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، 74- لعبد الرحمن الكواكبي، 75- ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر